بسم الله الرحمن الرحيم نيل الأرب في مثلثات العرب لنابغة زمانه وسيد الظرفاء في آنه الأستاذ الشيخ حسن قويدر الخليلي سقى الله تراه صبيب الرحمة وأصاب عليه سجال الإحسان والنعمة آمين وبهامشه تقريرات للأستاذ المذكور تسر الهموم وتجرب الصرور فجله فائد شيخ الزور الشريف الأول الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم يقول من أساء واسمه حسن لكن له ظن بمولاه حسن فكم لمولاه عليه من منا بالعد لا تدخل تحت الحصر أحمد من قد دين الإنسان باثنين أعني العقل واللسان ألهمه الإدراك والبيان والفهم والنطق جماع الخير وأفضل اللسان هذا العرب به سلام ربنا في الكتب أنزلها به على كل نبي وترجمت حسب اقتضاء الأمر وهو لسان صاحب البراق وصفوة المهيمن الخلاقي وأفضل الخلق على الإطلاق نبي الشفيع يوم الحشر قوله البراق هو دابة من دواب الجنة فوق الحمار ودون البغل له قوائم وجناحان يضع حافره حيث ينتهي طرفه وعن صاحب كتاب الشرف إنه دابة وجهها كوجه الإنسان وآذانها كآذان الفيلة وعرفها كعرف الفرس وقوائمها كقوائم البعير وزنبها كزنب البقرة انتهى صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل من ميز الحق من الضلال وأخلصوا في سرهم والجهر وبعد فاعلم أن علم الأدب ملاكه فهم كلام العربي هذا كبحر وهو عذب المشربي حصباؤه نفائس من دره قوله وبعده هي من أثناء الغايات كقبل وفوق وتحت وقدام ووراء بمعنى أنها جعلت غاية للنطق بعدما كانت مضافة ولهذه العلة استوجبت أن تبنى لأن آخرها حين قطع عن الإضافة صارك وفط الكلمة ووفط الكلمة لا يكون إلا مبنيا وإنما بنيت على الضم لأنها في حالة الإضافة تعرب تارة بالنصف وأخرى بالخفض فقصت عند البناء بالضم الذي خالف حركتي إعرابها ليعلم أنها مبنية لا معربة قوله الأدب مستق من المأدبة وهي طعام لا سبب له إلا ابتغاء المحمدة فليس كالوليمة وهي طعام العرس ولا كالوكيرة وهي طعام البناء ولا كالخرس وهو طعام الولادة ولا كالإعزار وهو طعام الختان ولا كالشندخية وهي طعام الإملاك ولا كالنقيعة وهي طعام القادم من سفر بل المأدبة تكون لغير سبب من هذه الأسباب والموجب لصنعها اكتساب المحامد وفي الحديث القرآن مأدبة الله في الأرض يعني مدعاثة سبب القرآن بصريع صنعه الله للناس لهم فيه منافع وسمي الأدب أدبا لأنه يدعو الناس إلى المحامد انتهى أفاده ابن الأنباري في شرح المقامات انتهى منها انتقيت هذه اللآل تضيء مثل أنجم الليالي تجهو بحثنها وبالجمال لو جثمت لعلقت في النحر قوله تجهو بحثنها وبالجمال فائدة في تقسيم الحثن عن فعلب عن ابن الأعرابي وغيرهما الصباحة في الوجه الوضاءة في البشرة الجمال في الأنف الحلاوة في العينين الملاحة في الفم الضرف في اللسان الرشاقة في القد اللباقة في الشمائل كمال الحثن في الشعر انتهى من سقه اللغة للتعالبي رحمه الله جمعت فيها الكلمات اللاتي تكون في الشكل مثلتاتي أبدأ بالمسوح ثم آتي بالضم لاتن بعد ذكر الكثري واللغض إن كان له معاني ذكرتها بحسب الإمكاني مع حد حرف العط للميزاني حرصا على جمع المعاني الغري وربما تركت معنى اشتهر كمن يرسها ويترك القمر وإن أكن أهملت قيدا يعتبر في بعضها فالعذر ضيق الشعر قوله السهى بضم السين هو أصغر نجم في بنات نعش تمتحن برؤيته الأبصار وما أحسن قول بعض أهل العراق في الحجات الثقافي شكونا إليه خراب السوادي فحرم فينا لحوم البقر فكنا كما قال من قبلنا أريه السهى فتريني القمر انتهى رتبتها كمعجم على الولاة معتبرا للباب حرفا أولا كذلك اعتبرت ثانيا تلا في كلمات الباب ففهم تدري فمثلا ترتيب باب الباء قدمت ما ثانيه حرف التائي على الذي ثانيه حرف التائي وهكذا في وضعه والذكر جمعتها من كتب عديدة غريبة صحيحة مفيدة حلى بعقدها الزمان جيدة وفاح نشر طيبها كالعطر وربما يخطر في النفوس عزلي على خلفي إلى القاموس والعذر الاقتدى ببطل يوسي في شرح ما تلته بالنفر قوله ببطل يوسي هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطل يوسي اللغوي نسبة لبطل يوسي قرية من قرى المغرب وقوله بالنسري متعلق بثلته لأن مثلتاته منثورة لكنها تفوق الضر المنظوم انتهى حيث أتى بكل معنى شارد معضدا له بذكر الشاهد وهل يقاس غائب بشاهدي أو ينكر المبسر ضوء البدري والاقتدى أيضا بجامع اللغة إذ بلغ التحرير منه مبلغة لله در ربه ما أبلغ أتى أخيرا بحلال السحر قوله لله در إلى آخره سلمة تقال للمجيد في القول أي لله خالف عمله لأن اللبن عند العرب أشرق المشروبات قال ابن عباس رضي الله عنهما ما غف أحد بلبن قط لقوله تعالى سائغا للشاردين بل ربما استعملت العرب لفظة دعاء الذي لا يراد وقوعه في مقام المده فيقولون للشاعر المفلق قاتله الله وللفارس المجرب لا أب له وعلى هذا فسر بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم لمن استشاره في النكاح عليك بذات الدين تربت يدك وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله أسب إذا أجدت القول ظلما كذاك يقال للرجل المجيد انتهى ذرة قوله لله ذر ربه أي صاحبه وهو السيد محمد بن السيد حسام الدين بن السيد علي وهو صاحب كتاب الرمود اختفر في جامع اللغة صحاح الجوهري وزاد عليه من المغرب والفائق وقانون الأدب والتكملة والتهديب والمجمل ومقدمة الزمخشري وكتاب السيبويه وغيرها انتهى بذاتت غريبة في الوضع يعشقها كل رقيق الطبع يشربها القلب بكأس السمع فينتشي منها بغير خمر قوله فينتشي أي ذكر يقال انتشى أي ذكر ورجل النشوان بيّن النشوة بالفك والكثر فائدة قال التعالبي النشوة أول السكر والنهل أول الشرب والوقف أول الشيء والنعاث أول النوم والحافرة أول الأمر وهي من قوله تعالى أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ في الحافرة أي في أول أمرنا ويقال في المثل النقد في الحافرة أي عند أول كلمة والفرف أول الغرات وفي الخبر أنا فرفكم على الحوض أي أولكم والزفير أول صوت الحمار والشهيق آخره عن الفراء والنقبة أول ما يظهر من الجرب والعلقة أول ثوب يتخذ للصبي والاهتلال أول صياح الولد إذا ولد والنبط أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفرت والرس والرسيس أول ما يأخذ من الحمة والفرع أول ما تنتجه الناقة انتهى فائدة أخرى في ترتيب السكر إذا شرب الإنسان فهو نشوان وإذا دب فيه الشراب فهو سمل فإذا بلغ الحد الذي يوجب الحد فهو سكران فإذا جاد امتلاء فهو سكران طافح فإذا كان لا يتماسك ولا يتمالك فهو ملتخ فإذا كان لا يعقل شيئا من أمره ولا ينفق لسانه قيل سكران بات انتهى تعالي مثالثا أقرب من مثاني حصنتها بسورة المثاني من عين كل حاسد وشاني يعيبها مع أنه لم يدري ولم أقل محفوظة من الغلق وأي شخص في الورى ما ساء قط ومن له في فعله الحسنى فقط سوى جميع الأنبياء الطهري مع أن عذري عدم الطلاع وضعف ذهني وقصور باعي وقد دعتني سيما دواعي يشيب منها الطفل قبل العشر حيث سميري في الدجا بالبالي وليس ثوب كبري بالبالي والصف لم يمر لي بالبالي فالصفح عن الزلات وقبل عذري قوله حيث سميري أي من أتامره وأحادثه في الليل بالبالي أي وسواس صبري ويجمع على بلابه انتهت المقدمة باب الألف وفيه إحدى وخمسون كلمة أجمة الحلفة هي الأباء والامتناء من كذا إباء والغثيان يا أخي أباء وهو كراهة الطعام فدري قوله أجمة الحلفة ومن ذلك قول كعب بن مالك من سره ضرب يرعبل بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق قوله أباء يقولون للمريض إذا أبى الأكل ما هذا الأباء بضم الهمزة ينزلونه منجلة الأدواء أي الأمراض كالبوال والهيام ونحوهما انتهى بالرطب الاغتنى عن الماء أبلو ثم الجمال إبل وإبلو وقسس عند النصارى أبلو جمع أبيل لعظيم القدر قوله بالرطب متعلق بالاغتناء أي الاكتفاء بأكل العشب الذي فيه رطوبة عن شرب الماء يسمى أبلا بفتح الهمزة قوله لعظيم القدر أي من قسيس ونحوه قال عمر بن عبد الجن وما قدس الرهبان في كل بيعة أبيل الأبيلين المسيح ابن مريمة انتهى وخامة من الطعام أبله ولعداوة يقال إبله وعاهة بالجسم تدعى أبله وحاجة أيضا فكن ذا خبري وسمة خب من بعير أثرة بالشيء الاستيثار ثلث إثرة والجذب والحال القبيح أثرة وجوهر السيف دعوا بالأثر قوله وسمة خب أي الفعلة الواحدة من قولك أثرت البعير إذا وسمت باطن خبه بسمة يعرف بها إثره وسم تلك الشمة أثرة في الأرض تأثير بمشي أثره مع سيرة الميت ثم الإثره جمع لإثاث وأم الأثره سمات أخفاف دمار تسري سيرند سيرند سيف وبضم أثره غلافة السمي فتلك أثره وهي ورونق المحي أثره أثر جرح بعد برء فدري قوله الأثر بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة في رمج السيف أي جوهره قال ساعدة ابن حوبة الهزل يصف سيفا ترى أثره في جانبيه كأنه مدارج شبثان لهن هميم أي دبيب شبثان جمع شبث دويدة كثيرة الأرجل والفتح عن الأصمعي وغيره يرويه بالضم انتهى المجد عندهم هو الأثال جمعا لإثلة أتى إثال والإثلة الأصل وجل أثال إثنفة أو جبل من فخر وعد شيء منك إثما أثم والخمر أو مطلق ذنب إثم جمع أثوم أو أثيم أثم ثم الأثام لجزاء الوزر تهيج شر بين قوم أجل قطيع وحش أو مهن فإجل ووجع في عنق والأجل جمع أجيل أي أخير فدري قوله تهيج شر يقال أجل عليهم الشر يأجله من باب ضربة إذا أثاره قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية وقال خوات بن جبير وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله قوله ووجع في عنق ذكره الفراء وحكى عن أبي الجراح العقلي أنه قال بي إجل فآجلوني أي داوني وقوله أي أخير وهو الشيء المتأخر عن وقته ومثله الآجل وهو ضد العاجل انتعر ومرة الأخذ تسمى أخذة وحفرة كالحوض تلك إخذة والسحر في منع النكاح أخذة خرزة تمنع حب الغير قوله أخذ بالفتح تناول الشيء والهلاك ومنه قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة انتهى تناول الشيء هلاك أخذ والوجه في المسير ذاك إخذ وجاء جمع إخذة والأخذ جمع إخاذ ففر كالبئر قوله ففر بالجر بدل من إخاذ أي ففر يجتمع فيها الماء قال الأخطن فظل مرتبيا والأخذ قد حميت وظن أن سبيل الماء متمول ورمد وجنة العيس أخذ وحفر مثل الحياض فالإخذ ومنع بعلم من نكاح فأخذ بالسحر للسيب أو للبكر وقوة بالحركات أد داهية فضيع أمر إد أبو قبيلة فذاك أد والأد بالفتح هو اسم الهدر قوله الأد بالحركات الثلاث فوق الهمثة القوة وبالفتح فقط الهدر في القول والأد بالكثر الداهية وفضيع الأمر ومنه لقد جئتم شيئا إدا والأد بالضم أبو قبيلة وهو أد بن طابخة جد ثمين انتهى حمل المشقات فهذاك الأدد ثم الدواهي فسروها بالإدد جمعا لإدد بكثر وأدد جد يعد في الجدود الطهري قوله الأدد بفتح الهمزة حمل المشقف كاللدد ومنه حديث علي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ماذا لقيت بعدك من اللدد والأدد فقال ادعو الله تعالى أن يريحك منهم ويروى الإدد بكثر الهمزة واحدها إدد وهي الداهية قوله وأدد على مثال عمر هو جد معد بن عدنان انتهى وضربك الأذن فذاك أذن إباحة الشيء وعلم إذن وسامع لكل قول أذن تسكين ذاله كضم يجري قوله الإذن بالكثر الإباحة يقال أذنت لفلان بكذا أي أبحته له والإذن أيضا العلم يقال فعل ذلك بإذن أي بعلمي قوله وسامع لكل قول ومنه قوله تعالى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم انتهى ومرة العقد الوسيق أربة وحاجة تحتاجها فإربة وعقدة ليست تحل أربة بجذب طرفها في ذاك عمري قوله وحاجة تحتاجها فإربة يقال أرب الرجل بكثر الرأي إذا احتاج قال الله تعالى غير أولي الإربة قوله بجذب طرفها متعلق بليست تحل فإن حلت فهي أنشوطة انتهى وحاجة سقوط أعضاء أرب حجق كذا وجمع إربة إرب وأربة بالضم جمعها أرب لعقدة إن جذبت لم تجري إذا ضربت العدوى قيل أربة وإن مهرت قيل فيك أربة وربما قالوا فلان أربة فار أريبا ماهرا ذا خبري قوله إذا ضربت العدوى ويسمى العدو إربا بكثر الهمزة وسكون الراء وجمعه آرام قوله وإن مهرت أي حذقت ومنه قول قيس بن الخطيم فاربت بدفع الحرب لما رأيتها على الدفع لا تزداد غير تقاربي انتهى وموضع واليوم أربعاء جداول للماء أربعاء تربع القاعد أربعاء أيضا عمود لبيوت الشعر قوله وموضع واليوم إلى آخره غير أن اليوم أي المعروف من أيام الأسبوع فيه الفتح والكثر والأربعاء بالفتح خاصة اسم موضع قال سحيم بن وسيل الرياحي ألم ترنا بالأربعاء وخيلنا غدا تدعانا قعنب والكياهل ويروى الأربعاء بضم الهمزة والباء والأربعاء بكثر الباء إلى غير الجداول التي يثقى بها الزرع واحدها ربيع والأربعاء بضم الباء عمود من أعمدة الخباء وحكى اللحياني قعد فلان الأربعاء بفتح الهمزة وضم الباء والأربعاء بضمهما مع المد والأربعاء بضمهما مع ألف مقصورة ومعناه قعد متربعا انتهى إضرام نار باشتعال أرث والأصل والميراث كل كرث جمع إراس أي وقود أرث والأرث رقط اللون أيضا تدري قوله والميراث أي في الحسب والمال وقال ابن الأعربي الورث في المال والإرث في الحسب وقوله الأرث رقط اللون جمع النعجة الأرثاء والكتيبة الأرثاء انتهى ضعف وقوة وظهر أزر والأصل والإزار كل إزر لمعقد الإزار قيل أزر كذا الإزار واحد من أزر ضيق وشدة وحبث أزل داهية أو كذب فأزل وأزل والجمع منه أزل أي قدم بالكفر فحفظ تسري قوله وشدة أي في العيش قال زهير وإن أسد المال الجماعات والأزل ويقال أزل القوم أموالهم إذا حبثوها عن المرعة وأزلت الفرس قصرت حبله وضيقت عليه انتهى قوله أو كذب يعني أن الإزل بكسر الهمزة يطلق على الكذب حكاه ابن الأعربي وأنشد لابن داية يقولون إزل حب ليلى وودها وقد كذبوا ما في مودتها إزلوا انتهى وسلح نحل زجرشات أسو أصل البنا بالحركات إسو وإن يقل إلى الأفاعي أسو يخطعن منها وأكثن الأثر واحدة الأسوي لفض أسوة هيئته يقال فيها إسوة والقدوة اسمها لديهم أسوة والكثر في هذا الأخير يجري والحزن والدواء سموه أسا وإسوة أي قدوة جاء إسا جمعا لها وإن تشأ فقل أسا هيئات أسو قد أتت بالكسر قوله أسى الأسى بالفتح الحزن وهو مصدر أسيت على الشيء وأيضا الدواء يفتح أوله فيقصر ويقصر فيمد قال الأعشى عنده الحزم والتقى وأسى الصدع وحمل لمعظم الأتقال والإسى والأسى بالكثر والدم جمع إسوة وأسوة وهي القدوة قال الشاعر لإن مالك خلى علي مكانه لفي أسوة إن كنت باغية الأسى والإسى بالكثر خاصة جمع إسوة وهي هيئة الأسو وهو الطب وجمع سور بلد أسوار وفي السوار لغة إسوار وفيه أيضا قد أتى أسوار والفارس الرامي وجى بالكثر قوله وجى بالكثر أي الإسوار بمعنى رام النبل من القوت وقد روي بالوجهين قول الخنساء كأنه تحت طي البرد أسوار انتهى عطف وعقد ثم حدث أسر وحلف وتقب أذن إسر وثقل عهد وذنب أسر بالحركة فوق همز تجري قوله وثقل عهد مع طفان على حلف فهما بالكثر وقوله وذنب مبتدأ وأسر بالضم خبر انتهى إن وثبت أصلة قيل أصل أي حية أو خبت الماء أصل أو أرى أصل الشيء قل فيه أصل وأصل الرأي لحزم الأمر قوله أي حية بيان للأصلة وهي حية صغيرة تشبه الرئة تسب على الإنسان إذا لقيته قال الراجد وكشة الأسعى ونفخ الأصلة وقيل أصل الماء بكثر الصاد إذا تغير ريقه وخبت طعمه من الحمأة ويقال أصل الرأي أو العقل أو أصل الرأي أو العقل بكثر الصاد إذا جاد وأصل الشيء تبت أصله ورتخ انتهى عطفة مهر أو قناة أطرة وهيئة العطف لذاك إطرة واللحم حول الظفر فهو أطرة دم رماد جبر كثر القدر قوله دم إلى آخره في نسخة بدله والدم والرماد فوق الكثر قوله دم رماد أي ودم ورماد يعجنان وتجبر بهم القدر المكسورة فقوله جبر بالفتحي مفعول لأجله أي لأجل جبر إلى آخره قال الراجل قد أصلحت تبرا لها بأطرة انتهى وثق وذن بل وظفر أفو والحين والأوان ذاك إفو وفي تقدر يقال أفو وأفة بالضم كل مر قوله وثق وذن بل وظفر أي بل ووسق ظفر لكن ذكر التعالبي في فقه اللغة في صف ما يتولد في البدن من الفضور والأوساخ أن الوسق إذا كان في الأذن فهو أفن فإذا كان في الأوطار فهو تفن ثم قال فإذا كان في الرأس فهو حزاز وهبرية وإبرية فإذا كان في سائر البدن فهو درن فإذا كان في العين فهو رمض فإذا كان في الأنف فهو غمض فإذا كان في الأنف فهو مخاط فإذا كان في الأسنان فهو حفر لفتح التاء وسكونها فإذا كان في الشدقين عند الغضب وكثرة الكلام كالزبدي فهو جبب انتعب للصرط والمنع يقال أفكو وكل باطل وزور افكو وجاء جمعا لأفوك افكو ذي كذب في قوله وزوري قوله للصرط أي عن الأمر يقال أفكته بفتح التاء إذا صرفته عن أمر يريده وقلبت رأيه قال عروة بن أزينة انتقوا عن أحسن الصنيعة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا انتهى ومرة الأكل تسمى أكله وجرب في الجسم يدعى إكله ولقمة واحدة فأكله ومن ينم وأتى بالكسر فآكل الأسنان سموه الأكل وإكلة أعنيت ميمة إكل جمع لها وقد يضمى والأكل لأكلة أي لقمة في الثغر قوله وقد يضمى أي أكلة المفرد وأكل الجمع قوله أكل لأكلة أي جمع لأكلة بضم الهمزة انتهى وكل ما يأكل فالأكل والأكل مع غيرك فالإكل وحكة في جسد أكل وأنت ذو أكل وحظ وقري قوله فالأكل هو مفطر أكلت الرجل بمد الهمزة إذا أكلت معه قوله ذو أكل بضم الهمزة أي حظ فالعب للتفسير انتهى سفاء لون والصراخ ألو والعهد والذمة فهو إلو وأول من كل شيء ألو أما الأليل فأنين الضر قوله والذمة ومنه قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا جمة قوله هو أول من كل شيء ألو ومن ذلك ما أنشد أبو بكر بن دوريد لمن زحلوقة زلو بها العينان تنهلو ينادي الآخر الألو ألا حلو ألا حلو هو القبر الذي فيه جثوم الناس تحتلو انتهى ورفع صوت بالدعاء ألة وحربة وطعنة والإلة قرابة كالإلة ثم الألة راعية ترعى بعيدا فدري قوله وحربة قال الراجل إن تقبل اليوم فما بيعلة هذا سلاح كامل وألة وقوله وطعنة أي بالحربة انتهى للرزء فوت امرأة هو الألل وصفحة السكين أيضا والإلة هي القرابات وقد جاء ألل جمعا لألة مضت في شعري أداة الاستفتاح والعرض ألا واسم لنعمة كما أتى إلى وألوة وهي اليمين فألى جمع لها وكالذين يجري قوله واسم لنعمة إلى آخره يعني أن الإله بالفتح والكفر النعمة والجمع آلاء ومنه فبأي آلاء ربكما تكذبان وعلى هذا تأول قوم من المعتزلة قوله تعالى إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة أي منتظرة النعمة ربها قوله وكالذين أيثم موصول انتهى في قصر الشيء يقال ألا وجاء الاستثناء بلفظ إلا وجاء في محل أولى أولى لكنها ضرورة في الشعر قوله في قصر بتشديد الصاد ومن ذلك قول الربيع بن ضبع فإن كنائني لنساء صدق وما ألا بني ولا أساء وقوله لكنها ضرورة في الشعر أي لا لغة وقيل لغة نادرة فمن ذلك قول الراجد ما بين ألاك إلى ألاك انتهى وشجر مر هو الألاء جمع آلات ثم والإلاء جمع لألية حوتها الشاء وبأولئي شر لجمع تسر قوله الألاء بفتح الهمزة شجر مرض الطعن حسن المنظر واحدته آلات قال الشاعر كأنكم ومدحكم بجيرا أبالجا كمن تبح الألاء يراه الناس أخضر من بعيد وتمنعه المرارة والعناء والإلاء جمع ألية وهي لحمة العجل وأولاء بضم الهمزة مبنيا على الكسر اسم يشار به إلى الجماعة المذكر والمؤمنت قال جرير ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأقوام عشر مئين في الحساب ألف وألفة كذل أليف ألف وقد أتى جمع ألوف ألف شديد ألفة وحب فدري قوله وألفة أي مودة فهو مصدر ألفته ألفا وألفة قال الشاعر زعمتم أن إخوتكم قريش لهم ألف وليس لكم إلاك انتهى حادثة وضد نهي أمر والعجب الشديد كل أمر جمع أمور تضحوك أمر هذا ومعناه كثير الأمر قوله والعجب بفتح العين وهو ما يتعجب منه قال الله تعالى لقد جئت شيئا إمرا قوله جمع أمور بفتح الهمتة كضحوك أمر بضمها مع سكون المين للسفة وأصله بضمتين قال طرفه قبل أحلامهم عن جارهم رحب الأزرع للخير أمر انتهى يقال في غدا أميرا أمر وكثر معنا أتى لأميرا وفي تعجب يقال أمرا في العجب من إمرته فاستدري قوله وكثر أي الشيء بضم التاء فعلا لازما هو معنى أمر بكثر المين وأما أمر بفتح المين فهو بمعنى غدا أميرا أو ضد نهى أو بمعنى أكثر الشيء يقال أمرت الشيء وأمرته إذا كثرته قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها أي أكثرنا عددهم انتهى والقصد والشج برأس أم ولغة في الأم جاء الأم وقيل أصف كل شيء أم فانظر إلى أم القرى والثقر قوله والقصد قيل رأى إنسان سهل بن عمر مارا فقال له أين أمك يريد أين قصدك فظن أنه يسأله عن أمه فقال ذهب التطح فقال أتاء سمعا فأتاء جابة والجابة اسم مصدر والمصدر الإجابة قوله واشج برأس أم واسم الحجر الذي يشج أميمه وجمعه أمائم قال الفرزق كأن رؤوس الناس إذ سمعوا بها مشدخة هاماتها بالأمائم قولها فانظر تفريع على قوله أصل كل شيء أمه وقوله واستقري أي تتبع فأم القرى مكة وأم الكتاب الفاتحة أو اللوف المحفوظ وأم الربح الراية قوله والشج بالرأس سائدة في ترتيب الشجاج إذا قشرت الشجة جلد البشرة فهي القاشرة فإذا بضعت اللحمة ولم تسل الدم فهي الباضعة فإن أسالته فهي الدامية فإذا عملت في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة فإذا بقي بينها وبين العظم جلد الرقيق فهي السمحا فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة فإذا كسرته فهي الهاشمة فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة فإذا بلغت أم الرأس فهي آمة فإذا لم يبق بينها وبين الدماغ إلا جلد الرقيق فهي دامغة فإن وصلت جوفه فهي جائفة انتهى قوله وشجة بالرأس تدعى أمة ولعمة والاعتمام إمة جماعة الناس وحين أمة والرجل الحاوي خصال الخير قوله وشجة بالرأس إلى آخره هي مصر من قولهم أمه يا أمه إذا شجه واسم الشجة أمة مندودة ومأمومة ولا غاية بعدها قال الشاعر اليشكري فأمه أمه عنهم واحد الذي يقوم مقام الجماعة أو الرجل الحاوي خصال الخير قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة وقال عليه الصلاة والسلام في قصة ابن ساعدة إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده انتهى أما اليسير والقريب فالأمم والقص ثم جمع إمة إمم أي نعمة وجمع أمة أمم وقد مضت قريبة في الذكر قولوه أي نعمة ومن ذلك قول عبيد من الزيد ثم بعد النعيم والملك والإمة وارتهم هناك القبور انتهى بضد خوف فسر الأمان مؤتمن مؤتمن أمين وناقة حاذقة أمون مأمونة في نشيها من عفره قولوه مؤتمن إلى عفره يعني أن الأمين يطلق على المؤتمن بكفر الميم وعلى المؤتمن بسكهها وعلى المكسور أنشد ابن الأعرابي ذريني إنها إبلي وإني بها لولا محافظتي ضنين إذا خفت أنقف حجرتيها بكثل لم يخم فيه الأمين قال الأمين هنا الذي اتمنك وقوله مأمونة بيان لحاذقة ومن ذلك قول النابغة قال يا بعد لأي الحقتين بأولى القوم دعلبة أمون انتهى ومفتر أي كالأنين أن وقيل في الأوان أيضا إن بالكفر والفتح وأما أن فإنه قلامة للظفر وتارك الدنيا هو الأواب ومفتر لأواب الإواب وجمع آيب أتى أواب وشددوا إيابهم في العشر قوله ومفتر لأواب بتشديد الواب يؤوب الإواب بكثر الهندة كما قالوا الحمال مفتر حمل يحمل وفحت الواب مع انكتار ما قبلها لقوتها بالإضغام وقوله وشددوا إلى آخره أي شدد بعض القراء الياء من قوله تعالى إن إلينا إيابهم وهذه القراءة تحتمل تأويلين أحدهما أن يكون فعالا وأصفه إوابا كما ذكرنا غير أنه لم يعتد بالواو الأولى حاجزا لثكونها والساكن حاجز ضعيف فأبدل من الواو الثانية ياء لانكتار الهمزة فصار إيوابا ثم قربت الواو الأولى ياء أيضا لاجتماع ياء وواو والسكون إحداهما الوجه الثاني أن يكون وزنه في عالا فيكون وزنه إيوابا فاعتلى كما اعتلى سيد وميت والفعل منه على هذا أيض وأصفه أيض ثم اعتلى كما ذكرنا والوجه الأول أقيت لأنهم قالوا في المصدر التأويل انتعى والذكر القضيب فهو أيرو نحافة الفدة قطم إيرو ريح الصبى يقال فيها أورو ثم الإيار يا أسف مفقر قوله القضيب بدل من الذكر خوفا من أن يتوهم أن المراد بالذكر ضد الأنثى وقوله ريح الصبى أي ريح الشمال يقال فيها أورو قال الشاعر مطاعم أي سار إذا الأورو هبتي ويروى إذا الإيرو وإذا الهيرو انتهى وحية ومفطر أن الأين وحينك الحاضر فهو الإين جمع إيوان أي بكثر أون لصفة موصوفة بالكبر انتهى باب الألف باب الباب وفيه ثلاث وثلاثون كلمة شدة حرب والعذاب بأس ولبأيس أي شديد بأس وشدة حاجة فهي بأس وجاء هذا يا فتى بالكثر تقاعد الشخص بأرض بتع أما نبيذ عسل فبتع وجاز فيه الفتح ثم بتع جمع لأبتع شديد الأزر قوله نبيذ عسل إلى آخر فائدة في تقسيم أجناس الخمر الصهباء من العنب السكر من التمر النبيذ من الزبيب البتع من العسل من العسل السكركة المزر من الزرة الفضيخ من البسر انتهى سعالدي ونفض شق البداد البدو والمثل فيه كالبديد البدو جمع أبد ذي انتراج بدو لا تقسيم الوضه الثاني من الشريط الأول من كتاب مثلثات العرب فكمة باب الباء وضرب قصار سيابا بذر وواحد الأبزار وفتح بذر وجمع بذراء بمد بذر كثيرة الأولاد مثل البذر قوله البذر بفتح الباء ضرب القصار التوبى عند القصارة ويقال للخشبة التي يضرب بها المبذرة والبيزارة والبذر بالكثر والفتح أحد أبزار القدر والبذر بالضم جمع البذراء من النساء وهي كثيرة الولد انتهى وسعة الأرض هي البساط وكل ما يبسط فالبساط وجمع بسط قد أتى بساط لناقة معبنها في البر وسعة وضد قبض بست وناقة معبنها فبست وجمع هذه وبساط بست وهو الذي يفرش أيك الحفر قوله بسط البست بفتح الباء ضد القبض ومصدر بسط الله الرزق والسعه وبالكثر الناقة المتروقة مع ولدها لا تمنع وجمعها بسط بضم الباء والسكون السين وأبساط وبساط والبسط أيضا بالضم جمع بساط بضم الباء وهو ما بسط على الأرض انتهى القشر والكشف فذاك بشر ثم طلاقة المحيا بشر جمع بشير قد أتاك بشر واستعمل بشر بغير الخير قوله البشر بفتح الباء مصدر بشرت الجلد إذا قشرته ومصدر بشرت الحرف من الكتاب إذا كشرته والبشر بالكثر طلاقة الوجه يقال بشرته ببشر حسن والبشر بالضم جمع بشير وأصه الضم ثم خفف قرأ بعض القراء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال الأبيرد اليربوعي ولم تأتنا يوما بأخباره البشر قوله واستعملوا بشرا أي وما تصرف منها في غير الخير أي في غير الأخبار بالخير فاستعملوها أيضا في الإخبار بالشر قال تعالى تبشرهم بعذاب أليم والعلة فيه أن البشرا والبشارة إنما سميت بذلك الاستدانة تأثيرها في بشرة وجه من بشر بها وقد تتغير بشرة الوجه بالمساءة بالمكروه كما تتغير عند المسرة بالمحبوب إلا أنه إذا أطلق لفظها يقع على الخير نحو لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما أن النذارة تكون عند إطلاق لطبيها في الشر ونظيرها وعد تستعمل عند الإطلاق في الخير كقولهم في الشجر المورق شجر واعد أن يعيد بالثمار وتستعمل مقيدة في الشر نحو النار وعدها الله الذين كفروا انتهى ضم أديم لأديم بصر ثم يخاطى بعد ذا والبصر نوع من الأحجار أما البصر فغله الشيء كنحو الخفر قوله بصر البصر بفتح الباء وسكون الصاد ضم أديم إلى أديم آخر ثم يخاطان كما يفعل بالثوب والبصر بالكفر حجارة بيض الرخوة فإذا جدت عليها تاء التأنيف فتحته قال ذرمه تداعين باسم الشيء في متتلم جوانبه من بصرة وسلامه قال العباس بن مردان إن كان جلمود بصر لا أؤبسه أوقد عليه فأحميه فينصدعه والبصر بالضم غلظ كل شيء وجمعه أبصار انتهى الجمع والخرق الصغير بصع والجزء من ليل فذاك بصع وأبصع والجمع فيه بصع لأحمق يفعل ما لا يدري شق وري وجماع بضع ما بين واحد وعشر بضع جمع بضيع ونتاح بضع لم أعني بالبضيع غير البحر قوله بضع بفتح الباء هو الشق ومنه قيل للشجة التي تشق اللحم شقا خفيفا ضاضعة والبضع والبضوع الري من الماء والبضع مصدر بضعت المرأة إذا باشرتها وأكثر ما يقال بضعتها والبضع بالكسر والفتح ما بين واحد إلى خمسة في قول أبي عبيدة وقال غيره وجرى عليه الناظم ما بين واحد إلى عشرة وهو الصحيح لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام فلدفت السجن بضع سنين وكانت سبعا فيما ذكره المفسرون والبضع بالضم النكاح والبضع جمع بضيع وهو البحر انتهى ما بين الشفري فرج أنثى بضر وهدر القول فذاك بضر وجمع بضراء النساء بضر أو أبضر ذي قلفة بالذكر أرض بعثان اسمها بعال ولعب مع زوجة بعال أو النكاح ثم والبعال لجبل مرتفع من فخر قبيلة فتى الجمال بكر وأول من كل شيء بكر وجاء جمعا لبكور بكر أعني به مبادرا في الأمر قوله فتى الجمال بكر قال التعالبي البكر بمنزلة الفتى والقلوف بمنزلة الجارية والجمل بمنزلة الرجل والناقة بمنزلة المرأة والبعير بمنزلة الإنسان وقوله بكر بفتح الباء وسكون الكاف قبيلة من قبائل العرب وهي أخت تغرب قال جرير بن الخطى يقاطب الأخطل أتغضب أن تعز الناس بكرا وبيت العز في بكر تليد والبكر أيضا الفتى من الإبل وجمعه بكارة قال امرؤ القيث يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال وبكر كل شيء بكسر الباء أوله والبكر بضم الباء جمع بكور بفتحها وهو المبادر وأصله بكر بضمتين ثم خفت انتهى وشجر من سنديان بلخ ومتكبر أو استح بلخ جمع بليخ اسم نهر بلخ والبلخاء الحمقاء فبره في احدى البلاد بلد أو بلدة بالأرض هيئة اللصوق بلدة نقاء بين الحاجبين بلدة نقاء ما بينهما من شعره لبالغ الأمر يقال بلغ وقيل أيضا للتمام بلغ مستر بلغ الكلام بلغ فارب لي غنزا معان غر الغنس في الماء والزهاب البل ثم المباح والشفاء البل جمع أبل أي لئيم بل أو من غدى ذا منعة وقهر قولوه البل بسطح الباء مصدر بللت الشيء في الماء ونحوه ومصدر بل الشيء إذا ذهب قال كثير وكان لها باغ سوايا فبلتي وأما البل بكثر الباء فهو المباح بلغة حمير واختلت الناس في معنى في معنى قول عبد المطلب في زمزم وهي لشارب حل وبل قال الأصمعي مباح وقال قول بل إتباع لحل كما قيل حسن بثا وشيطان الليثان وقال قوم بل شفاء من قولهم بل من مرضه وأبل واستبل إذا برئ وأما البل بالضم فجمع أبل وهو الرجل اللئيم أو الممتنع ممن يريده انتهى ثم الغنى من بعد فقر بل والريح مع غيث كذا والبل أثر غيث صحة والبل بقية العشب الطري النظري وصلة لرحم بلالي وما يبل السم بالبلالي سم بلالة على بلالي تجمع أي رطوبة المن نزري قولوه بلالي بفتح البائع على مثل حزاني وقطاني اسم لصلة الرحم من قولهم بل رحمه قالت ليلة الأخيالية فلا والله يبن أبي عقيل سبلك بعدها عندي بلالي والبلال بالكثر ما يبل السم من الماء قال الأخفل وابن المراغة حابس أعياره مرمى القصية فيما يذقن بلاله والبلال بضم الباء جمع بلاله بضمها وهي عقوبة الماء القليل قال الشاعر بلغنا نفيسي واركشفنا بلالتي وفلينني جمر الأسى المتضرمي انتهى أصابع أطرافها البنان وبنة وجمعها بنان رائحة الأشياء والبنان هي الرياض كللة بالزهر قوله البنان بالفتح الأصابع أو أطرافها وبالكثر جمع بنة كجنان جمع جنة وهي الرائحة طيبة كانت أو كريها قال الشاعر وعالت بنان المسك حسا مرجلا على مثل بدر لاحة الظلمات انتهى نور نبات أصفر بهار مساخرات عندهم بهار ثلاثمائة رطل البهار كذا متاع البيت حتى الحفر قوله بهار هو بالفتح نبت له نور أصفر وبالكثر المفاخرة من قولهم باهرني تبهرته انتهى كساد سوق واختبار دور وحفرة تنبع ماء بير ورجل بور وقوم بور أي ذو ضلال موجب للخسر قوله ورجل بور إلى آخره يعني أن البورى يوثق به المفرد والجمع يقال رجل بور أي ذو ضلال وقول بور أي ضلال قال الله تعالى وكنتم قوما بورا وقال عبد الله السهيني برسول المليك إن لثاني راتق ما فتقت إذ أنا بوره انتهى الشرط الفرش المكان بيته والقبر والكعبة ثم البيت اسم إلى القوتي وأما البوت فشجر أشبه بالزعرور واسم مكان فيه تبر بيش بالهند نبت وهو ثم بيش قبيلة لها يقال بوش والفتق في هذا الأخير يجري ظرف ووصل وفراق بين والأرض قدر مجد ظرف دين جمع بوان أو بوان بون وهو عمود صدر بيت الشعر قوله ظرف وهو مسافة ما بين الشيئين منه ليت بيني وبينك بعد المشرقين وقوله ووصل وفراق أي فهو من الأضباد ومن استعماله في الوصل قوله تعالى لقد تقطع بينكم في قراءة من رفعه وبه فسر قول قوات بن جبير الأنصاري وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله وقوله والأرض إلى آخره يعني أن البين بالكثرة قطعة من الأرض قدر مج البصر قال ابن مقبل بسرو حمير أبوال البغال به أن تسبيت وهنا ذلك البينة انتهى انتهى بعض الباء ثاب التاء وفيه ثمان كلمات الكفر والهلاك كل تبرو وذهب من قبل سبك تبرو وجمع تبراء بمد تبرو لناقة صفراء مثل التبر والعلف من تبن فهذا تبن وقدح ضخم كبير تبن جمع تبانة بفتح تبن لفتنة الذهن وحسن الفكر وضع تراب فوق فتك تربو ضرب ترائب كذا والترب مثل كسنا والتراب الترب ترائب الشخص عظام الصدر ومفطر لترب الشيء الترب وجمع ترب الشخص في العمر الترب وجمع تربة بضمن الترب أي قطعة من التراب فدري قولوه الترب بفتح التاء مع تحريك الراء مفطر تربت يداه إذا خسرت وترب الرجل إذا استقر وترب الشيء إذا سقطت التراب وفي حديث علي رضي الله عنه لئن وليت بني أمية لأنفضنهم نفض القصار الوزام التربة والوزام جمع وزامه وهي الحزة من الكرش فإذا سقطت في التراب احتاجت إلى نط شديد وهذا الحديث مما حرفه أهل الحديث فرووه التراب الوزمة والترب بالكسر المساوي في العمر وجمعه ترب بكسر التاء والترب بضم التاء جمع تربه بالضم وهي القطعة من التراب انتهى كونك تافعا لقوم تسع أخذك تسعا مثله والتسع من جملة الأعداد ثم التسع جزء من التسعة مثل العشر لضجة ورفعة كل ثلة وضجعة من فسل ستلة بقية الدين تسمى تلة وتلة أي حاجة بالكسر قولوه تلة التلة بالضم بقية الدين على رأي أبي عمر المطرزي والمعروف تلاوة وتلية انتهى وصول غائبا لأهل تم والساس لا تخفى عليك تم مرادف التمام جاء التم بالضم أو بالفتح أو بالكسر غلبة العشق الشديد تيمة والشاة فوق الأربعين تيمة لؤنئة والقرط أيضا تومة وبيضة النعام غاذ الجمر قولوه تيمة التيمة بفتح التاء غلبة العشق على القلب حتى يصيره كالعبد لمحبوبه يقال تامه يثيمه ومنه قيل رجل متيم كما يقال معبد ومنه تيم اللات أي عبد اللات واللات صنم كان يعبد في الجاهلية والتيمة بالكسر أشات الزائدة على الأربعين أو التي يربيه الرجل في منزله ليأكلها ومنه الحديث التيمة بصاحبها ويقال أتأم الرجل إذا زبحها والتومة بالضم القرط أو اللعلؤة وجمعه توم قال بالرمة وجه كأن الندى والشمس مرفعه إذا توقّد في أثنانه التوم انتهى انتهى باب التاء باب التاء وفيه أربع عشرة كلمة الصبر في الحرب هو الثبات سير لشد الرحل فالثبات والداء إن يشتد فالثبات يعجز عن تحرك من ضر كبيرة العجيزة الثقال من كرهت صحبته امتقال وفي ثقيل لغة ثقال مثل خفاف في خفيف يجري قوله الثقال بفتح الثاء المرأة العظيمة الكفل الثقيلة في التصرح قال الراعي ثقال إذا راد النساء خريدة فناع فقد صادت لدي الغوانية واستقال بالكفر الأشياء الرزينة ومن تكره صحبتهم من الناس قال الشاعر شمئت ثقال الناس في كل مجلس فيارب لا تغفر لكل ثقيل انتهى باليد روزك الثقيل ثقل واسم إلى الحمل الثقيل ثقل جمع ثقيل كخبير ثقل والثاقل الكامل وزنا فدري قل إن بدى حمل فتاة ثقلة أو أخذ المتاع سفر ثقلت أو غدت الأشياء ثقالا ثقلت ضد لخفت يا صريد العصر ذكر مثالب عيوب ثلب كل بعير هرم فثلب جمع ثلوب يا نبيه ثلب لكل شخص خامل في الذكر كولك ثالث الرجال ثلث والولد الثالث فهو ثلث والجزء من ثلاثة فثلث كذا ثليث يا وحيد الزهر والصوف والضأم الكثير ثلة هلكة تدعى لديهم ثلة جماعة الناس تسمى ثلة والفتح في تراب قعر البئر قوله ثلة الثلة بفتح الثاء الصوف يقال كثاء جيد الثلة ولا يقال للشعر ولا للوبر ثلة فإذا خلط معهم الصوف سمي جميع ذلك ثلة والثلة أيضا لا أنا الزقل أنا الزقل لا أقبطي لا أقبطي وأما الثلة بالكثر فالهلكة عن المطرز وبالضم الجماعة من الناس انتهى ثم الهلاك عندهم هو الثلال وجمع ثلة بكثر الثلال وقد مضت وجمع ثلة ثلال بالضم قد بينتها في شعري ومرت السكر تسمى ثملة هيئته يقال فيها ثملة وما تبقى في الإناء ثملة من ماء إلا من خصوص الخمر أخذك ثمن ما لقوم ثمن أو أن تكون ثامنا والثمن إضماء عيث شبعة والثمن جزء ثمان في الحساب يجري قوله ثمن الثمن بفتح الثاء مصدر ثمن استمنت القوم إذا أخذت ثمن أموالهم وكذا إذا كنت لهم ثامنا ليختلف المضارع منهما فيقال في الأول أثمن بالضم وفي الثاني أثمن بالكثر والثمن بالكثر من إضماء الإبل وهو إضماءها سبعة أيام وورودها في الثامن ومن اللغويين من ينكره والثمن بالضم جزء من ثمانية انتهى المدح لا غير هو الثناء وللعقال اسم هو الثناء واعدل عن اثنين وقل ثناء ثم المثاني آي أم الذكر قوله المدح لا غير أي لا غيره وهو رد على من يقول إنه يستعمل في الزمن واحتج بقول الشاعر أثني علي بما علمت فإنني أثني عليك بمثل ريح الجوربي وهذا لا حجة في لأنه يحتمل أنه أراد أني أقيم لك الزم مقام الثناء كما قال تعالى تبشرهم بعذاب أليم والعذاب ليس ببشارة وإنما المعنى أقيم لهم الإنذار بالعذاب مقام البشارة والثناء بالكثر عقال البعير حتىه صاحب كتاب العين وأكثر اللغويين ينكرون ذلك ويقولون إنما يقولون عقلت البعير بثنايين غير مهنون ولو كان الثناء بالهمز مستعمل في المفرد لستعمل في التثمية انتهى الطي والإعراض كل ثني وما ثني من كل شيء ثني جمع ثني يا فطين ثني بهي من ابن سنتين فبري وثار هاجة الحروب ثورة جماعة الثيران فهي ثيرة والثار عندهم يسمى ثورة أي قتل قاتل ولو في السر قوله ثورة الثورة بالفتح الفعلة من ثار إذا هاجة والثيرة بكثر التاء مع سكون الياء أو تحريكها جماعة الثيران قال الأعشاء وفق النهار تراعي ثيرة الرتعة والثورة بالضم الثار قال الشاعر طلبت به ثار فأدركت ثورتي بني عامر هل كنت في ثورتي نكسى انتهى جماعة النحل عظيم ثول غلاف غرمول البعير ثيل وجمع أسول وتول ثول شاكم بها شبه جنون الحجر قوله الثول الثول بفتح الثاء جماعة النحل ولا واحد لها من لقظها والثول العظيم والثيل بالكثر غلاف قضيب البعير وبالضم جمع أسول وتولاء وهي الشاة التي أصابها التول وهو شبه جنون يعتري خصوص الغنم انتهى انتهى باب الثاء باب الجيم وفيه سبع وستون كلمة جاءوت أي خطف قميسي جأوة ونادهي يخاط فهو جئوة لغبرة في حمرة قل جؤ وحيئا وجمع جؤوة لقد جاء الجؤ سيرا به يخاط ففهم تدري قوله جاء بفتح الجيم على المد مصدر جئي الفرس يجأ تعلم جؤوة وهي حمرة يخالطها سواد والجئا بالكثر جمع جئ وهي موضع منخفض يجتمع فيه الماء والجئا بالكثر أيضا جمع جئ وهو بالكثر وهو سير يخاط به وانجؤ بالضم جمع الجؤوة المذكورة مضمومة الجيم انت حفة بالصفر تلقيح نخل عندهم جباب وجمع جذى الدر جبلا وسمي المال الكثير جبلا وعدد الناس الكثير جبلا بالضم إن أردت أو بالكثر قوله جبلا الجبل بفتح الجيم مع تكون الباء مصدر جبنه الله على كذا أي طبعه وخلقه واسم الطبيعة جبلة والجبل بالكثر المال الكثير قال الراجز وحاجب كردسه من المال جبلي والجبل بالضم والكثر العدد الكثير من الناس قال الهذري منايا يقربن الحطوف لأهلها جهارا ويستمتعن بالألس الجبري سائدة الجبلة والخيم والطبع والنجرة والطبيعة والنبيكة والضريبة والسجية والشنشنة والخريقة والسليقة والشيمة والغريزة والنجار بمعنى انتهى وجه وقوة وغيث جبلة وامرأة غليظة والجبلة جماعة او كثرة كالجبلة لقدح من خشب ذي كبر ووسد الارض العظيم الجبل وسيد وعالم والجبل الى الكثير في المقابر الجبار والعبد جبر جمعه جبار وملك بالكثر والجبار يوم الثلاثة ولدا من هدري قولوه الجبار هو بالفتح رحبة المقابر وبالكثر جمع جبر وهو العبد وبه ثمي جبريل ومعناه عبد جبار الملوك واحدهم جبر والجبار بالضم الهدر وفي الحديث جرح العجماء جبار ليوم الاحد اول والاثنين اهول والثلاثاء جبار والاربعاء وبار والخميس مؤنس والجمعة عروبة والسبت شيار انتهى البرق فوق الرقبتين جثوة وهيئة الجافي تسمى جثوة مجموع ترب قيل فيه جثوة بالضم والفتح له والكثر قولوه جثوة الجثوة بفتح الجين البروك تقاصمهم مرة قائما واجثوا اذا ما جثوا للركب وكملي من جثوة اسكفت خصومي من بعد طول الصخب والجثوة بالكثر هيئة الجاف على رقبتين والجثوة بالضم والفتح ولاعب بأكرة فجحثة هيئته يقال فيها جحثة وموضع بالحرمين جحثة فضلة ماء في يد من نهر عظمة والقطع حظ جد والاجتهاد ضد هدل جد وجانب وجاء جمع جد وثم لما بين الكلام بئر قولوه جد الجد بفتح الجيم العظمة والجلال قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا والجد القطع والجد الحظ والسعد وفي الحديث ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد أي من كان له سعد في الدنيا لم ينفعه ذلك في الآخرة إنما ينتفع بالعمل الصالح والجد بالكسر الاجتهاد ونقيض الهزل وبالضم الجانب من كل شيء قاله الخليل وجمع الجد من الشياه وهي التي لا لبن فيها وجمع الجد من السنين وهي التي لا ينزل فيها غيث وجمع الجد من الإبل وهي المقطوعة الأذن وجمع الجداء من النساء وهي التي لا تدي لها والجد أيضا بالضم البئر تكون بين الكل قال الراعي حتى وردنا لتم خمس بائس جدا تعاوره الرياح وبين انتهى أم أب وأم أم جدة ومصدر الشيء الجديد جدة مدينة أي بالحجاز جدة والضم والكسر لشط النهر قولوه جدة الجدة بفتح الجين أم الأبي أو أم الأم كما أنها الفعلة الواحدة من الجد وهو القطع والجدة بالكسر مصدر الشيء الجديد وجدة وجدة الرجل شباب قال الهدري يا له نفسي كان جدة خالف شاطئ في الجبل تخالف لونه قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر انتهى للنبت والحائط قيل جدر وللنبات قيل أيضا جدر وجمع جدر أي جدار جدر وآفة الأطفال داء الجدر والسنة الشديدة الجداع أما الجدال فاسمه جداع والكلأ الذاوي هو الجداع كذا وضيم الكلم المضر القتل والصرع وعود جدل والصدر بالفتح وكثر جدل جمع جديل أي زمان جدل وجمع جدلاء لدرع الكر قوله جدل الجدل بفتح الجيم وسكون الدال شدة الفتل قال خلط الأقطع يهد فرزق هو القين وابن القين لا قين مثله لقطع المساح أو لجدل الأداهم والجدل مصر جدلت الرجل إذا صرعت وألقيته في الجدال وهي الأرض وأكثر ما يقال جدلته بالتشديد والجدل العود الشديد هذه كلها مسوحة الأوائل والجدل بالكسر والفتح الصدر والجدل بضم الجيم جمع جديل وهو زمام الناقة وجمع الدرع الجدلاء وهي المحكمة انتهى فالسلق فالسلق شيئا عن سوى جذاذ والقطع والإسراع فالجذاذ بالحركات ثم والجذاذ حجارة مشوبة بالتبر حبس بهيم دون علف جذع وساق نخلة لديهم جذع وجذع والجمع منه جذع معناه ثاقة الثنايا الغري وفسروا بالقطع لفظ الجذم والأصل معنا قد أتى للجذم جذماء كث مفرد من جذم أو أجذم أي ذو جذام يسري قوله الجذم بفتح الجيم القطع وبكثرها أصل كل شيء قال أوس بن حجر غني تأوى بأولادها لتهلك جذمة ميم بن مر والجذم بالضم جمع الكث الجذماء وهي المقطوعة وجمع الأجذم من الرجال وهو الذي أصابه الجذام أو مقطوع اليد انتهى لنقر طائر يقال جذوة وقطعة من حقب فجذوة وشعلة النار تسمى جذوة والفتح والكثر بها قد يجري قوله جذوة الجذوة بفتح الجيم نقر الطائر بمنقار وبالكثر القطعة من الحقب وجمعها جذى قال ابن مقبل باتت حواطب ليلة يلتمثن لها جذل الجذى غير خوار ولا ذعر والجذوة بتثليف الجيم الشألة من النار قال تعالى أو جذوة من النار انتهى نوعب من النبت اسمه جرجار وآخر قيل له جرجير كريمة النوق اسمها جرجور صبورة سريعة في السير قوله جرجار الجرجار والجرجير نوعان من النبات قال النابغة الزبياني يتحلب اليعضيد من اشداقها سفرا مناخرها من الجرجار والجرجور من الابل العظيمة ويقال هي الكريمة قال العجاج انت وهدت هجمة جرجور ادما وعيثا مغغفا خبورا والمغغف تيار الابل الواحدة مغصة عن يعقوب انتهى حلي وطير اسمه الجراد وجرد وجمعه جراد للارض لا تنبت والجراد اسم لموضع بعيد قصري قولوه الجراد وبستح الجين طير معروف والجراد ايضا ضرب من الفلي يصنع على هيئته وشكله والجراد بالكثر جمع جراد وهي الارض التي لا تنبت شيئا وجراد بالضم اسم موضع قال المصراد العنبري اقول لناقتي عجلا وحنت الى الوقض ونحن على جراد وبعده اتاح الله يا عجلا بلادا هواديها مربات العهادي وافقاها فرواها بوضق مخارجه كأطراف المزادي فما عن ضغضة منا وزهد تبذلنا بها عليا مرادي ولكن الحوادث ابهضتنا عن الوقبة وأطراف التمادي وقال ابو علي هذه الابيات لهلال المزني قالها وقد اقترب عن قومه انتهى لمرة الجر يقال جره وللئن الفخار ثم الجره لغدة البعير أما الجره فهي إناء الحب وقت البذر قوله لغدة البعير أي التي يخرجها من جوفه ثم يرددها قوله إناء الحب أي من حديد المسكوب الأسل يوضع فيه الجر ويمشي به الأكار حتى ينشر الحب في الجريب انتهى اتفاد أرض من نبات جرز أكل شديد مثله والجرز لباس جلد للنساء والجرز اسم عمود من حديد ثدر قوله جرز الجرز بالفتح مصدر جرزة الأرض النبات إذا أتفدته والجرز الأكل الشديد وأما الجرز بالكثري لباس تلبته النساء من الجلود أو الوضر والجرز بالضم ضرب من السلاح وهو عمود من حديد انتهى وسمة وكسخطين جرف وما استقال من رمال جرف ما أكل السيل بأرض جرف وموضع أي بالحجاز القفر قوله وسمة أي علامة من سمات الإبل وقوله موضع أي بقرب المدينة انتهى قبيلة قطع وكسب جرم زند وجز مثل ذا والجرم الجسم والصوت وأما الجرم ففسرته العلماء بالوزر قوله جرم بفتح الجين قبيلة من قبائل اليمن والجرم أيضا القطع يقال جرم الشيء يجرمه ومنه جرام النسل وهو قطاف والجرم أي كسب يقال فلان جريمة أهله أي كاسبهم ومنه قوله تعالى يجرمنكم شنآن قوم والجرم بالفتح والضم الزند مصدر جريمة فهو جار إذا أذنب لغة في أجرم قال ابن براقة وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارمه والجرم أيضا مصدر جرم الشات إذا جزها وأما الجرم بالكسر فالجسم أو الصوت أو اللون حكى ذلك الكوفيون ولم تعرفها البصيون انتهى والاكتفاء واسم شخص جزء وبعض شيء وبضم جزء بالرطب الاكتفاء عن الماء جزء واسم لأعشاب الفلاة الخضر قوله جزء الجزء بفتح الجيم مصدر جزأت بالشيء أجزأ إذا اكتفيت به وجزء اسم رجل وهو جزء ابن الحار قال الشاعر فدعاني إلى الرهان والخيل زماع كثيرة نشواني قال عشرون إن سبقت وعشر منك يا جزء ليس شأنك شاري والجزء بضم الجيم وكسرها البعض عن يعقوب والجزء بالضم أيضا العشب انتهى قليل ماء بل ومال جزعة وقطعة من كل شيء جزعة نصاب سكين يسمى جزعة وجزع الإنسان ضد الصبر وخرز من يمن فالجزع اسم له والقطع أما الجزع فمنحن الوادي وجاء الجزع جمع جزوع جمع جزع فدري قوله الجزع هو بفتح الجيم الخرج اليمني قال أبو الطحان أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دج الليل حتى نظم الجزع ثاقبه والجزع أيضا القطع والجزع بالكثر من عطط الوادي وقال الأصماعيل هو منحناه والجزع بالضم جمع جزوع وأصطه جزع بضمتين ثم قطفا فقوله جمع جزع بالجر بدل من جزوع أو عط بيان انتهى وكامل وفرع طاء جزل والحطب الغليظ أما الجزل فبعض ما يؤطى وابل جزل أي خرجت ثقرها من ظهره قوله والحطب الغليظ أي بشرط أن يكون يابسا فائدة ذكر أبو بكر التعالبي فصلا في تفصيل الأسماء والأوصاف الواقعة على الأشياء اليابسة فقال الجزل الحطب اليابس الجليد الماء اليابس الجبن اللبن اليابس القديد والوشيق اللحم اليابس القضب التمر اليابس القشع الجلد اليابس القفة الشجرة اليابسة الحشيش الكلأ اليابس الخشل المقل اليابس الصلد الحجر اليابس البعر الغوث اليابس الصلفال الطيب اليابس انتهى في قطع الشيء يقال جزلا او دبر البعير قيل جزلا وجاد رأي خالد اي جزلا والشيء اي صار عظيم القدر قوله والشيء اي وجزل الشيء اذا عظم انتهى وذوج سارة لديهم جسر بجانب الواد الممر جسر جمع جسور اي شجاع جسر وجاء فتح الجسر للممر وقطعة السلح تسمى جعرة هيئته يقال فيها جعرة والحبل قد شد بوسط جعرة خوف سقوط مستقن في البئر قوله جعرة الجعرة بضم الجيم اثر الجعار وهو حبل يشد في وسط المستقن الماء لان لا تزل قدمه فيسقطت البئر فيمسكه ذلك الحبل انتهى تسمية خلق ووضع جعل وجمع جعلان المياه جعل وما على فعل جعلت جعل ومثله جعالة بالكسر وضد بر اسمه الجفاء كذا المجافات هي الجفاء وما نفاه السيل فالجفاء وضاقل لا نفع فيه فدري إلقاء بحر سمكا مثل جفل وروث فيل وبفتح جفل جمع جفول من غياح جفل تسرع والرحل بالسحاب أي في المر سوق وكسب واحتيال جلب والرحل مع ما فيه فهو جلب سواد ليل وسحاب جلب لا ماء فيه وأتى بالكسر قوله والرحل هو بيت الرجل ويطلق على ما يوضع فوق ظهر البعير قوله وسحاب جلب بضم الجيم وهو الرقيق الذي لا ماء فيه جمع جلده بضم الجيم وكسرها انتهت للضرب والقوي قالوا جلد ثم ايها بكل شيء جلد وجمع الجليد قالوا جلد لرجل ذو قوة وأزل بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب الوضه الأول تتمة باب الجيم عظمة ولولنا جلال وجمع جل فرس جلال وفي الجليل لغة جلال لكل من كان عظيم القبر قوله جلال الجلال بفتح الجيم العظمة وكان أبو حاتم يزعم أنه لا يقال إلا في حق الله عز وجل وذلك غلط لقول هربت بخشرا فلاذا جلال هبته لجلاله ولاذا ضياع هن يتركن للفقر والجلال بالضم لغة في الجليل كما يقال كبير وكبار وعظيم وعظام انتهى وللعظيم والحقير كل جلال وجلة بالكثر جمع هاجلا وجمع جلة بضم الجلال والكل قد مر قريب الذكر قوله والحقير إلى آخره أي لأن الحقير قد يكون عظيما عند من هو أحقر منه انتهى وجز صوف الشاف فهو الجلم وشحم تديها فذاك الجلم والجلم اثمثة بالمصراف قرض الثوب بالمقراب والألم جمعه جمال وسمق من الكبع والجمال بالضم لغة في الجميل انتهى أما الإنى من فضة فجام وإبل ذات اغتلا من جيم والحرف والديباج أما الجوم فجمع جام يا ذكي الفكر من كل شيء الكثير جم واسم الشياطين وثلث جم وصدف جمع أجم جم لرجل لا رمح معه فدري قولوه جم الجم بالضم جمع الرجل الأجم وهو الذي لا رمح معه قال التعالبي رجل حاسم من النعل والخف عريان من الثياب حاسر من العمامة أعزل من السلاح أكشف من الترس أميل من السيف أجم من الرمح أنكب من القوس كل ذلك بمعنى خال انتهى وراحة من تعب جمام أما الشعور فاسمها جمام وملء أعلى مكيل جمام مثلث الجيم بغير نكر وقوله جمام الجمام بفتح الجيم الراحة من التعب وبالكثر الشعور واحدتها جمه بضم الجيم كما أنه الماء المجتمع واحدتها جمة بالفتح قال زهير فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتجمن وجمام المكيل يضم ويفتح ويبسر وهو أن تمنأه إلى أعاليه وقيل هو أن يمسح أعلاه انتهى ناحية تباعد جناب والمش للجانب والجناب هو القياد ثم والجناب للداء ذات الجنب فحفظ تسري يد وابط كتف جناح بيت إلى مهدية الجناح والإثم والذنب هو الجناح جوانع الشخص ضلوع الصبر الميل والإقبال كل جنح وأول الليل فهذا جنح أو ضمه جمع جنوح جنح لناقة تجنح عند السير قوله جنح هو بفتح الجيم ميل السفينة إلى أحد شبطيها وإقبال الرجل على الشيء وميله إليه ومنه قوله تعالى وإن جنحوا للسلم تجنح لها وجنح الليل وجنحه بالكسر والضم أوله والجنح بالضم لا غير جمع الجنوح من الإبل وهي التي تجنح أي تميل في سيرها من النشاء قال طرفا جنود ساق عندل ثم أفرعت لها كتفاها في معالي مفعدي انتهى روح وقلب ثوب الجنان ليل حريم ثم والجنان حدائق الأشجار والجنان للترس تتقي بها من ضر قوله حدائق الأشجار جمع حديقة وهي كل بستان عليه حائط ادخل إلى البستان فهو الجنة ملائك جن جنون جنة والدرع والستر يسمى جنة وما يقل حداد وهج الجمر قوله الجنة هي بفتح الجيم البستان وجمعها جنات وجنان والعامة توقع الجنان على الجنة الواحدة وذلك خطأ والجنة بكسر الجيم الجن واحدهم جان والجنة الملائكة وديه فتسر قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وكذلك الجن قد يراد بهم الملائكة لاستتارهم عن العيون قال الأعشى وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر وتكون الجنة أيضا بمعنى الجنون الذي يعتر الإنسان من الجن قال تعالى أم يقولون به جنة وقال امرؤ القيث ويخضض في الآراء حتى كأنما به جنة من طائف غير معقبه والجنة بالضمء الدرع والستر وما يتقي به الحداد شرر النار انتهى من نظر الشيء بلحظ جهر في الشمس إن لم ير قيل جهر والصوت أو صاحبه قد جهر معناه قد صار شديد الجهر وجوف بيت قيل فيه جوه بهطة مجتمع الماء جية مصر جويت السقاء جوه إذا رقعته فق ذا خبري أولوه جوه الجوة بفتح الجين مع تشديد الواوي المسوحة جو في البيت قال النابغة ليست ترى حولها إلثا وراكبها نشوان في جوة الباغوت مخبور أي في داخل الباغوت وهو موضع بالحيرة والجية بالكثر مجتمع الماء في هطة من الأرض وأصلها جيئة بياء وهمزة خفت في الهمزة فقربت ياء وأضغمت في الياء الأصلية والجوة بالضم مصر جويت السقاء إذا رقعته واسم الرقعة أيضا جوه انتهى وكتب أيضا الجوة بضم الجيم وتشديد الواوي المفتوحة الرقعة في السقاء أو صدق الحديد أو النقرة في الأرض والجمع جوة بضم الجيم انتهى وحرقة من عشق نو حزن جوة ومنتن الماء فهذاك جوة وجمع جوة لرقعة جوة أو صدق أو اسم إحدى النقر الغيث فوق جيمة فالجود ودون وابل وأما الجيد فعنق جمع جواد جود وكرم والجوع فحفظ شعري قولوه الجود هو بفتح الجيم من المطر ما فوق الدينة ودون الوابل قال الراجل وهو جهم بن سبل ابن شعب أنا الجواد ابن الجواد ابن سبل إن بي مجاد وإن جاد وبل أراد أنه يزيد على ما يفعله غيره والجيد بالكثري العنق قال امرؤ القيث وجيب كجيب الريم ليس بفاحش إذا هي نبضته ولا بمعطل والجود بالضم جمع جواد والجود أيضا الكرم والجود الجوع وهو غريب لم يسمع إلا في بيت الهزلي تكاد يداه تسلماه رداءه من الجود لما استقبلته الشمائل انتهى قولوه باريته بيان لجاوته وقد هو بالضم العطش الشديد قال الشاعر ترك خاذلي عني بطيء كأن بي كواد خاذلي منادى كأنه يقول لبعض عن نصري انتهى واسم لهذا المصدر الجوار واسم في اسم مصدر له والجوار بالضم مع الهن وجود لشيء وثقه قال امرؤ القيث فقل والجيز بالكثري شق الجبل قال الهدلي الجولان والجول التراب التي تجول به هو اجيال وجيلان والجول بالضم جيا ومن جول الطويل رمان والجول ايضا الجول جمع جائل وهو المبطرد قال زهير جث الجول الرجراجة الخيل الكثير في الحب والود يقال حبه والفتح في حبة نحو البر وجمع حبة الفؤاد حبه والقرط والحبيب كل حبه خابية كذل وداد حبه وخشب يحمل نحو الزير بياض أثنان فقاطع حبب بذرة بقل حبة أتى حبب جمعا لها وجمع حبة حبب وهو الحبيب يا فباه عمري جليس ذي الملك يسمى بالحبة هيئة الاحتباء جمعوها حبه وجمع حبة بضم فحبه لحبة من عند للغير تكسر الماء وموجه حباب مستر حاببتك والحب الحباب واسمثة وامرأة كل حباب واسم لشيطان كمثل فخر قوله حباب فائدة ذكر التعاربي في فقه اللغة خصلا في أسماء الحيات وأوصافها فقال الحباب والشيطان الحية الخبيثة والحنش ما يصاد من الحيات والحفاث والحب الضخم منها والأسود العظيم وفيه سواد وقال حمزة الأسود هو الداهية وله خصيتان كخصيتين جدي وشعر أسود وعرف طويل وبه صنان كصنان التيس المرسل في المعزة والشجاع أسود أملت يضرب إلى بياض خبيث والأعيرج أخبة الحيات يقفد على الثالث حتى يصير معه في فرجه والأفعى التي لا تنفع معها رقية ولا ترياه وهي رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس والأفعوان الذكر من الأفاع والعربد والعصود حية تنفق ولا تؤذي والأرقم الذي فيه سواد وبياض والطفيتين الذي فيه خطان أسودان والخشاش الحية الخفيفة والثعبان العظيم منها وكذلك الأيم والأين والصل الحية التي إذا نهشت تقتل من ساعتها والجارية التي قد صغرت من الكبر وهي أخبة ما يكون وابن فترة حية شبه القضيل من الفترة في قد الشبر أو الفتر وهي من أخبة الحيات وإذا قرب من الإنسان وإذا قرب من الإنسان نزى في الهواء فسقط عليه من فوق انتهى واسم السور والجمال حبر والعالم النحرير أما الحبر فهو المداد أثر والحبر واسم سياب جدد لا دثر واسم سياب جدد لا دخل من المدينة وقوله لعقدة أي من خشب تخرط منها الآلية انتهى للضبط قيلة ولسجن حبس حجارة لحبس ماء حبس جمع حبيث كرغيف قبس مسبل بوقفه للأجر الوص والعهد ورمل حبل والصيد بحبالة والحبل داهية وموضع والحبل لتمر العباه أي في البر قوله والصيد بحبالة كذا بخطه فيقرأ بإشباع الباء انتهى لورم البطن يقال حبل وشبه دمل وقرد حبن وجمع أحبن الرجال قبن أي وارم البطن كثير الضر للذكر التعلب قيل حتر والاسم للشيء القليل حتر جمع ختار أي بكثر حتر لأسفل خبا وطرف الظفر قوله أي بكثر أي في المفرد وأما الجمع فبالضم انتهى للمثل والقرن يقال حتم وإن أردت قلت أيضا حتن وجمع حتناء بمد حتن لناقة مجرودة في السير وموضع والمنع أيضا حجر حصن وعقل والحطيم حجر جمع حجار حائط فالحجر كذمر القيسيه وابن حجر قوله حائط أي حائط الحجرة أي الغرفة وهو بدل من حجار انتهى وشجة مرة حج حجة وشحمة الأذن وأما الحجة فالشهر والعام وأما الحجة فتلك برهان لكل أمر ومكثر الحج هو الحجاج أو الجبال ثم والحجاج عظم يحوط العين والحجاج جمع لمن حج فكن ذا خبر المنع والشد بحبل حجز في وسط وكل أصل حجز ناحية عشيرة والحجز هو انطلاء البطن تفهم تبري ومرة الحجز لمنع حجزة وهيئة الحجز تتم حجزة ومعقد الإذار يدعى حجزة وموضع التكة فحص التسري ومشية المقيدين حجل والقيد والخلخال وفتح حجل وجمع حجلاء بمد حجل لشاث بيضة بياضة در وموضع أي بالحجاز حد وغضب مضي سيف حد ما قل من ماء ودر حد والحد حاجز ومنع الغير قوله هو غضب فائدة في ترتيب أحوال الغضب وتقصيرها أول مراتبها السخط وهو خلاف الرضا ثم لخر طام وهو الغضب مع تكبر ورفع رأس ثم البرطمة وهي غضب مع عبوس وانتفاخ ثم الغيظ وهو غضب كامل للعاجز عن التشفي من قوله تعالى وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم ثم الحرد بفتح الرأي وتسكينها وهو أن يغتاض الإنسان فيتحرش بالذي غاضه ويهم به وهو ما في النظم ثم الحنق وهو شدة الارتياض مع الحقد ثم الاختلاط وهو أشد الغضب قال ابن السكيت اهمأك الرجل وارمأك واصمأك إذا امتلأ غضبا انتهى ورجل مضى اسمه حداد والثكل والحزن هو الحداد وفي الحديد لغة حداد وانترد جمعا فجئ بالكسر انترد اسم حذر فق الحذار حذرت مشتق من الحذار هل رجل أكرم من حذار او ابنه ربيعة ذي البر للميل بالقلب يقال حذل فافهم وأصو كل شيء حذل دارة زيل من قميص حذل واسفل النفاق ايوى الحجر فتاد دين شبه رمح حرب وهيئة الحرب تسمى حرب غرارة سوداء تدعى حرب والحرد معروف بغير نكر وربب والمنع قصد حرد والشق والثقب كذا والحرد بعض سنان مبعر والحرد جمع لأحرد سريع السير وضد برد يا أخي حر أمسم فرج امرأة فحر كل خيار ضد عبد حر وولد الزبيت واسم الصقر أرض بها الأحجار سودا حرة حرارة من عطش سحرة وهل تقاس أمة بحرة وحرة الزفرة هو اسم النحر قوله أرض بها الأحجار سودا حرة فائدة في تبصيل أسماء الأراضين وصفاتها إذا اتسعت الأرض ولم يتخللها شجر فهي الفضاء والبراق والعراء والصحراء والرهاء فإذا كانت مفتوية مع الاتساع فهي الخبت والجدد والصحصح والصردح والقاء والقرقر فإن كانت مع الاتسواء والاتساع بعيدة الأكناف والأطراب فهي السهب والخرق والسبسب والسملك فإذا كانت مع ذلك لا ماء فيها فهي الفلاة والمهمه والتنوفة والفيفاء والصرماء فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريق فهي اليهماء والغطشة ثم إذا كانت تضل ثالكها فهي المضلة والمتيهة فإذا لم يكن لها أعلام ومعالم فهي المجهل والهوجل فإذا لم يكن بها أثر فهي الغفل فإذا كانت تبيد ثالكها فهي البيداء والمفاذة كناية عنها فإذا لم يكن فيها شيء من النبت فهي المرت والمليع فإذا لم يكن فيها شيء فهي السبروت والبرقع فإذا كانت غليظة صلبة فهي الجنوب والجلد والصيداء والجدد ثم إذا كانت صلبة يابيثة من غير حصى فهي الكلد والجعجاع فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل فهي البرقى والأبرق فإذا كانت ذات حصى فهي المحصى والمحصبة فإذا كانت كثيرة الحصى فهي الأمعز والمعزاء فإذا اجتملت عليها كلها حجار سود فهي الحرة المذكورة في النظم واللأبة فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكين فهي الحزين فإذا كانت الأرض مطمئنة فهي الغائط أو مرتفعة فهي النجد انتهى ثم سواد العين يدعى حرفة صناعة قلة حظ حرفة وحبة الرشاد تدعى حرفة واسم إلى الحرمان أو بالكفر أثر نار صوت ناب حرك والداء والتبريد ثم الحرق ما لقح النخل به والحرق جمع لما يوقد نار القدر قوله جمع لما يوقد إلى آخره أي جمع الحروق بفتح الحاء وهو ما توقد به النار من خرقة ونحوها انتهى ورجل ما تسمه حراك ومالق الماء هو الحراك للفرس العدائق الحراك والحرق اسم النار ذات الشرر ومرة الحرمان تدعى حرمة ومصدر لضد حل الحرمة ما لا يحل هذكه فالحرمة والحرم المكي محط الوزر والمنع والقهر اسم كل حرم وواجب كذا الحرام حرم جمع حريم وحرام حرم واسم لإحرام بغير نكر قوله وواجب كذا إلى آخره أي قال له حرم لأنه يحرم تركه كما أن الحرام يسمى بذلك لأنه يحرم فعله قوله حريم أي حريم الدار وقوله وحرام أي محرم انتهى لسأل حرمان يقال حرمة أو لجأ أو قامر طيل حرمة وضد حل أي أبيح حرمة ومثل أحرم بحج يجري وذا أهم الأمر شخصا حزن وفرح الفتاة نقيض حزن وسهل الطريق ضد حزنا فاحرف على التقاط هذا الدر القتل والحيلة كل حس سماء شيء لا تراه حس صغيرة الأسماك تلك حس وجمعها الحساس يا من يدري قوله سماء شيء لا تراه حس وحس بكسر الحاء مع البناء على الكسر كريمة تقال عند الفرقة ولزع الحرارة مثل أحي بالحاء المهملة وإعجامها لحنر وقد جاء في بعض الأخضار أن طلحة رضي الله عنه لما أصيب أصبعه يوم أقض قال حسي فلما بلغت كلمته النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن طلحة قال حسي لطار مع الملائكة ومن كلامهم ضرب خلان فما قال حسي ولا بس ومنهم من ينونهما انتهى مثل كفى والعد كل حسب ودفن ميت بين فخر حسب والفخر بالآباء فهو حسب وجمع شخص أبيض محمر قوله وجمع شخص إلى آخره أي جمع أحسب وهو الأبيض المشرب بحمرة وكل من قد عد شيئا حسب أو ظن أمرا قيل فيه حسب وإن يفاخر بالجدود حسب أو إن غدا ذاكر من وبر قوله وكل من قد عد شيئا حسب بفتح السين واسم المفتر منه حسبان لضم الحاء ومنه قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان وأما حسب بمعنى ظن فهو بكثر السين ومفتره المحسبة واسم المفتر حسبان بكثر الحاء انتهى درة نقاء رمل مستقيل حسب وجمع حسنة بكثر حسن ناتئة من جبل والحسن هو الجمال وهو أصل أسري وكل ما التحسن يدعى بحسن حسنة في جمعها قالوا حسن لقرية كسبان رمل الحسن وجمع حسنة من فعال البر قوله نقاء رمل إلى آخره وقوله بعده حسنة في جمعها قالوا حسن في هذه المادة مخالفة لما في القاموس وحرر انتهى مصحفه قصير نخل ليس يفقى حش ومخرج بالحركات حش وميت في بطن أم حش لليابس الحشيش للمخضر أحاق أو ضيق معنى حصر ومنعي عن الكلام حصر أو غيره ثم يقال حصر في ضيق أسليل مياق فدري وسرعة انتباق فخ حضب وحية مع صوت خيل حضب جمع حضاب يا أخي حضب عودا به حرك نفس الجمر القرب والمشهد يدعى حضرة وذكر غائب بخير حضرة أو ضم والغيبة ضد الحضرة بالضم أو بالفتح أو بالكسر وثم لنجم في السما حضار كريمة النوق ادعو بالحضار وجمل أصيب بالحضار وذاك داء في الجمال مزر قوله وثم لنجم أن يشبه سهيلا يطلع قبله حضار بكسر الراء في جميع أحواله كحزام انتهى منه وضم طائر لبيض حضن وكنف وتحت ابط حضن وجمع معزة حضون حضن ظبي طويل آخر ذو قصر قوله ظبي إلى آخره أي هي التي لها ظبيان بضم الضاء أي ظلفان أحدهما طويل والآخر قصير انتهى قال مصححه كذا في خط النظم بنقط الضاء في النظم والهامشة وخصحات وغيره من كتب اللغة التي بأيدينا أن الحضون التي أحد طبييها أكبر من الآخر والطبي بضم الطائر المهملة حلمة الضرأ وهو الخلف وقوله في النظم معزة الذي في القاموس وشرحه أن الواحدة ماعز وماعزة ونعزة انتهى شبه بثور جبد حطاف كذا اعتماد جمل حطاف لجهة في المشي والحطاط بالضم كل منتن في النشر وضد باطل ثبوت حق وجمل الرابع عام حق مقرة أعلى كتف فحق كذلوع من خشب للعطر قوله وجمل الرابع عام إلى آخره فائدة في تركيب سن البعير عن التعالبي ولد الناقة ساعة تضعه أمه سليل ثم سقد وحواه فإذا استكمل سنة وفصل عن أمه فهو فصيل فإذا كان في السنة الثانية فهو ابن مخار فإذا كان في الثالثة فهو ابن لبون فإذا كان في الرابعة واستحق أن يؤمل عليه فهو حق كما في النظم فإذا كان في الخامسة فهو جزع فإذا كان في الثادثة وألقى ثنيته فهو ثني فإذا كان في الثابعة وألقى رضاعيته فهو رضاع فإذا كان في التامنة فهو السديس فإذا كان في التاسعة وفطر نابه فهو بازل فإذا كان في العاشرة فهو مخلف عام ثم مخلف عامين فصاعدا فإذا كاد يهرم وفيه بقية فهو عود فإذا ارتفع عن ذلك فهو قحر فإذا انكثرت أنيابه فهو سلب فإذا ارتفع عن ذلك فهو ماج لأنه يمج ريقه ولا يستطيع أن يحبثه فإذا استحكم هرمه فهو تحكح انتهى نازلة حقت فسلك حقه وناقة لأربع فحقه ولإناء خشب قل حقه وغادة أيضا لطيب النشر قوله لطيب النشر أي الرائحة أي سمية الغادة وهي المرأة الحسنى حقه تشبيها لها بحقه العطر لطيب رائحتها انتهى أما اعتقاد الضغن فهو حقد ذا مفطر والاسم منه حقد جمع حقود أي عدو حقد واستح لمعدن خلى عن خير لمن أدل غيره قل حقر واكثره إن يصحب للفظ فقر وذل زيد هو معنى حقر ثم الحقير لصغير القدر داء وأرض ذات خصب حقل ناحية حشف تمر حقل بقية الماء بحوض حقل بالضم أو بالفتح أو بالكسر وجوب حق ضد عقد حل ما بعد أرض مكة فحل جمع الأحل من خيول حل رخو القوائم الذي لم يجري ومرت الحلول تدعى حلة وموضع به صخور حلة ومجمع البيوت ثم الحلة هي الإزار والرداء فدري قوله هي الإزار إلى آخره فإذا قال التعاربي في فقه اللغة لا يقال للثوب حلة إلا إذا كان ثوبين اثنين من جنس واحد ولا يقال للخيط سمط إلا ما دام فيه خرج ولا يقال للحبل قرن إلا أن يقرن فيه بعيران ولا يقال للقوم رفقه إلا ما دام مضمين في مجلس واحد أو في مسير واحد فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة ولم يذهب عنهم اسم الرفيق ولا يقال للذهب تبر إلا ما دام غير مصوخ ولا يقال للحجارة ربط إلا إذا كانت محماتا بالشمس أو النار ولا يقال للشمس الغزالة إلا عند ارتفاع النهار ولا يقال للتوب مطرف إلا إذا كان في طرفيه علمان ولا يقال للمجلس النادي إلا إذا كان فيه أهله ولا يقال للريح بليل إلا إذا كانت باردة ومعها ندى ولا يقال للبخير شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصا ولا يقال للذي يجد البرد خرص إلا إذا كان مع ذلك جائعا ولا يقال للماء الملح أجاج إلا إذا كان مع ملوحته مرا ولا يقال للإسراء في السير إهطاع إلا إذا كان معه خوف ولا يقال له إهراء إلا إذا كان معه رعدة وقد نطق القرآن بهم ولا يقال للجبان كع إلا إذا كان مع جبنه ضعيفا ولا يقال للفرسي محجا إلا إذا كان البيض في قوائمه الأربع أو في ثلاث منها انتهى والأرض ذات الصخر فالحلات جمع حلاء شفة حلات قروحها يا صاحي والحلات قشرة جلد عند دبغ يجري ضد الحرام ثمفة حلال وما نآ عن حرم حلال كفارة اليمين فالحلال مثلة حلة فقنذا قبره رقو قوائم البهين الحلل وجمع خلة بكثر حلل وهي بيوت الشعر أما الحلل فجمع خلة حواها شعري خير السباقي تلك تدعى حلبة ومرة الحلب وأما الحلبة فإنها هيئته والخلبة اسم إلى حب صغير مر على البعير وضع خلس حلس واركب على الإكاف وهو الحلس في جمع أحلس يقال حلس لما به اختلاف لوي الظهر قوله وهو الحلس فائدة الحلس بالكثر أيضا اسم قدح من قداح الميثر وهي عشرة منها سبعة لها أنصباء وهي الفد والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمثبل والمعل ومنها ثلاثة لا أنصباء لها وإنما جعلوها للتكثير وهي السفيح والمنيح والمغد وكانت العرب تقسم الجزور على ثمانية وعشرين جزءا للفد جزء وللتوأم جزءا وللرقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنافس خمسة وللمثبل ستة وللمعل سبعة انتهى واسم اليمين حلف وحلف صداقة عهد صديق حلف وجمع حلفاء بمد حلف لامرأة صخابة بنكر قوله صخابة من الصفق وهو الصياح والجلبة انتهى مجرى الطعام ولشعر حلق واسم لخاتم الملوك حلق وجمع أحلق الحمير قلق دواؤه الخصي وقطع الأير نزعك كردان الجمال حلم للعقل والصفح يقال حلم وما يرى في النوم فهو حلم حلمة لبعض نبت نظر إن نزع الكردان قيل حلم ورؤية النوم ومعنى حلم فتقب الجلد وأما حلم فعقل من حيث حسن الصبر عطية لأجل شيء حلو ومنسف الحائك فهو حلو في ضد مالح يقال حلو وقد أتى الحلو نقيض المر كريمة النوق وحر حم واد بأرض طيء فحم ثم الجبال السود فحم حم وجمع صمة الفراق القدر قوله ثم الجبال السود إلى آخره في نسخة بدل هذا الشطر والسحم والجبال سودا قموا انتهى سم أبا الزوج لعرثه حمى والموضع المحمي يدعى بالحمى وحمة العقرب جمعها حمى محل سم في الزبان فدري لعين ماء ساخن قل حمى ولمذاب الشحم أم الحمى فإنها منية والحمى لون السوادي يا أخي المحمر حمامة وجمعها حمام قضاء موت اسمه الحمام وقل لحمى إبل ثمام والسيد الشريف عالي القدر أصر صهيل الخيل يدعى حمحمة واسم إلى بعض النبات حمحمة وإن أردت قلت فيه حمحمة وهو الذي يثمى لسان الثور قد قيل في صوت الرجال حمس واسم مكان بالفلاة حمس في جمع أحمة يقال حمس ذي شدة ومنعة وقهر ما كان في بطن فذاك حمل وإن على رأس وظهر حمل والقفلاء والديات حمل جمع حمال وحميل فدري كثير حمل اسمه الحمال وحامل الديات والحمال مصدر حملتك والحمال جمع لحامل لأي وقر صد وإشفاق جنون حن سفلة الجن كلاب حن وفي بني عذرة حي حن اسم أبيهم يا فريد العصر الغيظ والغيث الكثير حنق وصاحب الغيظ الشديد حنق وجمع أحنق وحنق حنق وهم ثمان الجسم ضد الضمر الأم أو أخت وبنت حوبة ورقة القلب وأما الحيبة فالمنع والحاجة ثم الحوبة اسم إلى خطيئة أي وزري نقضو إمامة رجوع حور عن حالة لضدها والحير للعين إتباع وأما الحور فجمع حوراء بعين تغري قوله حوراء بعين تغري بالغين المعجمة أي تغري المحبة على الهوى وهي العين السوداء من الحوى بفتحتين وهو ثواد الأحداث مع الاتساء فائدة في محاسن العين الدعج أن تكون شديدة الثواد مع سعة المقلة البرج شدة ثوادها وشدة بيانها الوجه الثاني من الشريط الثالي من ختاب نيل الأرب في مثلثات العرب تتمة باب الخار أفرض وشق نحو ثوب خرق وكذب كذس خي خرق والحمق مع جمع لخرق خرق وجمع أخرق قليل الخير قوله والحمق إلى آخره فائدة في استفات الأحمق إذا كان به أدنى حمق وأفوانه فهو أدنى فإذا زاد ما به من ذلك وانضاف إليه عدم الرفق في الأمور فهو أخرق فإذا كان به مع ذلك تسرع وفي قده طول مع ذلك فهو أهواج فإذا لم يكن له رأي يرجع إليه فهو مأفونا ومأفوك فإذا كان عقله قد أخلق وتمزق فاحتاج إلى أن يرقع فهو رقيع فإذا زاد على ذلك فهو مرقعان ومرقعانة فإذا زاد حمقه فهو بوهة ويهفوف فإذا اشتد حمقه فهو خمفأ وهمقأ وهلباجة فإذا كان مشبعا حمقا فهو عفيك ولفيك انتهى من التعارب وقوله مع جمع لخرقى مقصور للضرورة والخرقاء من الغنم من شقت أذناها عرضا فإذا شقتها طولا فهي الشرقاء فإذا كانت مقطوعة طرف الأذن فهي قصوى انتهت انقطع الأرض بمشي خرق وإن تحير يقال خرق أو كان لا يحسن أما خرق أي حمق وفيه ضبط الفسر قوله لا يحسن أي لا يحسن عمل شيء انتهى وذن خمر أو سواه خرس نعم وقيل فيه أيضا خرس عند الولادة الطعام خرس وجمع أخرس اللسان فدري قوله عند الولادة الطعام خرس فصل في تقسيم أطعمة الدعوات وغيرها طعام الضيط القرى طعام الدعوة المأدبة طعام الزائر التحفة طعام الإنلاف الشندخية طعام العرث الوليمة طعام الولادة الخرس كما في النظم الطعام عند حرق شعر المولود العقيقة طعام الختال العذيرة طعام المأتم الوظيمة طعام القادم من سفر النقيعة طعام البناء الوفيرة طعام المتعلل قبل الغذاء السلفة واللهنة طعام المستعجل قبل إدراس الغذاء العجالة طعام الكرامة القفل والزلة انتهى من التعالي لكذب والحذر طيل خرس عود جن النحل ودب خرس والقرط مع شفرة رلح خرس بالفتس والضم لها والكثري قوله عود جن النحل عبارة القاموس والأخراف أعواد يخرج بها العسل الواحد خرس كفرد وطنب وبرد انتهى ومرت أوراق الغصون خرط وقشر عود مثل ذا والخرط فساد در برع ثم الخرط جمع خروط أي جموح يجري قولوه ومرت إلى آخره أي خطها بيده بأن يمسك الغصن من أعلاه ويجرد ورقه ولذا يقولون من دونه خرط القتاد وهو شجر ذو شوك انتهى أرض بها الطين الحصى خشاء وموضع النخيل والخشاء اسم إلى التجويت والقشاء للعظم خلف الأذن فهم تدري تحكام سقل السيف فهو خشب ورجل لا خير فيه خشب خشبة والجمع منها خشب وجمع خشباء لأرض الصخر قولوه إحكام سقل السيف فهو خشب واسم السيف السقيل خشيب وللسيف أسماء تختلف باختلاف أوصافه فإذا كان السيف عريضا فهو صفيحة فإذا كان لطيفا فهو قضيل فإذا كان رقيقا فهو مهو فإذا كان فيه خزوجا مطمئنة عن متنه فهو مفقا ومنه سمي ذلتقاء فإذا كان قطاعا فهو مقصر ومجزل ومخزم وجراز وحسام وقاضب وحزام فإذا كان يمر في العظم فهو مصمم فإذا كان يصيب المفاصل فهو مطبخ فإذا كان ماضيا في الضريبة فهو رسوب فإذا كان صارما لا ينتني فهو صنصام فإذا كان في متنه أثر فهو مأتور فإذا طال عليه الدهر فتكثر حده فهو قضم فإذا كانت شفرته حديدا ذكرا ومتنه أنيثا فهو مذكر والعرب تجعم أن ذلك من عمل الجن وقد أحسن ابن الرومي في الجمع بين التذكير والتأنيث حيث قال خير ما افتأثمت به الكف عبد ذكر عبده أنيث المهز فإذا كان نافذا ماضيا فهو أصليت فإذا كان له بريق فهو إبريق قال ابن أحمر تقلت إبريقا وعلقت جعبة لتهلك حيا ذا زهاء وجاملي فإذا كان طبع بالهند فهو مهند وهندي وهندواني أو بالمشارف وهي قرى بأرض العرب فهو مشرفي انتهى صغار طير اسمها خشاش وحشرات الأرض والخشاش عد بأنف البكر والخشاش للرجل الماضي بكل أمر حركة والحس ذاك خشف وولد الضبيت فهو خشف وجمع أخشف الرجال خشف شديد عدو أي سريع السير قوله وولد الضبيت فهو خشف كما أن ولد الفيل درفل وولد الناقة حوار وولد الفرس مهر وولد الحمار جحش وولد البقرة عجل وولد البقرة الوحشية بحذج وبرغذ وولد الشافي حمل وولد العنز جدي وولد الأسد شبل وولد الأروية غفر وولد الضبع فرعل وولد الدب ديثم وولد الخنزير خنوس وولد التعلب هجرس وولد الكلب جرو وولد الفأرة درس وولد الضب حسل وولد القرد قشة وولد الأرنب خرنق وولد الوبر حنصنص وولد الحية حربش وولد الدجاجة فروج وولد النعام رأل انتهى من التعالي مصدر خصة كالخصوص الخص لكل ناقص يقال خص بيت من الغاب فذاك خص حانوت خمار ونفس الخمر نخل كثير الحمل طلع خصب وضد جد طيب عيش خصب وجانب من كل شيء خصب والحية البيضة بذات الصخر قوله خصب لطيفة قال العلامة الأمير في حاشيته على الشنشوري ومن لطائف الإشارات أن أول الخصب والغنى والعلم مكسور إشارة إلى أن صفات العلو الحسنة إنما تنال بالانخصاب بخلاف أضبادها من الجهل والخباء خصب باء رفع أي من نصب نفسه خفض ومن خفض نفسه رفع ومن ذلك قلت أتبع النصب في الهجاء بخصب ويل الخصب جلية الرفع بادي مثل بدء الغنى وعلم وخصب بانخصاب والنصب في الأرداد وقوله بذات الصخر أي بالجبال ذات الصخر انتهى منه وقطع زرع أخضر فالخضر هدرد من وثم النبي الخضر وجمع أخضر وخضر خضر كخضرة واحدة من خضر كتب وضرب من جماع خط والأرض لم تمطر فتلك خط لموضع الحي يقال خط وشارع والفتح فيه يجري وفعلة من خط تدعى خط أرض تحوزها بخط الخط ورتبة الإنسان تدعى خط وقصة تبدو بوجه الحذر ومرة الوعظ تسمى خطبة ثم التماس للنكاح الخطبة وما به يخطب فهو الخطبة وحمرة أي في ثوال الشعر فحمرة في قدرة تدعى خطب وخطبة النكاح جمعها خطب وجمع خطبة بمنبر خطب والخطب سهل أي سبيل الأمر فالأمر مع صرف الزمان خطب والخطبة الخاطب كل خطب جمع لأخطب وخطب خطب في كل باختلاف لون يجري في الوعظ قل وفي النكاح خطب نعم وفي كدرة لون خطبة وإن ترد صار خطيبا خطبا أتاب تجع في الكلام النتري وشرف وهز رمس خطر واسم نبات للخضاب خطر جمع خطير أي شريف خطر أو لخطار جعل رهن فدري وخفة أو صوت ضبع خف رهط قليل والخفيف خف ما تلبس الرجل لساق خف وللنعام الخف مثل البكر قوله والخفيف خف قال التعالبي كل شيء خف محمله فهو خف وقوله وللنعام الخف إلى آخره وفي المثل فلان كالنعامة إذا استحمل استطير وإذا استطير استبعر يعني أنه إذا قيل للنعامة تحملي تقول أنا طير انظروا جناحي والطير لا يحمل وإذا قيل لها طيري تقول أنا بعير انظروا إلى خفي والبعير لا يطير انتهى جعل المجير سم بالخفارة وحفظ نخل ندعو بالخفارة تأمين نوع إجارة خفارة وشدة الحياء ففهم تسري عرق برأس وهزيل خل والطعم والتخصيص أما الخل فهو الصديق وهو أيضا خل بالضم إن صاحب ودا فدري قوله أما الخل فهو الصديق أي بالكثر ولا يجوز ضمه إلا إذا صاحب لفظا ود المضموم من الوداد بأن قيل كان لي فلان ودا وخلا أي مواددا مخالدا فإنه حينئذ يضم لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة فإذا أفرد ذال السبب الذي أوجب ضم خائف ووجب أن يرد إلى أصل حركته وأولية صيغته وقد نطقت العرب بعدة ألفاظ غير في أجل الازدواج وأعادتها إلى أصولها عند الانفرار فقالوا الغدايا والعشايا إذا قانوا بينهما فإذا أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلها فقالوا الغدوات وقالوا هنأني الشيء ومرأني فإن أفردوا مرأني قالوا أمرأني وقالوا فعلت به ما ساءه وناءه فإن أفردوا قالوا أناءه وقالوا أيضا هو رجس هدس بكثري أوليهما فإن أفردوا قالوا نجت لفتحتين كما قال تعالى إنما المشركون نجت وكذلك قالوا للشجاع الذي لا يزال مكانه أهيس أليس والأصل في الأهيس الأهوث لاشتقاطه من هات يهوس إذا بقى فعدلوا به عن الواو ليوافق لفظة أليس وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنصاب راعى فيها حكم الموازنة وتعديل المقارنة قال للنساء المتبرزات في العيد ارجعن مأزورات غير مأزورات وقال في عوزته للحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة والأصل في مأزورات موزورات اشتقاطها من الوزر كما أن الأصل في لامة ملمة لأنها فاعل من ألمة انتهى من الدرة الفقر والخصلة كل خلى ما بين أثنان يماط خلة قل والنبات والوداد خلة وجسم سيف ضبطه بالكسر صداقة الحب اسمها خلالة وإن تشأ فاكثر وقل خلالة ما بين أثنان فذا خلالة من كل مأكول كنحو التمر قوله ما بين أثنان فائدة في أثناء ما يتساقط ويتناثر من أشياء متغايرة عن التعالبي الخلالة ما يسقط من السم عند التخلل النسال والنسيل ما يسقط من وبر البعير وريش الطائر العصافة ما يسقط من السم لك التبن وغيره المشافة ما يسقط من الشعر عند الامتشار القرافة ما يسقط من أنس السراج إذا غشي فقطع البراية ما يسقط من العود عند البل الخرافة ما يسقط منه عند الخر النشارة ما يسقط منه عند النشر النحاتة ما يسقط منه عند النحط القط والقلامة ما يسقط من الظفر عند التقليم انتهى وبلح واسموفة خلال عدل وجمع خلة خلال والحلو صار حامضا خلال وعرض يعرض ياذا الحجر وفرجة كذل فساد خلال واسم لأجفان السيوف الخلال وجمع خلة الوداد خلال وللنبات حلوه للمر تملك القلب وقطع خلب حجاب قلب فرط كبر خلب وتحلب وجمع خلبا خلب وورق الكرن وليف البسر ومزج شيء بسواه خلق وكل ما خالط شيئا خلق وأحمق الناس كذا والخلط جمع خليط في الشريك يجري عديم خير حد سيف خلف والاستقى والقرن أم الخلف فاسم لعشب الصيف ثم الخلط للوعد ليس من صفات الحر ذهاب شهوة الطعام خلفه ورقعة ونبت سيف خلف كذا اختلاف الوحش ثم الخلط اسم إلى العيب وذاك يزري الولد الصالح هذاك خلف وجمع خلفة لرقعة خلف وخلفة بالضم جمعها خلط لعنب وذاك أصل الخمر للقطع تقدير الأدين خلق وكذب والعزم ثم الخلق جمع لخلقة وجاء الخلق جمع خلوق الطيب شبه العطر مرة تقدير الأدين خلق والسطرة اسمها لديهم خلقة ملاسة الشيء تسمى خلقة وهو خليق أي جدير فدري قدر أو أبدع معنا خلق واملاس فار ناعما لخلق وحسنت أخلاق زيد خلق والثوب قد أبلاه صرف الدهر كنس وقطع وبكاء خم وموضع ريح ضعيف خم حفرة بيض ونبات خم وقفص الدجاج واسم بئر قوله حفرة بيض أي حفرة تملأ تبنا وتبيض فيها الدجاجة وقوله واسم بئر أي بمكة حفرها عبد شمس بن عبد مناف انتهى كل شراب مسكر فالخمر هيئة الاختمار تدعى خمرة خميرة العجين تلك خمرة بعض حصير قدر نحو شبر قوله بعض حصير أي قطعة من حصير تسع جبهة المصل وكفيه انتهى ومسكر والستر كثم خمر وطيل للغمر الجهول خمر جمع خمار أي نصيف خمر والخمر اسم قد أتى للستر فحائط يستر إنسانا خمر أو شجر وجمع خمرة خمر وتلك هيئة اختمار والخمر جمع لخمرة العجين فدري إن كتم الإنسان شيئا خمرة وإن توارى الشيء طيل خمرة وفي العجين قد يقال خمر والضم والفتح بهذا يجري جماعة الناس هي الخمار غطاء رأس رأة خمار وكل ما يستر والخمار اسم شهير لصداع الخمر قوله والخمار بضم الخاء فائدة أكثر الأدواء والأوجاع في كلام العربي مبنية على فعال بضم الفاء وفتح العين كالصعال والصداع والخمار والزكام والبحاح والخنان والدوار والنحاذ والصدام والهلاس والسلال والهيام والرداع والكباد والزحار والصفار والسلاق والكزاز والفواق والقناق كما أن أكثر أسماء الأدوية مبنية على فعول كالوجور واللدود والسعوق واللعوق والسنوت والبرود والضرور والسفوف انتهى من التعالب وقل للصداع الخمر أي للصداع الذي يحطف عند شرب الخمر حقي أن حامد بن العبري بن عيسى في ديوان الوزارة عن دواء الخمار وقد علق به فأعرض عن كلامه وقال ما أنا وهذه المسألة فخجل حامد منه ثم التفت إلى قاضي القضاء أبي عمر وسأله عن ذلك فتنحنح القاضي لإصلاح صوته ثم قال قال الله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على الصناعات بأهلها والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة في الجاهلية وقد قال وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها ثم تلاه أبو مواس في الإسلام وقال دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وذاويني بالتي كانت هي الزاء فتهلل وجه حامد وقال لعلي بن عيسى ما ضرك يا بارد أن تجيب ببعض ما أجاب به قاضي القضاء وقد استظهر في جواب المسألة بقول الله تعالى أولا ثم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا وبيّن الفتية وأدى المعنى فكان خجل علي بن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منه لما ابتدأه بالمسألة انتهى خمسته المصدر منه الخمس بيمن اسم مليك خمس جمع خميس من ثياب خمس فالطول خمس بالزراع المكر أخذ والافتخراج قطع خن سفينة فارغة فخن جمع أخن أي أغن خن ثم الخنين اسم البكاء فدري رفاهة العيش هي الخنان أما الختان فاسمه خنان داء بحرق الطير فالقنان واسم زكام أي بأمث البكر وطعنة واسم فتاة خولة تعهد المال وعجب خيلة خؤولة قد خيل فيها خولة والخيلة الظن أتت بالكسر قوله أتت بالكسر أي وبالفتح أيضا خيانة والضغن كل خون ونظرة بريبة والخيم اسم لبلبة وجاء الخون جمع خوان وهو إحدى السفر خيل ومال وكريم خير وكرم والسمت كل خير وجمع خائر ضعيف خور واسم مصب الماء أي في البحر ثم القليل من نوال خيص وجمع أخيص الكباش خيص مكسور قرن وعيون خوص غور كذا أوراق نخل البسر قوله غور بضم الغين جمع غوراء لأن الخوص بفتحتين غؤور العينين مع الضيق والحوص بالحاء المهملة ضيقهما ومن معايب العين أيضا الشكر وهو انقلاب الجسم والعمش أن لا تزال العين التسيل وترمص والكمش أن لا يكاد يبسر والجهر أن لا يبسر نهارا والعشاء أن لا يبسر ليلا والخند أن يبسر بمؤخر عينه والقبل أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحول قال الشاعر أشتهي في القفلة القبلا لا كثيرا يشبه الحول والشفور والحول أن تراه ينظر إليك وهو ينظر إلى غيرك قال الشاعر حمدت إلهي إذ بليت بحبها على حول أغنى عن النظر الشذري نظرت إليها والرقيب يخالني نظرت إليه فاسترحت من العذر انتهى فجر وواحد الخلوط خيط وجمع خيطاء النعام خيط طويلة الأطراف ثم الخوط اسم لغثن ناعم بي ذهري انتهى باب الخاء باب الدال وفيه خمس وعشرون كلمة مصدر دب ضرف زيت دب وهيئة الدب وقرع دب كل طريقة وحال دب واسم لأنثى الدب يا من يدري لجهة الخلف ونحل دبر وقيل للمال الكثير دبر وآخر من كل شيء دبر سمية بالفتح ذات الدبر هزيمة عاقبة فدبرة ساقية ونخلة والدبرة هلكة لكل واد دبرة أعني به أبعده عن جسر أما الهلاك فاسمه الدبار عذاوة وقائع دبار ويوم الاربع هو الدبار أو ليلة له بغير نكر من كل شيء الكثير دبس وعسل التمر ونحل دبس والصمر أشربت ثوابا دبس وللأمور مغلات الصدر قوله والصمر أي والخيل الصمر التي خالط قمرتها الثواب فهي دبس جمع أدبس وهنا فائلة في تقصيل ألوان الفرس إذا كان سواده في شقرة فهو أدبس فإذا كان أسود فهو أدهم فإذا اشتد سواده فهو غيهدي فإذا كان أبيض يقالطه أدنى سواد فهو أشهب فإذا نفع بياضه وخلص من السواد فهو أشهب قرطاتي فإذا كان يصفر فهو أشهب سوسني فإذا غلب السواد وقل البياض فهو أحم فإذا خالطت شهبته حمرة فهو صنابي فإذا كانت حمرته في سواد فهو كميت فإذا كان أحمر من غير سواد فهو أشقر فإذا كان بين الأشقر والكميت فهو ورد فإذا اشتدت حمرته فهو أشقر مدمة فإذا كان ديزجا فهو أخضر فإذا كانت كمتته بين البياض والسواد فهو ورد أغبش فإذا كان بين الدهنة والخضرة فهو أحوى فإذا قاربت حمرته السواد فهو أصدأ مأقود من صدع الحديد فإذا كان مصمة لا شيئة فيه ولا وضح أي لون كان فهو بهيم فإذا كانت به نكة بيض أو غيرها أي لون كانت فهو أبرش فإذا كانت به نكة بيض وسود فهو أمش فإذا كانت به نكة فوق البرش فهو مدنر فإذا كانت به بقع تخالط سائر لونه فهو أبطأ فائدة أخرى في ألوان متفاوتة عن التعالبي الدبسة بين السواد والثمرة القمرة بين البياض والغبرة الطلسة بين السواد والغبرة الصهبة حمرة تضرب إلى بياضة كفرة تضرب إلى حمرة القهبة سواد يضرب إلى خضرة الدقنة لون إلى الغبرة بين الحمرة والثواد القمدة لون يبقى أثره ويزول صفاؤه يقال أكمد القفار الثوبة إذا لم ينق بياضة الشربة بياض مشرب بحمرة الشهبة بياض مشرب بأبنى سواد العثرة بياض تعلوه القمرة الصحرة غبرة فيها حمرة الصحمة سواد إلى صفرة انتهى الجدول الطاعون كل دبل والثكل أو إحدى الدواهي دبل واللقم الكبار تلك دبل كذا الحمار إيق لا صغر والشحم بين اللحن فهو الدخلل كلفة مداخل فدخلل أما غليظ الجسم فهو الدخلل وكلأ يدخل أصل الشجر واحدة الدرج لمشي درجة هيئته يقال فيها درجة وناقة أدرج فيها درجة أي خرقة في رحم عن ضر قوله عن ضر أي أصابها إذا عطفت بعنف وإدراج الخرقة في رحمها هو الدواء المجرب عند العرب انتهى ومرت الدر تسمى درة والصوت مع عدو جواد درة لؤلؤة عظيمة فدرة وطيرة من الطيور الخضر ذهاب رسم أو وداد درس قراءة وجرب والدرس لأثر الدارس أما الدرس فهي الثياب الباليات فدري ولد أرنب وفأر درس واسم جنين للأثان درس وجمع ناقة دروس درس أعني بها سريعة في السير من عنق سلخك شاة درع سابغة كذل قميص درع وجمع أدرع ودرع درع لأبيض ورأسه كالحبر قولوه سابغة وهي لباس من زرد الحديد يتقي به المحارب السهام ونحوها ويجمع على سابغات قال تعالى وألنا له الحديد أنعمل سابغات فهذه تسمى درعا وهي مؤنثة والدرع أيضا توب للنساء خاصة وهو مذكر أفاده التعالبي دسمت أي تديت أذني دسمة وهيئة الدسم تسمى دسمة وما به الخرق يسد بسمة كذل الدني أي وضيع القدر ومرة الدعاء تدعى دعوة لغير رهتك انتساب دعوة ثم الدعاء للطعام دعوة عن قطرب والفتق رأي الغير قولوه لغير رهتك أي انتسابك لغير رهتك وعشيرتك يسمى دعوة والاسم منه دعي فائدة في الدعوة إذا كان الرجل مدخولا في نسبه مضافا إلى قوم ليس منهم فهو دعي ثم ملصق ومسند ثم مزلج ثم زنيم وبه نفق القرآن انتهى واحدة الدق لكثر دقة هيئته خساسة فدقة والملق مدقوقا وخسن دقة كذا الدقيق من غبار يسري قولوه من غبار بيان للدقيق أي الناعم تقارب الخطو بمشي دلفو كل شجاع في الرجال دلفو وقيل في جمع دلوف دلفو وهو العقاره من سباع الطير قولوه تقارب الخطو إلى أثره فائدة في تقسيم المشي على ضروب من الحيوان الرجل يسعى المرأة تمشي الصبي يدرج الشاب يخطر الشيخ يدلف الفرس يجري البعير يسير الظليم يهدج الغراب يحجل العصفور ينقل الحية تنساب العقرب يدب فائدة أخرى في تبصيل ضروب مشي الإنسان وعدوه الدرجان مشية الصبي الصغير الحبو مشي الرضيع على استه الحجلان والرديان أن يرفع الغلام رجلا ويمشي على أخرى الدلف والدريف مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطوة الهدجان مشية المثقل وكذلك الدلح والدرمان الخطران مشية الشاب باهتزاز ونشاط الدألان مشية النشيط وبالذال المعجمة مشية خفيفة ومنها سمي الذئب الظؤالة الرسفان مشية مقيد الوكبان مشية في درجان ومنه اشتق الموكب التهنس مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها وكمالها الخيزلة والخيزرة مشية فيها تبختر الخزل مشية المنخزر في مشيه كأن الشوق شاك قدمه المتيطياء مشية المتبختر ومده يديه من قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى العشزان مشية المقطوع الرجل القزل مشية الأعرج التخلع مشية المجنون في تمايوله يمنة ويسرة الإهطاء مشية المسرع الخارف من قوله تعالى مهضعين مقنع رؤوسهم الهرولة مشية بين المشي والعدو التهادي مشية الشيخ الضعيف والصبي الصغير والمريض والمرأة السمينة الرسل مشية من يجر زيوله ويركضها بالرجل التدعلب مشية في التخفاء الترهل مشة الذي يمشي كأنه يموز في مشيه الحتك أن يقارب الخطى ويسرع الضكدكة والانكدار والانصلات والانصدار والإرذاف والإهراء الإسراء في المشي الإحصاف أن يعدو عدوا فيه تقارب الإحصاب أن يثير الحصباء في عدوه الكادحة والكمتاة عدو القصير المتقارب الخطو انتهى فانظر إلى ألفاظ العربي ما أجمعها وإلى لوتهم ما أوسعها وكل إسراء فذاك دمس وكل صف من بناء دمس وجمع أدمص الرجال دمس دقيق طرف الحاج بفهم تثري ومرة الدم لطلي دم والرجل القصير يدعى دم طريقة واللعبة أعلم دم وهرة أو نملة بالكثري البل والنفاق كل دهن وشجر يغني السباع دهن وما به يدهن فهو دهن وما يبل الأرض أي من قطر وصنم مضى اسمه دوار داوته مصطره الدوار وحيرة الرأس هي الدوار وأنت لا يخفاك معنى الدور قوله وحيرة الرأس إلى آخره فائدة ذكر التعالبي فصلا في تفصيل أسماء الأمراض وألقاب العلل والأوجاع جمع فيه بين أقوال أئمة اللغة واستلاحات الأطباء وذكر فيه الدوار فقال الدوار أن يكون الإنسان كأنه يدار به وتظلم عينه ويهم بالسقوط السباة أن يكون ملقا كالنائم ثم يحس ويتحرك إلا أنه مغمض العينين وربما فتحهما ثم عاد الخلج أن يشتفي الرجل عظامه من طول تعب أو مشي التوصيم شبه فترة يجده الإنسان في أعضائه العلز القلق من الوجع العروس الوجع من التخمة الهيضة أن يسيب الإنسان مغصر وكرب يحدث بعده مقيء واختلاف الخلفة أن لا يبيت الطعام في البطن بل يخرج سريعا الاستفقاء أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه الجزام علة تعصن الأعضاء وتشنجها وتعوجها وتبحث الصوت وتمرت الشعر الدوالي عروق تظهر في الساق غلاظ ملتوية شديدة الخضرة والغلاظ وغير ذلك مما لا نطيل بذكره انتهى تقلب الدهر الخؤون دول وكم قبيلة وفيها الديل أي اسم شخص وكذلك الدول ودولة الحرب إلى ذي القهر قوله إلى ذي القهر أي الغلبة يعني إذا قيل في الحرب كانت لنا الدولة عليهم فمعناه غلبناهم وقهرناهم انتهى وبالبقاء فسر الدوام داومته مصطره الدوام معناه دمت معه والدوام هو دوار الرأس لا من خمره شجرة المقلي فتاة دومة ومطر متصل فالديمة واسم مكان بالحجاز دومة يضاف للجندل أي للصخر قوله دومة يضاف للجندل يعني دومة الجندل قال الشاعر حمامة جرع دومة الجندل فأنت بمرأة من سعاد ومسمعه قبيلة بفتح دال ديشو وديك في بعض اللغات ديشو وجمع أدوش ودوش دوشو لأعمش أي جفنه ذو ضره قوله في بعض اللغات لعلها لغة تميم فائدة في حكاية العوارض التي تعرض لألسنة العرب الكشكشة تعرض في لغة تميم كقولهم في خطاب المؤنث ما الذي جاء بش يريدون بك وقرأ بعضهم قد جعل ربش تحت شي سرية لقوله تعالى قد جعل ربك تحت كسرية والكسكسة تعرض في لغة بكر كقولهم في خطاب المؤنث أبوث وأمث يريد أبوك وأمك والعنعنة تعرض في لغة قباعة كقولهم ظلنت عنك ذاهب أي أنثة وكما قال ذو الرمة أعن توسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم واللخلخانية تعرض في لغة أعراب الشحر وعمان كقولهم ما شاء الله كان يريدون ما شاء الله كان الطمطمانية تعرض في لغة حمير كقولهم طابا هواء يريدون طابا هواء انتهى من الثعارب المال في الزمة فهو الدين وملة قهر جزاء دين والذل والطاعة أم الدون فاسم إلى الشيء الخسيس القدري انتهى باب الدال باب الدال وفيه إحدى عشرة كرمة وظهر سلحفاة بحر ذبل والسكل وهو فقد حد ذبل وجمع ذبلاء بمد ذبل من يبثت منها شفاه الثغري ذربت حديت الحسام ذربة لذي لسان ثلث قل ذربة وذرب كلث قل ذربة في جمعه ذو حدة وبتري قوله هو ذرب كرثن إلى آخره فائدة في حدة اللسان والفطاحة إذا كان رجل حاد اللسان قادرا على الكلام فهو ذرب اللسان وفتيق اللسان فإذا كان جيد اللسان فهو لثن فإذا كان يضع لسانه حيث أراد فهو ذريق فإذا كان فصيحا بين اللهجة فهو حزاقي فإذا كان مع حدة لسانه بليغا فهو مثلاق فإذا كان لا يعترض لسانه عقدة ولا تخالط بيانه عجمة فهو مثقع فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو مدرة وأطله مدرة من درآ فأبدل في الهمزة هاء انتهى مرة ذرو للحبوب ذروة أو للتراب اسم مكان ذروة وقيل أعلى كل شيء ذروة بالضم مثل ما أتى بالكسر وقتل مجروح هو الزفاف واسم لسم قاتل ذفاف والماء إن قل هو الزفاف وقد أتسمى لسريع السير الضرب فوق ذقن فالذقن والرجل المسن فهو ذقن جمع ذقون أذقن فذقن وجمع ذقناء بمد فذر وفقنة وشدة النار ذكى في مطر الأول قد قيل ذكى والشمس بالتجريد والقصر ذكى وابن ذكاء هو ضوء الفجر وضرب أحليل فهذا ذكر كل كتاب لنبي ذكر وضد نسيان وأما الذكر فالبال نحو حاجة في ذكر وضد مدح يا أخي الذم مأدبة وذله ذالي ذم كذا المعاهدون ثم الذم جمع ذمين وهو حب البثري اللون والتشخيص كل ذمر والرجل الشجاع فهو ذمر جمع ذمير أي شجاع ذمر واسم الحراب المشبهات الصمري قوله والرجل الشجاع فهو ذمر بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الثالث من كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب الوجه الأول تسمة باب الراء بياض رجل فرث فهو الرجل ما بين ثبت الشعر والجعد الرجل ثم تضد امرأة هو الرجل وضد فارث بغير نكر قوله ما بين ثبت الشعر إلى آخره فائدة في تقصيل أوصاف الشعر شعر سدل إذا كان منبسطا وثبت إذا كان مسترسلا ورجل إذا كان غير جعد ولا ثبت وقطط إذا كان شديد الجعودة ومقلعط إذا زاد عن القطط ومفلفل إذا كان نهاية في الجعودة كشعور الزنج وسخام إذا كان حسنا لينا ومغدود إذا كان ناعما طويلا وجفال إذا كان كثيرا وكث إذا كان كثيفا مجتمعا ومعلنكث إذا زادت كثافته انتهى ومرة الرحيل تدعى رحلة والارتحال هو معنى الرحلة بياض ظهر فرة فرحلة وجهة تقصدها في السير الضرب فوق الفرج فهو رحم قرابة وع الجنين رحم ورحمة جمع رحوم الرحم لناقة الرحم هذا ضر قوله والضرب إلى آخره اعلم أن الضرب ما كان ببسط الكث أما بقبض الكث فلكم وبكلف اليدين لدم وربص وعلى الزقن والحنك وهد ولهد وعلى القفى صفع وعلى الرحم رحم كما في النظم وعلى الصدر والجنب وكز ولكز وبالأصبع على الجنب وكز وعلى الصدر والبطن بالرقبة زبن وبالرجل ركل ورس وعلى لست بظهر القدم ضفن انتهى انضرب الإنسان فرجا رحمة وفي تعطف يقال رحمة وفي اعتلال الفرج قيل رحمة بضم حاء واتى بالكثر وسعة العيش هي الرخاء وضد شد الربط فالريخاء لينة الريح هي الرخاء وكل هش هو رخو فدري قوله لينة الريح أي الريح اللينة فائدة ذكر أبو بكر التعالبي فصلا في تقسيم اللين على ما يوصف به فقال ثوب الليل الريح الرخاء الرمح اللدن لحم الرخص بنان طفل شعر سقام غصن أملوذ فراش وسير أرض دمسة امرأة لنيس إذا كانت لينة الملمس فرث خوار العنان إذا كان لينة المعقف انتهى رزلت مصمارا بأرض الرزة أثبته وقد سمعت رزة صوتا وبعد ذا أكلت رزة من بعد رز جوع بطن يوري قوله رزا صوتا فائدة في ترتيب الأصوات الخفية وتفصيلها من الأصوات الخفية الرز ثم الركز ثم الهتملة فوقهما وهي صوت الصرار ثم الهينمة وهي شبه قراءة غير بينا وينشد للكميت ولا أشهد الهجر والقائليه إذا هم بهينمة هتملو ثم الدنبنة وهي أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا تفهمه لأنه يخفيه ثم النغم وهو جرس الكلام وحسن الصوت ثم النبأ انتهى والسير مثل السيل فهو الرسل والرفق واللين فذاك الرسل جمع رسول يا أخي رسل والمرسلات ثم رياح تسري وولد الضبية قدمش رشا والحبل بالهمز وتركه رشا والرشوة الجعل وجمعها رشا مفاده بالحركات يجري ومطلق الرمي بنبل الرشق فرير أقلام أو افتح رشق وجهة الرمي وجاء رشق جمع رشيق القد ياذ الحجري طوالع الخيل وطعن الرعل واسم لحي من سلين الرعل نبت وجمع لرعيل رعل سوابق من الخيول الضمر قوله طوالع الخيل فائدة في تفصيل جماعات شتى جيل من الناس كوكب من الفرسان حزقة من الظلمان حاصب من الرجال كبكبة من الرجالة لمة من النساء رعيل من الخيل وجمعه رعل كما في النظم صغمة من الإبل قطيع من الغنم عرجلة من السباع سرب من الضباء عصابة من الطير رجل من الجراب خشرم من النحل كل ذلك بمعنى الجماعة انتهى مص بريق اختلاج الرف حمى تجيء كل يوم الرف جمع رفيت من سحاب الرف لما تدلى مثل زيل النفر وسم لموضع وعون الرفد وصلة والقدح اعلم رفد جمع رفود اي حلوب الرفد او المعين والمعان فدري قلوه والقدح اي الضخم فائدة في تقصيل الضخم من اشياء مختلفة عن الثعالبي الرفد القدح الضخم عن ابي عبيدة السجيلة الدلو الضخمة عن الكسائي الوهم الجمل الضخم العلكوم الناقة الضخمة الجحنبارة الرجل الضخم الجأب الحمار الضخم القلس الحبل الضخم الخزرنق كخورنق العنكبوت الضخم الهراوة العصر الضخمة الهيكل الضخم من كل حيوان الجخدب الجندب الضخم البالة الجراب الضخم الوليجة الجوالق الضخم الهلوف اللحية الضخمة العقب النعامة الضخمة قومه جمع رفود اي جمع ناقة رفود اي حلوب الى اخره فائدة في أوصاف الناقة في اللبن والحلب إذا كانت غزيرة اللبن فهي صفي ومري فإذا كانت تملأ الرسد وهو القدح فهي رفود فإذا كانت تجمع بين محلبين في حلبة فهي صفوف وشفوع فإذا كانت قليلة اللبن فهي بكيئة ودهين فإذا لم يكن لها لبن فهي شحوف فإذا انقطع لبنها فهي جداء انتهى وشدة الصوت هي الرفاعة واتفره واسم رجل الرفاعة لخيط رفع القيد كل رفاعة أو خرقة الرسحاء فوق الحر قوله واسم رجل الرفاعة أي بالكسر والرفاعة أيضا والعظمة التوب الذي تعظم به المرأة عجيزتها وينشد غلاظ القطى لا يتخذن الرفاعية انتهى شد البعير برفاق الرفق حبل وضرب مرفق والرفق ضد الجفا والعنف ثم الرفق جمع لأرفق ضعيف السير قوله حبل بيان لرفاق تشد به عضب الناقة لألا تسرع وذلك إذا خيف عليها أن تنزع إلى وطنها فائدة في أسماء الحبال التي تشد بها أشياء مختلفة العقال الحبل تشد به ركبة البعير الوساق الحبل توثق به الدابة وغيرها الهجار الحبل الذي يشد به رسغ البعير أو الدابة إلى حقه وزعم بعض متكلف المفسرين في قوله تعالى وهجوهن في المضاجع أي شدوهن بالهجار الطيب الحبل تقاد به الدابة الطيوال الحبل تشد به الدابة ويمسك صاحبه بصرفه ويرسل الدابة في المرعة الحقب الحبل يشد به الرحل إلى بطن البعير لألا يجتذبه التصدير الربق الحبل تربق به البهيمة القماط الحبل تشد به طوائم الشاتعين ذا الزبح الرفاق تقدم الكلام عليه الجعار الحبل يشد به نازل البعر وسطه الخناق الحبل يخنق به الإنسان الكتاف الحبل يكتف به الأسير وغيره العناج الحبل يشد في أسفل الدلوي ثم يشد إلى العراقي فيكون عونا لها وللوزم إذا انقطعت الأوزام أمسكها العناج انتهى من التعالبي قوله جمع لأرفق أي لبعير أرفق ضعيف السير لأنه انفتل مرفقه انتهى توضى لمن بعبده قد رفق أي لطف وإن بعير رفق بفتل مرفق عليه رفق صار شفوقا يا إمام العصر قوله صار شفوقا في كتب اللغة التي بين أيدينا رجل شفيق ومشفق انتهى مطفحه ما يكتب الإنسان فيه رقه والملك والشيء الرقيق رقه ثم رقيق الماء وفتح رقه والنبث ذو الشوكي أتى بالكسر ما لان من أرض هو الرقاق جمع رقيق قد أتى رقاق رقيق خبز اسمه الرقاق والرقق الضعف الذي عن ضر قوله ما لان من أرض إلى آخره فائدة إذا كانت الأرض لينة سهلة من غير رمل فهي الرقاق والبرث ثم الميثاء والدمثة انتهى ومرت الركوب تدعى ركبة وهيئة اللهو تسمى ركبة ما بين ساق أي وفخذ الركبة واسم لموضع فق ذا فكري وغرزك الرمح بأرض ركز وكل صوت وسخي ركز والذهب المدفون ذاك ركز وما نشى في معدن من تبري أكل وإصلاح بلاء الرم فتات شيء فوق أرض الرم ثم النعاج البيض صرفا رم واسم لما يصلحه ذو الخير وفعلة من الرم تدعى رمه واسم العظام الباليات رمه وجملة الشيء تسمى رمه وقطعة الحبل التي للجر وكل مستوى يسمى بالرها وره كركي وجمعه رها كذا النساء الفاجرات ورها لبلدة بالهاء بعد الحير قوله بالهاء بعد الحير أي بعد لفظ الحير يعني الحيرة انتهى هزيلة النوق ونطل الرهب والرجل الخائف فهو رهب والرهب الخوف كذاك الرهب كالرهبة فهم ما أقول تسري قوله ونطل أي نطل سهم الرقيق ولنذكر هنا تفصيلا لصالب سهامي إذا كان نطل سهم عريضا فهو المعبلة فإذا كان طويلا وليس بالعريض فهو المشق فإذا كان قصيرا فهو القطر فإذا كان مدورا مدملكا ولا عرض له فهو السرية والسروة وستأتي هذه اللفظة في الخاتمة فإذا كان رقيقا فهو الرهب والرهيش انتهى عذب وبئر زمزم رواء وحبل شد الحمل ذا رواء للمنظر البهيج قل رواء يا صاح والريا ذفي النشر وكثرة النوم تسمى روبة فهمة تدعى لديهم ريبة خميرة من لبن فروبة واسم إلى صلاح كل أمر وراحة برد النسيم روح غلبة سعد هواء ريح جبريل والمسيح كل الروح ونفث مردد في الصدر تردد والاضطراب رود إرادة ترد بكسر الريد والمهل والرفق فذاك رود تصغيره رويد نعر الكسر قوله والمهل والرفق حتى ذلك الفراء وأنشد يكاد لا تتلم البطحاء وطأته كأنه ثمل يمشي على رود قد راقني هذا الجمال روقة أعجبني وقد رشفت ريقة ماء ثمن ثم رأيت روقة قوما طوالا مثل طول السمر في رائق الجمال قالوا روقة وأنثوا الريقة فقالوا ريقة وفي الجميل الفرد قالوا روقة والجمع للأنثى نعم والذكر ورائق الحسم هو الرواق والستر دون السقف فالرواق والحاجب أعلم أنه الرواق وريق الشباب مبدى العمر وسعلة من رامة دعا رومة وظبية فضلة شيء ريمة وشحمة الأذن تسمى رومة وكل شخص رومة إذ يجري ريق شديدة الهبوب ريدة إرادة الشيء ففي الكريدة ناعمة الجسم تسمى رودة والرود بالفتح طلاب الأمر قولوه طلاب الأمر أي طلب الشيء ومنه راد كلان الكلأ يرودوه رودا أي طلبه وارتاده أيضا ارتيادة انتهى قد قيل فضل كل شيء ريع مرتفع الأرض طريق ريع والزهن أو ثواد قلب الروع وجمع أروع شبيه البدر قولوه مرتفع الأرض إلى آخره فهو جمع ريع بالكسر قال الله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وقولوه والزهن إلى آخره ومنه حديث إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الثلاث وقولوه وجمع أروع وهو الجميل الذي يروع كجماله والأنثى رائعة فائدة في ترتيب حسن المرأة عن التعالبي إذا كان بالمرأة وثمة من جمال فهي جميلة ووضيئة فإذا أشبه بعضها بعضا في الحسن فهي حسانة فإذا استغلت بجمالها عن الزينة فهي غانية فإذا كانت لا تبالي أن لا تلبس ثوبا حسنا ولا تتقلد قلادة فاخرة فهي معطال فإذا كان حسنها ثابتا كأنه قد وثم فهي وسينة فإذا قسم لها حظ واثر من الحسن فهي قسينة فإذا كان النظر إليها يتر روع أي القلب فهي رائعة فإذا غلبت النساء بحسنها فهي باهرة انتهى من كتاب ثقه اللغة الدرج البراح عظم ريم وأبيض الغزلان فهو ريم رائفة من عجم همروم والريم بالفتح أسسن القبر قولوه الدرج أي الذي يصعد عليه قال أبو عمر بن العلاء أتيت دار قوم باليمن أسأل عن رجل فقال لي رجل منهم اسمك في الريم أي أعلى الدرج أي لأن العلاء الشيء المرتفع قولوه عظم أن يفضل من الجزور إذا اقتسم لحمها قال الشاعر فكنتم كعظم الريم لم يدر جاذر على أي بدء مقسم اللحم يجعل قولوه العبيض الغزلان أي الخالص البياض أو الذي في ظهره صمرة فائدة في بياض أشياء مختلفة الريم الظبي الأبيض كما قال الناظم السحل الثوب الأبيض النقى الرمل الأبيض الصبير السحاب الأبيض الوثير الورد الأبيض القشم البسر الأبيض الذي يؤكد قبل أن يدرك وهو حلو الخوع الجبل الأبيض يرمع الحجر الأبيض النور النبت الأبيض القضيم الجلد الأبيض وأنشد النابرة كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع قولوه والريم بالفكش أتسمى القبر قال مالك بن الريب المازني إذا مدت فأساد القبور فسلمي على الرين أسقيت السحاب الغوادية انتهى انتهى باب الرا باب الزاي وفيه خمس عشرة كلمة كتابة صبر وعقل زبر والورق المكتوب فيه زبر وجمع زبرة بضم زبر لكاهل ومنزل للبدر زبلت أرضي يا أخي زبلة أعني بذا جعلت فيها زبلة حملته فيما يسمى زبلة جمع زبيل لوعاء البعر دفع وبيت ذنفراد زبن والحاجة اسمها لديهم زبن جمع زبون كضحوك زبن وهو المغفل الذي لم يدري ملء وقطع واحتمال زعب وقطعة من مال نعلم زعب وجمع زعبوب لئين زعب أو أجعب من لحمه ذو وفري قل فيه دفاف للعروس زفه صغير ريش كل طير زفه جمع أزفة أي سريع زفه مصدره الزفيف فيما أدري قوله صغير ريش كل طير زفه وقيل الزف لريش النعام خاصة قال التعالبي فصل في تقسيم الشعر الشعر للإنسان وغيره المرعزة والمرعزاء للمعز الوبر للإدري والتباع الصوف للغنم العفاء للحمير الريش للطير الزغب للفرخ الزف للنعام الهلب للخنزير وقال الليث الهلب ما غلظ من الشعر كشعر ذنب الفرق قوله مصدره الزفيف يقال زف القوم في مشيهم يزفون بالكثر زفيفا أي يسرعون ومنه قوله تعالى فأقبلوا إليه يزفون والزفيف أيضا أي يترام الطير بنفسه في الطيران ودون كفائدة في تفصيل الطيران وأشكاله وهيئاته إذا حرك الطائر جناحيه ورجلاه بالأرض قيل دفا فإذا طار قريبا على وجه الأرض قيل أسفا فإذا كان مقصوصا وطار كأنه يرد جناحيه إلى ما خلفه قيل جدفا ومنه سمي مجداف السفينة فإذا حرك جناحيه في طيرانه قريبا من الأرض وحام حول الشيء يريد أن يقع عليه قيل رفرة فإذا طار في كبد السماء قيل حلق فإذا حلق واستدار قيل دوما فإذا قفط جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما كما تفعل الحدأ والرخم قيل الصفة وفي القرآن والطير صفات فإذا ترامى بنفسه في الطيران قيل رفرة رفيفة فإذا انحذر من بلاد البرد قيل قفعة حمل أنين صوت نار زفر جماعة قربة ماء زفر وجمع أجثر الخيول زفر عظيم جنبين عريض الظهر قوله أنين أي بشرط أن يكون ذلك الأنين شديدا فائدة في ترتيب الأصوات إذا أخرج المكروب أو المريض صوتا رقيقا فهو الرنين فإذا أخفاه فهو الهنين فإذا أظهره فخرج خافيا فهو الخنين فإذا زفر به وقبح الأنين فهو الزفر والزفير وهو ما في النظم فإذا مد النفث ثم رمى به فهو الشهيق فإذا تردد نفسه في الصدر عند خروجه فهو الحشرج انتهى من التعارب تطعام طير فارخه فالزق أما ثقاء الماء فهو الزق للخمر أسماء ومنها الزق ثم الزقاء قسم إلى الممر قوله أما ثقاء الماء إلى آخره فائدة ذكر التعاربي أن الزقاء والقربة للماء والزق والركوة للماء والخل والوطب والمحقن لللبن والعكة والنحي للسم والحميث والمساد للزيت والبديع للعسل وفي الحديث إن تهامك كبديع العسل أوله حلو وآخره أي لا يتغير هواؤها كما أن العسل لا يتغير انتهى وشارب الماء مع الأكل الزقاء ثم الثقاء الزق جمعه الزقاء والستة المسلوكة اسمها الزقاء زقزقة لرمي زرق الطير زلفة وزلفة كذاك الزلف منزلة الإنسان أم الزلف فاسم إلى الروضة ثم الزلف جمع لزلفة مضت في الصدر خطيئة أو فقطة فزلة حجارة ملس تسمى زلة للضيق أي في نفس قل زلة ثم الزلال العزب مهما يجري قوله زلة الزلة بضم الزاي ضيق النفة وأيضا اسم ساعة من ساعات الليل لأنهم قدروا ساعات الليل والنهار على أربع وعشرين لفظة عن حمزة بن الحسن فساعات الليل الشفق ثم الغسق ثم العسمة ثم السلفة ثم الجهمة ثم الجلة بضم الزاي ثم الجلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح وساعات النهار الشروق ثم البكور ثم الغدو ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم القصر ثم الأصيل ثم العشي ثم الغروب وباقي أسماء الأوقات تجيء بتكرير الألفاظ التي معانيها متفقة انتهى من التعالب في السير طيل للنشاط زمل والسير في شق فهذا زمل جمع زميل أي رديث زمل واسم فتا لكنه بالكثر قوله واسم فتا لكنه بالكثر أي زمل انتهى وجانب الزراع فهو الزند وآلة القبح وأما الزند ففرس جمع الزناد زند ثم الزناد جمع زند يوري قوله وآلة القبح أي العليا واسم السفلى زند وجمعهما زناد وقوله جمع زند يوري أن يقدح انتهى نور النبات والنبات زهر والوقر الحاجة فهي زهر وجمع أزهر جميل زهر أو أبيض واسموفة ذي خبري قوله أو أبيض بالجر عطف على جميل الذي هو بجل من أزهر أو عطف بيان فائدة في تفصيل البياض إذا كان الرجل أبيض بياضا لا يخالطه شيء من القمرة وليس بنير ولكنه كلون الجرس فهو أمهق فإن كان أبيض بياضا محمودا يخالطه أدنى صفرة كلون القمر والدر فهو أزهر وفي حديث أنث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر ولم يكن أمهق فإن علته أو غيره من زوات الأربع قمرة يسيرة فهو أقهب وأقهد فإن علته غبرة فهو أعثر وأغثر انتهى قوله واسم فتن ذي خبري هو زهر بن عبد الملك بن زهر الأندلسي هو وأقاربه فضلاء وأطباء انتهى الصدر والزائر فهو زوره وكل زوار النساء زير في جمع أزور يقال زوره أعني به ذا ميل في الصدر زيارة أي مرة فزوره وهيئة الزيارة بعزيره وقفعة الكتان أم الزوره فموضع ذو شجر وطيره انتهى باب الزائر باب السين وفيه خمسون كلمة است وجزء من زمان سبه والإطبع السبابة تعلم سبه من يكثر السب له فسبه والعار أيضا فاجتنبه تسري وراحة أو حلق رأس سبت سريع سير مدبة والسبت مدبوغ جلد والسيال سبت أو السنوت وهو نبت بري قوله والسبت السبت بكثر السين الجلد المدبوغ الأرندج الجلد الأسود الجلد جلد بعير يسلق فيلبس غيره من الدواب عن الأطمعين وقد مر في باب الجسيم الشكوى جلد السخلة ما دامت ترضى فإذا فطمت فمسكها البدرة فإذا أجزعت فمسكها الثقاء قوله تجربة وجس جرح سبر وهيئة الإنسان تلك سبر وقد أتى جمع سبار سبر فتيلة تدخل جرحا فدري كل غتات ذات برد سبرة وسبة جمال وجه سبرة واسم إلى جمع سبار سبرة فتائل الجرح لجس الغور أكل السباع أخذ سبع سبع وعدد وأسد والسبع السقل في السابع ثم السبع جزء من السبعة مثل العشر قوله أكل السباع أي أكل السباع الغنم فهو مصطر مضاف لفاعله انتهى ومصطر إلى سترت السفر والاسم منه والحياء الستر كذا الحياة ثم جاء الستر جمع ستار يا فتى أي ستر واسم لموضع وشق سجف والستر وافتح إن أردت سجف ولظلام الليل قيل سجف والسجف الدقة أي في الخصر ضرع عظيم والجواد سجل وفي السجل الصدق طيل سجل جمع سجيل كأمير سجل صوت الحمار دائرا في الخصر ورئة والقلب كل سحر ويابس الطعام أما السحر فكل ما دق وجاء السحر جمع سحور أي كثير السحر في السهك قل والدق أيضا سحق وإن أردت البعد قلت سحق وفيه والطول يقال سحق والسحق عدو وهو دون الحبر قوله في السهك والدق فائدة في ترتيب الدق الدق والنحذ ثم الجرش والجش ثم الرض ثم السحق ثم الدعك ثم الجرد انتهى من السعال قوله في السهك إلى آخره يقال إذا سهك الشيء سحقه بفتح الحاق وبابه قطع ومنه المجبوب يسحق فينزل ولعن الله السحاقات ويقال سحق الملح بالهاوين بفتح الحاق أيضا إذا دقه وأما سحق بمعنى بعد ففيه الكسر والضم ومنه سفقا له أي بعدا وأما سحق بمعنى طالا فهو بالضم لا غير ومنه نخلة سحوق أي طويلة وحمار سحوق أي طويل والسحق بفتح السين نوع من العدو فوق المشي ودون الحضر بضم الحاق وقوله وإن أردت البعد قلت سحقا بكسر الحاق وضمها فائدة في تقسيم الوصف بالبعد مكان سحيق فج عميق رجع بعيد دار نازحة شأو مغرب نوى شطون سفر شاسع بلد طروح انتهى عيب وإغلاق وظل سد وقيل للقول السديد سد ومطبخ الجراد ذاك سد وحاجز الوادي وفتح يجري قوله وفتح يجري أي ويجري فيهما الفتح فيقال سد انتهى ندى السماء خلاف لحمة سدى وبلح أخضر شهد والسدى لحسن مشي ناقة ثم السدى لمهمل من كل شيء فدري والاستقامة هي السداد وبلغة من عيش السداد وجمع سدة أتى سداد وهي زكام مانع للنشر قوله السداد أي بكسر السين قال السعالبي كل شيء سددت به شيئا فهو السداد وذلك مثل سداد القارورة وسداد الثغر وسداد القلة وقوله وبلغة من عيش السداد جاء في أخضار النحويين أن النظر بن شميل المالزيني استفاد بإفادة هذا الحرب ثمانين ألف درام قال كنت أدخل على المأمون في ثمره فدخلت ذات ليلة وعلي قميص مرقوع فقال يا نظر ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان فقلت يا أمير المؤمنين أنا شيخ ضعيف وحر مر وشديد فأبترد بهذه الخلقان قال لا ولكنك قشت ثم أجرينا الحديث فأجرى هو ذكر النساء فقال حبتنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدوج الرجل الزوجة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوض فأورده بفتح السين قال فقلت صدق يا أمير المؤمنين هشيم حدثنا عوض بن أبي جميلة عن الحسن عن علي بن أبي طارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوض قال وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال يا نظر كيف قلت السداد قلت لأن السداد هنا لحن قال أو تلحنني قلت إنما لحن هشيم وكان لحانه فتبع أمير المؤمنين لفظه قال فما الفرق بينهما قلت السداد بالفتح القصد في الدين والسبيل وبالكسر البلغة قال وكل ما سددت به شيئا فهو سداد قال أو تعرف العرب ذلك؟ قلت نعم هذا العرجي يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغريد فقال المأمون طبح الله من لا أدب له وأطرق مليا ثم قال ما مالك يا نظر؟ قلت أريضة لي بمر أتمددها قال أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت إني إلى ذلك لمحتاج قال فأخذ القرطات وأنا لا أدري ما يكتب ثم قال كيف تقول إذا أمرت أن يترب؟ قلت أترب قال فهو ماذا؟ قلت مترب قال فمن الصين قلت طنه قال فهو ماذا؟ قلت مطين قال هذه أحسن من الأولى ثم قال يا غلام أتربه وطنه ثم صلى من العشاء وقال لخادمه تبلغ معه إلى الفضل بن سهل قال فلما قرأ الفضل الكتاب قال يا نظر إن أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم فما كان السبب فيه فأخبرته ولم أكذبه فقال فتلحن أمير المؤمنين؟ فقلت كلا إنما لحنه شيء وكان لحانه فتبع أمير المؤمنين لفظه وقد تتبع ألفاظ الفقهاء ورواس الآتاء ثم أمر لي الفضل بثلاثين ألف درهم فأخذت ثمانين ألف درهم بحرف استفيد مني انتهى من الضرة وأخذ سدث المال فهو السدث في سادث سقي الجمال سدث والجزء من ست فذاكت سدث وجاء جمعا لسديث العمر قوله لسديث العمر أي ما طعن في السنة الثالثة انتهى إرسال شعر يا أخي سدل والسمط من در طويلا سدل والستر بالكثر وضم سدل والسودل الشارب أي من شعر والمال يرعى في الفياف سرب قفا ضبا وحش وقوم سرب وجمع سربة بضم سرب جماعة من كل جنس يجري قوله جماعة فائدة جماعة النساء والضباء والقطر سرب جماعة البقر الوحشية والضباء إجل وربرب جماعة البقر الوحشية خاصة صوار جماعة الحمير الوحشية عانة جماعة النعام خيث جماعة الجراد رجل وعارض جماعة النحل دبر انتهى من التعارب قطع سرار الطفل فهو السر والطعن في السرة أم السر فاسم إلى النكاح ثم السر بالضم جمع الجمل الأسر قوله الأسر وهو الذي أصابه داء في سرته انتهى آخر شهر داء سرة سرر ما قطعت من بطن مولود سرر وسرة ما بقيت ثم السرر جمع لها وخير كل أمر تهيج نار بل وحرب سعر والثمن المقدر اعلم سعر والنار والجنون كل سعر والأسعر الأسود فرد السعر وكنس بيت كشف شيء سفر كذا المسافرون أما السفر فهو الكتاب الضخم ثم السفر جمع سفير تابع للغير قوله كشف شيء أي مطلقا وقيل كشف الوجه خاصة كما يستفاد من كلام أبي بكر التعاربي حيث بيّن اختلاف الكشف باختلاف المكشوف فقال حسر عن رأسه سفر عن وجهه استر عن ناره كشر عن أسنانه أبدى عن زراعه كشف عن ساقه هتك عن عورته انتهى في سفه غلب زيد سفها في الجهل والطيش يقال سفها وقل إذا صار سفيها سفها واكثره إن أكثر شرب الخمر منقطع الرمل وثلث سقطه وولد قبل الثمام سقطه جمع سقيط أي جليد سقطه أعني به الثلجة فكن ذا فكري قوله منقطع الرمل سائدة في تفصيل الرمال العذاب ما استدقى من الرمل الحبل ما استدقى منه اللبب من حذر منه الحقف معوج منه الدعف ما استدار منه العقد ما تعقد منه العقنقل ما تراكم وتراكب منه السقط ما جعل ينقطع ويستصل منه أي ينقطع تارة ويستصل أخرى وهو المذكور في النظم النهبورة ما أشرف منه ويقال له التيهور أيضا الشقيقة ما انقطع وغلظ منه الأوعث ما سهل ولان منه الرغام ما لان منه هو ليس بالذي يسيل من اليد الهيام ما لا يتمالك أن يسيل من اليد للينه منه الدكداك ما التبد بالأرض منه العانق ما تعقد منه حتى لا يقدر البعير على السير فيه انتهى وفي كتاب الموازنة لحمزة في ترتيب كمية الرمل قال الرمل الكثير يقال له العقنقل فإذا نقص فهو كثيب فإذا نقص عنه فهو عوكل فإذا نقص عنه فهو سقط فإذا نقص عنه فهو عذاب فإذا نقص عنه فهو لبب انتهى السقط الرديء والثقاط بائعه والذلة الثقاط وساقط من شيء الثقاط والثاقط اللئيم أو ذو المكر والثكم يا هذا هو الثقام جمع ثقيم قد أتى ثقام واسم اللواذ يا أخي ثقام وقيل فيه الفتح أيضا يجري وسد نهر بل وباب ثكر وما به يسد فهو سكر ذهب عقل من مدام سكر أو غيرها واللحظ أصل سكر من مالك ندعك شيئا سلب ومنسك الحرات ذاك سلب جمع ثلاب أي بكثر سلب ثوب حداد أسود كالحبر قوله ومنسك الحرات أي الخشبة التي ينسكها الحرات وقت الحرب انتهى وموضع أو شق رأس سلع والشق في فخر الجبال سلع في جمع أسلع يقال سلع أي أبرص فاحفظ كلام يتسر تسوية الأرض فذاك السلف وزوج أخت امرأة فالسلف جمع سلوف وهو نصف سلف لكنه ذقتول لاذ القفر آباءك الماضون والقرض سلف صفحة عمق سلفة إحدى السلف والحجل اسم فرخه حقا سلف وجمعه السلفان يا ذا الحجر بذاءة شدة صوت سلق نوع من البقل وزئب سلق جمع سليق بالخلايا سلق ما أبقت النحل بها من قطر بسلم تبغ الجلود سلم فافهم وأما السلح فهو سلم جمع سليم أي لديغ سلم تفاؤلا أي بذهاب الضر قوله السلم السلم بفتح السين واللام شجر يدبغ به انتهى تحية واسم لربنا السلام وجمع سلمة حجارة سلام وشجر وعين ماء والسلام اسم لموضع فك ذا خبره سلقة هرماء نوق سلة ثم استلال للصيوف سلة واسم السلال وهو داء سلة برئة يدعو لسكن القبر السقب والقاتل كل سم مثلثا وحب كحل سم لأحمر النمل يقال سم ثم السماسم اسم بعض الطير ولست يا أخي يدعى سم وإن أردت قلت أيضا سم قرابة سفرة خوص سم يحفظ فيها ساقط من بسري وتعلب واسم مكان سمسم حب السليط ذاك حقا سمسم كل خفيف من رجال سمسم وكل نمل يا فتى محمر وعجو سعلب يسمى سمسمة وحبة السمسم تدعى سمسمة لامرأة خفيفة قل سمسمة ثم السموم الريخ ذات الحر الوجه الثاني من الشريط الثالث من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب ستمة باب السين رياح صيف اسمها سهام للنبل قلوة الأنصبا سهام داء يصيب إبلا سهام في الصيف من شدة وهج الحر وستفهد السواد فهو سود وأسد زئب وحي سيد وجمع أسود وسود سود واسمفة وروا به في الشعر قوله وحي أي من ضبه وقوله وجمع أسود وسود كقول الشاعر وبلاء من عيون لحبيب القلب سودي انتهى لون وتمر مهجة سواد مصر ساوت الفتى سواد أدنيت شخصي منه والسواد للداء من كثرة أكل التمر وحدة الشراب تدعى ثورة ووثبة وبطشة والسيرة طريقة الإنسان ثم السورة منزلة الشخص وإحدى الصوري قوله طريقة الإنسان أي حسنة كانت أو قبيحة انتهى يقال لاسترخاء بطن سولة وجرية الماء تسمى سيلة مسألة يا صاح تدعى سولة والهمز في هذا الأخير يجري من سام أي رعى يقال سومة هيئة ساومت المتاع سيمة كل علامة تسمى سومة وسيمة وسمة بالكسر والمال يرعى في الخلى سوامه ومصدر لساوم السوام وسمته مصدره السوام واسم إلى بعض صنوف الطير وشعر أدناب الخيول سيف وموضع ساحل بحر سيف وجمع سوفة بضم سوف ما بين جلد ورمل البحر انتهى باب السين باب الشين وفيه ثلاثون كلمة حداثة السن هي الشباب ورجل مضى اسمه الشبيب والثور إن أثن فالشبوب أما الشباب فنشاط الحجر قوله أما الشباب أي بكثر الشين فنشاط الحجر أي لعب الفرس وتقميصه انتهى من أطعم الشحم لقوم شحمة أو اشتهى الشحم يقال شحمة أو كتر الشحم عليه شحمة أي فارد جسم سمين وفري وجمع شارب وفهم شرب والماء مثل وقت شرب شرب وشرب المصدر منه الشرب بضمه وفتحه والكثر ومرة الشرب تسمى شربة وإن ترد هيئته قل شربة وحمرة بالوجه تلك شربة وموضع والفتح فيه يجري وضد خير بست ثوب شر وجمع شرة نشاط شر والعيب والمكروه كل شر وسميت جارية بشر قوله نشاط بالجر بدل من شره أي نشاط الشباب انتهى قوله وسميت جارية بشر بكتر الشين وهي جارية عبد الله بن المعتز انتهى إغلاب قول للصديق شرس وسجر الشوك فغيرا شرس وجمع أشرة جريء شرس وجرب في مشفر من فكري قوله جريء بالجر بدل من أشرف أي ذي جراءة وإقدام على الأمور من غير تثبت وهو من سوء الخلق لأن الرجل إذا كان سيء الخلق فهو دغر وعذور فإذا زاد سوء خلقه فهو شرس وشكس فإذا تناهى في ذلك فهو عكس وعكس انتهى اقبال رمح أي لطعن شرع دين وورد الماء أما الشرع فوتر وموضع والشرع جمع شراع في سفين البحر أثن معنى قد أتى لشرفة وارتفع المنكب معنى شرفة وإن على شأن فلان شرفة أي صار ماجدا عظيم القدر واسم لعالي جبل شرافي واجمع شريفا أي على شرافي ومذ شربت الماء من شرافي وهو اسم منبع تلاشى ضري قولوه لعالي جبل أي لجبل عالي شرافي كحزام مبنيا على الكفر في جميع أحواله انتهى شمس وطير ضد غرب شرق والضوء أي من شق باب شرق ولمخاليط النتاء شرق كذل ظلمان حسان الصور قولوه شرق الشرق بالضم جمع الشريق من النتاء وهي المخلوفة التي نكحت فصار مثلكاها واحدا وجمع الشريق من الغلمان وهو حسن الوجه مشرق انتهى ووضع سير للنعال شسع والسير أو مصنح مال شسع جمع شسوع أي بعيد شسع والشافع البعيد أيضا فدري ثعفة خضرى وثيف شطبة وقطعة أي من ثنام شطبة طريقة بالثيف ثلث شطبة جارية طويلة بالكسر قولوه جارية طويلة إلى آخره فائدة في تقسيم الطول على ما يصف به عن التعالبي رجل طويل وشغموم جارية شطبة وأطبول فرس أشق وأمق وسرخود بعير شيظم وشعشعان ناقة جثرة وقيدود نخلة باثقة وسحوق شجرة عيدانة وعميم جبل شاهق وشامخ وباذخ نبت سانق سدي طرطب وجه مكروط شعر فينان فينان ووارد كأنه يرد الكفل وما تحته وقد أحسن ابن الرومي في قوله وفاحم وارد يقبل من شاه إذا اختال مسبلا غدرة وأحسن في السرقة منه وجاد عليه ابن مطران حيث قال والحديث شجون ضباء أعارتها المهى حسن مشيها كما قد أعارتها العيون الجآذر فمن حسن ذاك المشي جاءت فقبلت موافئ من أقدامهن الضفائر قبيلة ثقب هلاك شعب بين جبال الطريق شعب والبطن من قبيلة والشعب بضم شين للزقوق الدسر قوله والشعب إلى آخر بضم الشين جمع شعب بفتح الشين وهو الضق البالي وزعفران نبت جثم شعر والعلم أو منظوم قول شعر ثم الدواهي يا حفيظ شعر وجمع أشعر طويل الشعر قوله شعر بضم الشين جمع شعراء كحسناء وهي الداهية انتهى من علم أو قال شعرا 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 من شعر جسمه كثير شعرا في الأولين قيل أيضا شعرا ثم الشعار الثوب وثم الشجر قوله الشعار الثوب أي الذي يلي الجسد وما يلي الشعار فهو الدفاع تفرق وثم السفى شعاع ثم الشعاع جمعه شعاع وضوء شمس بذغت شعاع جمع شعاعة فق ذا قبري صدع وتفريق وخرق شق مشقة نصف شقيق شق وجمع شقة وأشقة شق هما الطويلان في ذاك عمري ومرة الشق تسمى شقة لقطعة مشقوقة قل شقة ولمشقة يقال شقة كذال طول مدة في السير لزهرة من الشقيق شقرة مضى عناق كان يدعى شقرة وحمرة مع بياض شقرة والشقر أمر لاسق بالفكر قولوه مضى عناق كذا بخط ناظم ولم يظهر لنا معنى الكلمتين ولا ضبطهما ولعل مضى مقصورة للوزن من مضيء اسم فاعل من الإضاءة وعناق كسحاب الوسطى من بنات نعش كما في القاموس فحرر انتهى مصحفه ضد اليقين واللفوق شك والضرع الخفيف أم الشك فحلية تلبس ثم الشك جمع شكوك ناقة بوبري قلوه ناقة بوبري بدل من شكوك بفتح الشين سميت شكوكا لأنه يشك أليها فرق أي شحم أم لا لكثرة وبرها انتهى وجبل واسم النكاح شكر فرج ولحمه أو افتح شكر عرفان إحسان تناء شكر أما الشكور فكثير الشكر والمثل والصورة كل شكل والقبح والدل فذاك شكل وجمع شكلاء العيون شكل آهن على بياضها المحمر قوله والمثل ومنه قول الشائر وقائل كيف تهاجرتما فقلت قولا فيه إنصاف لم يق من شكلي ففارقته والناس أشكال وآلاف وقربة لها يقال شلة جمع شليل وهو ذرع شلة لنية في سفر قل شلة أو مطلقا وثم بعيد الأمر وخلط شيء بثواه شمت ثم توابل الطعام شمت وأشمط والجمع منه شمت لذي بياض في ثواب الشعر في الشنآن لغة شنان وجمع شن قربة شنان والماء متفرقا شنان أو باردا يعدب وقت الحر حصن لباس زينة شوار أما اختبار الخيل فالشوار متاع بيت ثلت الشوار ودبر وخصية مع ذكر نزاع نفس نحو شيء شوق بجبل أصعب مرقا شيق وجمع أشوق طويل شوق وجمع شائق محب الغير والشبل والمقدار كل شيء ومن يخالط النتاء شيء وأشوع والجمع منه شوع منشور شعر الرأس صلب الشعر وجوجة ظهور أمر شيعة والصحب والأنصار كل شيعة واحدة الشوع بضم شوع شجرة البان الذكي النشر سل وإغماد لسيف شيم ورؤية البرق وأم الشيم فحفر في الأرض ثم الشوم للنحس والجمال سود الشعر انتهى باب الشيم باب الصاد وفيه اثنتان وثلاثون كلمة والشوق أو رقته صبابة جمع صبيب عصفر صبابة وما تبقى في الإنى صبابة من نحو ماء يا فتى أو در سقي الصبوح في الصباح صبح ثم الصباح قيل فيه صبح وقيل أيضا يا نبيه صبح وجمع أصحاب الشعور الحمر قوله سقي الصبوح إلى آخره فائدة في اختلاف أسماء الشرب باختلاف أوقاته الجاشرية شرب السحر الصبوح شرب الغداة القيل شرب نصف النهار الغبوق شرب العشين قوله وجمع أصحاب الشعور الحمر أي جمع أصبح وهو الذي في شعره حمره فالإضافة للبيان لأن أصحاب الشعور هم معنى الجمع لا معنى المفرد انتهى سقر وضد للمسى صباح صبيح وجه جمعه صباح حسنه واسم فتى صباح واسم إلى المصباح باه يوري أغار في وقت الصباح صباحا وحمر شعر مع بياض صباحا وحسنت صورة وجه صباحا ثم الصبوح الشرب بعد الفجر تجلد والحبس كل صبر في الصبر المعروف قيل الصبر جمع صبير أي سحاب صبر وطرف والأرض ذات الوعر والبعر لابدا بحوض صبرة وبلدة بالغرد ثم الصبرة لشدة البرد ومعنى الصبرة مجموع قوت مع جهل القبر حجارة ملسم هي الصبار مصدر صابرت الفتى الصبار معن صبرنا ثم والصبار لما عزي للهند أي من تمر تغيير لون التوب غمس صبغ وما به يصبغ أدم صبغ بيض نواصي من خيول صبغ وبيض أذناب لجنس الطير قوله أدم أي وأدم ومنه قوله تعالى وصبغ للآكلين انتهى ومرة الصبغ تسمى صبغة والدين والكفرة كل صبغة والبثرة اسمها لديهم صبغة إن كان بعضها نضيجا فدري جلا صدى مرآة وجه صدأ على الحديد وسق فصدئ وقيل هذا فرس قد صدؤ لشكرة شابت سواد الشعر واسم الصليب من رماح صدق وشدة وبد كذب صدق وجمع صدق وصدوق صدق وجمع صدقة بمعنى المهر قوله واسم الصليب من رماح صدق فائدة في أوصاف الرماح عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما إذا كان الرمح صلبا مستويا فهو صدق فإذا كان أثمر فهو أضمى فإذا كان شديد الاقتراب فهو عراب فإذا كان واسع الجرح فهو منجل فإذا كان مضطربا فهو عاسل فإذا كان سناره نافذا قاطعا فهو لهزم فإذا نسب إلى أرضا يقال لها الخط فهو خطي فإذا نسب إلى امرأة يقال لها ردينة كانت تعمل الرماح ويقال بل كانت تباع عندها الرماح فهو رديني فإذا نسب إلى ذي يزن فهو يزني فإذا أريد نبات الرماح قيل الوشيح والمران وقال أبو عمر الوشيح الرماح واحدتها وشيحة انتهى قوله وجمع صدقة إلى آخره أجضم الصاد مع سكون الدال هذه تجمع على صدق وفيها لغة أخرى صدقة بفتح الصاد مع ضم الدال وجمعها صدقات بفتح صدم قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وفيها أيضا صداق وصداء بفتح الصاد وكسرها والكل بمعنى المهر تحميض در حقن بول صرب أما احتباس غائط فصرب وجمع صرب أو صريب صرب بحيرة أو حامض من در قوله حقن بول أي حبسه والحبس يختلف باختلاف المحبوس يقال حقن اللبن خفر الجارية حبس اللصة دجن الشاتة كند المال صرب البولة انتهى قوله بحيرة بالجر بيان للصرباء وهي الناقة المذكورة في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا ثائبة والبحيرة الناقة التي كانت إذا نتجت سبعة أبطن وكان آخرها ذكرا بحر أذنها أي شقوها وامتنعوا من ركوبها ونحرها ولم تخلق عن ماء ولا مرعى انتهى أو حامض عط بيان على صريبا باللت والنشر المرتب تعليق قوله أو حامض وقوله عط بيان كذا بخطه نظما ونثرا وعط البيان لا يكون بحرف العطف فلعل أو محرفة عن أي انتهى مصحفه رب دراهم وسدي صر واسم إلى البرد الشديد صر حوافر بها انقباض صر وتلك جمع الحافر الأصر قوله واسم إلى البرد الشديد صر فائدة في تفصيل الشدة من أشياء وأفعال مختلفة عن التعالبي الصر شدة البرد الوديقة شدة الحر الانهلال شدة صوب المطر الغيهب شدة ثواب الليل القشم شدة الأكل القحف شدة الشرب الشبق شدة الغلمة الدحم شدة النكاح وفي الحديث أنه سئل عن نكاح أهل الجنة فقال دحمن دحما التسبيخ شدة النوم الجشع شدة الحرص الخطر شدة الحياء السعار شدة الجوع الصدى شدة العطش اللخف شدة الضرب المحك شدة اللجاج الهد شدة الهدم القحل شدة اليبس المأك شدة البكاء الرزاح شدة الهزال السلق شدة الصياح وفي الحديث ليس منا من سلق أو حلق الشرف شدة البغض الشذا شدة ذكاء الريح الضرزمة شدة العض القرضرة شدة القطع القحقحة شدة السير وفي الحديث شر السير القحقحة الوصب شدة الوجع الزقع شدة الضرط الخبز شدة السوق عن أبي زيد وأنشد لا تخبز خبزا وبثارثا والبث السير الليل والهلع شدة الجزع اللذب شدة الخصومة البث شدة الحزن النصب شدة التعري الحسرة شدة الندامة انتهى جماعة الناس تسمى صرة والحر والصيحة أم الصرة فالبرد كالقرة ثم الصرة لفضة مصرورة أو كبري والقرح للأرض وداء صرع مصارع والمثل كل صرع جمع صريع أي صريح صرع والسوط والقوس بغير بشري لمرة الصرع يقال صرع وهيئة له تسمى صرع من يصرعونه كثيرا صرع صرعة ذو الصرع أي للغير قوله صرعة إلى آخره هو كهمز من يصرع الناس انتهى القطع والجلد وكل صرم جماعة خفص بنعل صرم وجمع صرماء بمد صرم لناقة شحيحة في الدر الصغر الذل كذا الصغار ثم الصغير جمعه صغار وفي الصغير لغة صغار والصاغر الراضي بذل الغير فدوث صفار لداء صفر وفارغ بالحركات صفر وجمع أصفر وصفر صفر ولنحات أصفر أو كبري قوله وفارغ بالحركات أي الثلاث فوق الصاد من صفر وهو مخصوص بالإناء فائدة في تفصيل ما يوفق بالخلاء والصفورة على ما يوفق بهما عن التعالبي يقال إناء صفر ليس فيه شيء أرض قفر ليس بها أحد ومواس ليس بها نبت وجرز ليس فيها زرع دار خاوية ليس فيها أهل غمام جهام ليس فيه مطر بطن طاو ليس فيه طعام لبن جهيز وجهير ليس فيه زبد قستان جم ليس فيه فاكهة شهبة هف ليس فيها عسل قلب فارغ ليس فيه شغل خد أمرد ليس عليه شعر بعير علط ليس عليه وثم محبوس طوق ليس عليه قيد خط غفل ليس عليه شكل شجرة سلب ليس عليها ورق قوله ولنحاس الأصفر إلى آخره أي فإنه يقال له صفر بضم الصاد ويجوز كثرها أيضا انتهى ومرت الصفر بفيه صفرة لجرة فارغة قل صفرة لون من الألوان يدعى صفرة وللسوادي أي كلون الحبر تحريك أوتار لعود صفق ضرد ورد صفحة والصفق ناحية واستحه ثم الصفق جمع صفيق أي غليظ فدري قوله الصفق الصفق بفتح الصاد تحريك أوتار العود يقال صفق العود حرك أوتاره فاصفق قال الشاعر ويوم كظل الضرخ قصر طوله دم الزق عنا والصفاق الزواهر والصفق الضرب الذي يسمع له صوت وكذا التصفيق ومنه صفق له بالبيع ضرب يده على يده والصفق الرد يقال صفق عينه ردها وغمضها وصفق الجبل صفحة كل هذه بالكتح والصفق بالكتر والفتح الناحية يقولون رجل صفاق أبساق أي مستار متقلب في النواحي والآخاء والصفق بالضمجم الصفيق يقولون وجه صفيق وتوب صفيق بين الصفاقة وهو ضد السخيف انتهى تفصية الشراب هذه صل سيف وحية ومثل صل وما به التغير اعلم صل من الطعام حلوه والمر يابس جلب بل وأرض صلة وفوت مثمار يدق صلة بقية الماء بحوض صلة ولحمة منتنة في النشر ورحمة كذد دعا صلاة والصلة اعلم جمعها صلاة في جمع صال اللحم قل صلاة واضعه للشي فوق الجمر بخل ومنع جري ماء صمر ما يستقر الماء فيه الصمر والطرف الأعلى لكأس صمر وهو المسمى عندهم بالصبر قوله وهو المسمى إلى آخره يقولون ملأت الكأس إلى أصماره وإلى أصباره أي حافاته انتهى واسم لبعض الحيوان صنع وكل مصنوع فذاك صنع وفعلك المعروف حقا صنع كماءة اسم جبل من صخره النوع بالكسر وفتح صنف وصفة اسمها لديهم صنف ودمع أصنف ظليم صنف صنفة إحدى حواش الأزر والماء بين جبلين صنو أخ شقيق عم ابن صنو ونخلة من نخلات صنو والأصل واحد كذا في الشجر وذوب شحم شي لحم صه وحرمة القتونة اعلم صهر جمع صهور أي مذيب صهر شحما وشاوي اللحم فوق الجمر جماعة النخل وضم صور وغاية وشق باب صير وجمع صورة وقرن صور أو لصوار أي قطيع البقر قوله وشق باب إلى آخره فائدة في تقصيد الشق في أشياء مختلفة عن التعالب اللحق في الأرض الهزم في الصفر الصدع في الزجاج الشق في الثوب القادح في العود النملة في حافر الفرس الصير في الباب وفي الحديث من نظر من صير باب فقد دمر أي دخل بغير إذن الضريح في وسط القبر اللحظ في جانبه انتهى قوله أو لصوار أي أو جمع لصوار صياح أصفور وميل صورة مأوى المواشي يا إمام الصيرة فافهم وشكل كل شيء صورة ونوعه ووصفه لتدري في السوق وهو البعث قيل الصوق واسم الغبار في الهواء الصيق وسوق بيع وشراء سوق وقد أتثمن لمكان قصري انتهى باب الصال باب الضال وفيه أربع عشرة كلمة ومرة النوم تسمى ضجعة هيئته والكسل اعلم ضجعة ومرض أو ضعف رأي ضجعة والفتح في هذا الأخير يجري قولوه ضجعة الضجعة بالفتح المرة الواحدة من الاضطجاع والضجعة بالكسر هيئة الاضطجاع ومن شكمة العرب في تصريف كلامها أنها جعلت فعلة بفتح الفائي كناية عن المرة الواحدة وبكسرها كناية عن الهيئة وبضمها كناية عن القدر لتدل كل صيغة على معنى تختص به وتمتنع من المشاركة فيه وقرئ إلا من اغترف ظرفة بيده بفتح الغين وضمها فمن قرأها بالفتح أراد بها المرة الواحدة وقد يكون حذف المفؤول به الذي تقديره إلا من اغترف ماء مرة واحدة ومن قرأها بالضم أراد بها مقدار ملء الراحة من الماء انتهى من الدرة حيض وثغر طلع نخل ضحك والزبن والثلج كذا والضحك مخطف من ضحك والضحك جمع ضحوك الثغر أي مفتر والشهد أو مرة ضحك ضحك هيئته يقال فيها ضحك ورجل يضحك منه ضحك وضحكت حابة دمًا من حره تقلب الده بقوم ضربة لفسد النبات قيل ضربة من نحو برد ثم زيد ضربة تعجبوا من ضربه والثيره ان ترد اسم الضرح فقل ضراحة ادفع وللركض فقل ضراحة وسم بيتًا في السمى ضراحة أعني به المعمور أي بالذكر قوله ضراحة بفتح الحاء وقوله ادفع بيان لاضرح انتهى وضد نفع قيل فيه ضر وجود ضرة لعرث ضر وسوء حال المرء ذاك ضر كذاه زال مرض أو كبر عض ولون وامتحان ضرس وخشن واسم مكان ضرس وجمع ناقة ضروس ضرس تعض كل حالب للدر قوله تعض بفتح العين ويوم يعض الظالم على يديه معدن در ذاك ضرف ضرع لا غير أما المثل فهو ضرع وجمع ضرعاء بمد ضرع عظيمة الضرع فكن ذا خبر قوله لا غير أي لا غير ذاك الظلف من الشاء والبقر ونحوهما وأما الناقة فلها خلف وللمرأة فدي ولباق الحيوان بز انتهى لقرب الهزبر قيل ضرعا وخضع الإنسان معنى ضرعا وضعفت قوة زيد ضرعا والفتح في تذلل كالكسر في الرأي والعقل يكون الضعف والوهن في الجسم فذاك الضعف زيادة المثل كذا والضعف جمع ضعيف وهو شاك الضر الجور وامتلاء جوف ضلع وواحد الأضلاع ذاك ضلع وجمع أضلع ضليع ضلع شديد أضلع قوي الأذر إن جار أو مال يقال ضلع وقل إذا مع وج شيء ضلع وإن غدا ذو قوة قل ضلع مصدره الضلاع تفهم فثري ثم الضلال قيل فيه الضل وثم إلى إحدى الدواه الضل ذنسد المجهول ذاك الضل والملك الضليل لابن حجري قوله لابن حجري بضم الحاء وتكون الجيم وهو امرؤ القيس ثم يضليلا لأنه أضل ملك أبيه أي أضاعه انتهى واحدة الضلال تدعى ضلة وحيرة وغيبة والضلة ضلال نوهيئته والضلة للحذق بالدلالة حفظ تدري انتهى باب الضال باب الطاء وفيه ست وثلاثون كلمة للفحل قد هاج يقال طاط وأحمق أو الشجاع طيط والقطن والحية كل طوط ثم الثلاث في الطويل تجري لحاذق أو الطبيب طبه والسحر أو فعل الطبيب طبه والداء والشأن وأما طبه فموضع وفيه خير بئري قوله وفيه خير بئري أي بئر عذبة وفيها يقول الشاعر فقلت هل انهلتم بطب ركابكم بجائزة الماء التي طاب طيبها كل حذاقة تسمى طبه وعادة قطعة ثوب طبه طريقة في الشمس ثم الطبه بأسفل القربة خيط ثيري بالجنب ملزوق الزراع طبقه وطيل للخلق الكثير طبقه وساعة النهار ثم الطبقه جمع طبيق جزء ليل يسري سطانة ودفن نار طبنه وخط استدارة للطبنه أي كرح للعب والطبنه طنبور نوعود الغنى بالشعر طبنت أي فطنت والاسم الطبن وجمع طبنة لشطمة طبنه والطبنة اللعبة جمعها طبن واسم إلى مصيدة الهدبر قوله والاسم الطبن أي اسم المصطر الطبن بفتح الباء أما المصطر فبسكونها انتهى وجعلك البر دقيقا طحن أما الدقيق نفسه فطحن جمع كثيبة طحون طحن عظيمة أو لطحون البر قوله أو لطحون البر كذا بخطه وانظر هالطحون اسم للبر أو لأداة الطحن وحرر انتهى مصحفه والمعد الكثير يدعى طخمة والد حوشب يسمى طخمة بأول الأنس السواد طخمة والأطخم الكبش بلون كبير العين أو تحريك جسم طرف كل كريم الطرفين طرف جمع الطريف للجديد طرف أو اقتراف بيت جلد بري قوله أو تحريك جسم إلى آخر فائدة في تفصيل تحركات مختلفة الطرف تحريك الجفون في النظر التزمزم تحريك الشفتين للكلام التلمض تحريك اللسان والشفتين بعد الأكل كأنه يتتبع بلسانه ما بقي بين أثنانه المضمضة تحريك الماء في الفم الخبخضة تحريك الماء والشيء المائع في الإناء وغيره الهز والهذهدة تحريك الشجرة ليذكف ثمرها الزعزعة تحريك الريح النبات والشجرة وغيرهما الزفزفة تحريك الريح يبيث الحشيش الهذهدة تحريك الأم ولدها لينام النضمضة تحريك الحية لسانها البصبصة تحريك الكلب ذنبه المذمدة والترترة أن يقبض الرجل على يد غيره فيحركه تحريكا شديدا النص والإيضاع تحريك الدابة لاستخراج أقصى مشيها الدعدعة تحريك المكيال وغيره ليسع ما يجعل فيه الشفشفة تحريك السنان في المطعول قولوه كل كريم الطرفين طير فو فائدة في أوصاف الفرس بالكرم والعفق إذا كان كريم الأصل رائع الخلق مستعدا للجري والعدوي فهو عتيق وجواد وقد مر في باب الجيم فإذا استوف أقسام الكرم وحسن المنظر والمقبر فهو طرف وهو ما في النظم وعنجوج ولهموم فإذا لم يكن فيه عرق هجين فهو معرب فإذا كان يقرب مرضته ويدنى ويكرم لنفاسته ونجابته فهو مقرب فإذا كان رائعا جوادا فهو أفق وينشد أرجل لمتي وأجر ثوبي وتحمل لمتي أفق كميته انتهى مرة طرف واسم نجم طرفة تأنيث طرف أي بكثر طرفة ما كان يستطرف فهو طرفة أي من حديث جالب للبشر ناحية أو جالب كل طرف في جمع طرفة بكثر قل طرف وطرفة بالضم جمعها طرف كلاهما مر قريب الذكر إن أطبق الجثن يقال طرفة وإن رعى أطراف عشب طرفة أو شرف الإنسان أصلا طرفة أو حدث الشيء فكن ذا خبره الضرب أو نغمة عودا طرق فحل وضعف العقل أما الطرق فالشحم والقوة ثم الطرق هي نخيل طول هذا وفري قوله أما الطرق فالشحم أي الذي تكون منه القوة فائدة في باقي أتماء الشحوم الثرب الشحم الرقيق الذي قد غش الكرشة والأمعاء الهنانة القطعة من الشحم الصفة الشحمة التي على ظهر الشاه الصهارة الشحم المذاب وكذلك الجميل الكشية شحمة بطن الضب الفروقة شحمة الكليتين السديف شحم السلام انتهى ومرت المجيء ليلا طرق أو ضم والشحمة تدعى طرق وعادة كذا الطريق طرق وظلمة حجارة من فخر والكبد المعروف ذاك طرم والشهد والزب الكثير طرم وجاد فيه الفتح ثم الطرم كانون نار واسم بعض الشجر مطرة قليلة فقشة صغير صبيان يسمى طشة وسعلة بالحلق تلك طشة واسم ذكام فيه برء الضر مذاقة الطعن تسمى طعمة وهيئة الأكل وكسب طعمة والرضك أو دعوة أكل طعمة ووجه كسب فاكتسب من خير الزوجة النعمة كل طلة جمع طليل أي حصير طلة لشربة من لبن قل طلة والطل بالفتح ضعيف القطر قوله والطل بالفتح إلى آخره في نسخة بدل هذا الشطر وقد أتت يا صاحب اسم النحر انتهى وأيضا السوق ومطل طل ولبن كذا الندى والطل اسم إلى الحية ثم الطل للدم أو مهدوره للدر قوله كذا الندى قال الأصمعي أخف المطر وأضعفه الطل ثم الرزاد أقوى منه ثم البغش والدث ومثله الرك والرهمة وقال النظر بن شميل أول المطر رش وطش ثم طل ورزاد ثم نضح ونضخ ثم هطل وتهتهان ثم وابل وجود انتهى قوله للدر بفتح الدال رد على المطر انتهى الولد الصغير يدعى بالطل من كل شيء واسم خمرة طل وطلية ففحة عنق والطلى جمع لها والطلل اسم الأثر لشجر الموض يقال طلح والعي والقراد ذاك طلح جمع فلوح أيعي طلح أضعفه كد توالي السير الثاب خط بعد كسب طلس جلدة فخذ للبعير طلس وجمع أطلس مراء طلس وأغبر وزئد عار الشعر من نخلة مبدى استمار طلع كل مكان مشرف فطلع وقد أتى جمع طلاع طلع ما طلعت عليه شمس العصر ما بين حر أي وبرد طلق ولبشوش الوجه أم الطلق بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب الوجه الأول كثمة باب الضاء كثير ظلم اسمه ظلام وشجر قيل له ظلام وجمع ظالم أتى ظلام ثم الظليم اسم النعام الذكر وظاهر الحرة يدعى بالظهار وأنت مثل ظهر أمي الظهار والعون أيضا وأتى لفظ الظهار إثما إلى ريش جناح الطير انتهى باب الضاء باب العين وفيه إحدى وثمانون كلمة كلك أطاع ذل معنى عبدا وأنف الشخص بمعنى عبدا في صار يعبد يقال عبدا وعبد الطاغوت فوق العشر قوله وعبد الطاغوت أي قراءة عبد الطاغوت بضم الباء ورفع الطاغوت بمعنى صار يعبد من دون الله من القراءات الشاذة التي فوق العشر انتهى وذكر ثابت في الدلائر جملة قراءات وردت في هذا الحرب وهي عبدا الطاغوت بضم العين وكسر الباء مبنيا للمفعول وعبد الطاغوت بفتح العين وسكون الباء مع الإضافة وعبد الطاغوت بثلاث ضمات مع الإضافة وعبد الطاغوت بضم العين وتشديد الباء وعابد الطاغوت وعباد الطاغوت وعبدوا الطاغوت فقال فهذه سبعة أودهم محفوظة عن أبي حاسم السجستاني وثم من قرأ بكل حرف منها ثم قال وذكروا عن الخليل أنه قال ويقرأ وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت معناه صار الطاغوت معبودا كما تقول فقد يزيد وعبد الطاغوت أراد عبدت الطاغوت وطرح الهاء من اللفظ والمعنى في إثباتها وعبدو الطاغوت وفسر ثابت ذلك كله فقال أما من قرأ وعبد فعلى لفظ من أي ومن عبد الطاغوت ومن قرأ وعبدو الطاغوت فعلى معنى من لأن لفظها مفرد ومعناها جمع كما قال تعالى ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك ومن قرأ وعبدو بضمات فله وجه مثل رهن ورهن وسقف وسقف ويجوز إثكان الثاني من هذا تقول سقف وسقف وأما عبد فجمع عابد مثل شهد وشاهد وأما عباد فجمع مثل كافر وقفار وأما عبد الطاغوت بالإضافة فردوه ولا يوجد ذلك إلا في ضرورة الشعر مثل قوله أنا ابن ماوية إن جدا نفر انتهى تأويل رؤيا قطع نهر عبره وشاطئ النهر فذاك عبره ثم الكثير والعقاب عبره وناقة قوية في السير قوله تأويل رؤيا أي تفسيرها والإخبار بما يقول إليه أمرها والرؤية بغيرها ما يراه النائم في ملامه والرؤية بالتاء ما يراه الإنسان ببصره انتهى تردد البكى بصدر عبره والدمع قبل فيضه والعبرة اسم إلى تعجب والعبرة خرزة لابن الحريش فدري قوله اسم إلى تعجب إلى آخره في نسخة بدأ هذا الشطر للعجب العجاب ثم العبرة انتهى قوله لابن الحريش هو ربيعة ابن الحريش وليها لقطب فقيل ذو العبرة انتهى تردد شيئا قيل فيه عبل وغلظ وبيض معنى عبل وعظم تفسير لفظ عبلا عبالة فق عظيم القدري عب وسبق ووجوب عطق نجابة تخليص عبد عبق من ربقة الرط وجاء العتق جمع عتيق أي قديم فدري وعتق كالعبد هو العتاق جمع عتيق جيد عتاق وفي العتيق لغة عتاق ثم العتاق القدمة بالكثري وطاق العصعص فهو عجب ومن يثامر النساء عجب مثلة العين وأما العجب فهو الزهو والدعاء الفخر قوله وطرق العصعص إلى آخره فائدة في أصول الأشياء واختلاف تسميتها العجب أصل الزنب الزمكة أصل زنب الطائر المقب أصل الأذن السنخ أصل الصن وكذلك الجذم الجرثومة أصل النفر وكذلك والعنصر والعيس والنجار والضعذر الغلثمة والعقدة أصل اللسان انتهى وأيضا وأيضا الرسيس أصل الهوى الجعثم أصل الشجرة الجذل أصل الحطبي الحضيد أصل الجمل انتهى ذو القوة الضخم القصير عجرم دويبة في شجر فالعجرم والجمل الشديد ذاك عجرم ثم المعجرم سلام البكر وكل إسراء يسمى عجرمة ومئة من الجمال عجرمة مثلث الحرفين ثم العجرمة بالضم والكسر لبعض الشجر وهرم ضعف ثوان عجز في جمع عجزة يقال عجز لآخر الأولاد ثم العجز جمع عجوز لعفيق الخمر تحصاء شيء شبه ظن عد وكل ماء مستمد عد وبثر الأحداث فهي عد تبدو بوجههم أوان الحر قوله وكل ماء مستمد أي له مادة يستمد منها ولا ينقطع فائدة في تقصير كمية الماء وكيفيته إذا كان الماء دائما لا ينقطع ولا ينزح في عين أو بئر فهو عد فإذا حرك منه جانب لم يصطرق جانبه الآخر فهو كر فإذا كان كثيرا عذبا فهو غدق وقد نطق به القرآن فإذا كان مغرقا فهو غمر فإذا كان تحت الأرض فهو غور فإذا كان جاريا فهو غيل فإذا كان على ظهر الأرض يستقى بغير آلة فهو سيح فإذا كان ظاهرا جاريا على وجه الأرض فهو معين وسنح وفي الحديث خير الماء السنح فإذا كان جاريا بين الشجر فهو غلل فإذا كان مستنقعا في حفرة أو نقرة فهو ثغب فإذا أنبط من قعر البئر فهو نبق فإذا غادر السيل منه قطعة فهو غذير فإذا كان إلى الكعبين أو أنصاف السوق فهو ضحضاق فإذا كان قريب القعر فهو ضحل فإذا خاضته الدواب فغيرته فهو طرق فإذا كان منتنا غير أنه شروب فهو آجن وإلا فهو آثن فإذا كان باردا منتنا فهو غساق أو كان حارا فسخن فإذا اشتدت حرارته فحميم فإذا كان ملحا فهو زعاق أو مرا فهو قعاع فإذا جتمعت فيه الملوحة والمرارة فهو أجاج فإذا كان فيه شيء من العذوبة وقد يشربه الناس على ما فيه فهو شريب فإذا كان دونه في العذوبة وليس يشربه الناس إلا عند الضرورة وقد تشربه البهائم فهو شروب فإذا كان عذبا فهو فراث فإذا زادت عذوبته فهو نقاخ فإذا كان زاكيا في الماشية فهو نمير فإذا كان سهلا سائغا متسلسلا في الحلق من طيبه فهو سلسل وسلسال فإذا جمع الصفاء والعذوبة والبرد فهو زلال فإذا كثر عليه الناس حتى نزحوه بشفاههم فهو مشفوه ثم متمود ثم مضصوف ثم منقول ثم مجموم ثم منقوس وفعلة من عدة تدعى عدة مدة أقراء النساء عدة والأهبة اسمها لديهم عدة وعدة الإيمان يوم الحشر والعدو وهو الركض قل فيه العدة والطلق الواحد اسم هذا عدة واسم إلى جمع عدو كالعدا وجمع جمعه أعاد فدري قوله واسم إلى جمع عدو معطوف على والطلق ولا جمع له لأنه يطلق على الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وقيل يجمع ويؤنث امتخ لشوطئ الوادي وسلس عدوة مرتفع المكان وضم عدوة ومتباعد المكان عدوة والعاديات اسم الخيول الضمر والأكل والشيء القليل عدف قوم إلى خمسين شخصا عدف وعدفة أيضا وجاء عدف جمع عديث ما يذاق فدري مثل وكيل والجزاء عدل فريضة واسموفة والعدل اسم لنص الحمل ثم العدل جمع عديد لك فوق البكر قوله واسموفة أي كان واليا شرطة تبع فإذا أريد قتل رجل دفع إليه فقيل لكل ما يؤث منه وضع على يدي عدل انتهى واحدة العذر لختم عذرة معذرة من الذنوب عذرة بكارة وجع حلق عذرة ولقبيلة الغرام العذري قوله وجع حلق إلى آخر سائدة في تقصيل أوجاع الأعضاء من غير استقصاء إذا كان الوجع في الحلق فهو عذرة كما في النظم ويسمى ذبحة فإذا كانت العنق من قلق وساد أو غيره فهو لبن فإذا كانت الرأس فهو صداع فإذا كانت شقة الرأس فهو شقيقة فإذا كانت العين فهو عائر فإذا كانت اللسان فهو قلاع فإذا كانت الكبد فهو قباب فإذا كانت البطن فهو قداد فإذا كانت المصاصر فهو رسية فإذا كانت الجسد كله فهو رداع فإذا كانت الظهر فهو خزرة فإذا كانت الأضلاع فهو شوصة فإذا كانت المثانة فهو حصا وهي حجر يتولد فيها من خلط غليظ يستحجر انتهى من فوق عظم أخذ لحم عربه ويابس البهني ذاك عرب عرب نوجمع عروب عرب لحسنة الخلق وذات البشر قوله لحسنة الخلق بضم الخاء مع سكون اللام للوزن بيان لعروب قال الشاعر عروب فلا تلقاك إلا تبسمك وأبدت جمانا في عقيق منظم فائدة في محاسن أخلاق المرأة وسائر أوصافها إذا كانت حيية فهي خريدة فإذا كانت محبة لدوجها متحببة إليه فهي عروب فإذا كانت منخفضة الصوت فهي رخيمة فإذا كانت نفورا من الريبة فهي نوار فإذا كانت عفيفة فهي حصان فإذا أحصنها زوجها فهي محصنة فإذا كانت كثيرة الولد فهي نثور فإذا كانت قليلة الولادة فهي نزور فإذا كانت تلد الزكور فهي مذكار أو الإناثة فهي مئنات أو مرة زكرا ومرة أنثى فهي معقاب انتهى بالطائف اسم لمكان عرجو من إبل خمسمئين عرجو وجمع أعرج وعرجا عرجو وجمع عرجاء لضبع البر قولوه من إبل خمسمئين عرجو وقال السعالبي في فقه اللغة إذا كانت الإبل ما بين ثلاثة إلى عشرة فهي زوج فإذا كانت ما بين العشرة إلى الأربعين فهي صارمة فإذا بلغت الأربعين فهي هجمة فإذا بلغت الستين فهي عكرة وعرج إلى ما زادت فإذا بلغت مئة فهي هنيدة فإذا زادت على المئتين فهي عكنان فإذا بلغت الألف فهي خطر انتهى شد البعير بعراس عرس والزوج والزوجة كل عرس جمع عروس وعراس عرس زوجة أو زوج وحبل الجر قولوه والزوج والزوجة كل عرس الزوج البعل ويطلق أيضا على المرأة قال تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة ويقال لها زوجة أيضا كما في النظم وأما الزوج بمعنى الفرد المزاوج فلا مؤنة له ولا يطلق على اثنين كما قد يتوهم بل على الفرد المزاوج لصاحبه مغفوظ من المزاوجة وهي المقارنة قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي قرناءهم وأما الاثنان المصطحبان فيقال لهما زوجان قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وقال تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثم قال تعالى في الآية التي تليها ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فدل التفصيل على أن معنى الزوج الإفراد انتهى ذرة قولوه زوجة أو زوج بيان لعروس ولا يقال للزوجة عروسة وقوله وحبل الجر بيان لعراس بكسر العين وهو حبل يربط في عنق البعير انتهى وسعة خلاف طول عرض وما سوى النقبين أما العرض فحسب وجسد والعرض ناحية وقيل وسط النهر قولوه ناحية أي جانب ومنه قولوهم اضرب به عرض الحائط أي جانبه وأما خبروا كل الجبن عرضا أي ممن يعترب ولا تبحث عن من جبنه أمسلم أم مشرك انتهى ومر معنا من معاني عرضه وخصصوا بالقول لفظ عرضا وقل إذا صار عريضا عرضا عراضة وعرضا بالكسر قلوه بالكسر راجع لقوله عرضا كعنب وأما عراضة فبالفتح كسحابة انتهى رائحة واسم نبات عرف والصبر في الملم ذات عرف وما برأس الديك ثلث عرف أو بقف الحجر وضد النكر قلوه رائحة أي بشرط أن تكون طيبة فائدة في سائر الروائح الطيبة والكريهة وتقسيمها عن التعالبي العرف والأريجة والأرج للطيب القتار للشواء الزهومة لللحم الوضر للسمن الشياط للقطمة أو الخرقة المحترقة العطن للجلد غير المدبور والريح أو قرحة كف عرفة معرفة الشيء تسمى عرفة قتعة أرض استطالت عرفة وأنبتت عشبا وبعض ذهري وأكل لحم من عراق عرق عظم وأصل كل شيء عرق والجبل الصغير ثم العرق جمع عراق شاطئ للبحر للصف من خيل وطير كل عرق والعرقة الأصل وجمعها عرق وجمع عرقة بفتح العرق لمن عرقه كثير يجري تنكر اشتد فقل قد عرم وبيض مشفر البعير عرم وإن يقل هذا الغلام عرم معناه ما أعرمه يا بدري قوله ما أعرمه أي ما أشده ولا يقال ذلك انتهى بأمث بكر وضع عود عرم ريح الطبيخ والطفيل عرن جمع عرين بيت ليث عرن أو لحم نوم التث بعض الشجر غلبة والقهر ذاك عز وشرق والامتناع عز وجمع عزاء بمد عز لسنة خالية عن قطر قد ثمي الإمضاء باسم العزم وكني يلفت بأم عزمي ثم عزوم واحد من عزمي كثير عزم في كثير الأمر رفع يد للضرب ذاك عسر واسم مكان بعض جن عسر وجمع أعسر الرجال عسر يعمل بالكثير وساء خلق خالد أمر بمعنى عسر وإطعام زيد عسل جمع عسيل قد أتاك في الشعور عسن كالكثير وعدد شروف أو صاحب أو ظاحش ورقوب أمر ما في كتب اللغة التي بأيدينا فحرر انتهى مطفقه شجرة اللبلاب تدعى عصبة وهين عصبة جمعه أي لشد لشد خصوص أنهم قالوا العصابة فاق للخصر الإذار لما تحضين للهودج البطان للقتب السفيف للرحل انتهى عشيرة غيت وحبس عصر عطية والمنع ثم العصر اسمان أتى لجبل والعصر لملجأ وثل في اسم الدهر عصلت أي عوجت عودا عصلا واسم المعاء إن تردق العصلا والجساق اللا يطيق عصمه الله وقاه واسم لمصدر وشك أو رجلي الغراب أي عن يد الخيل ذاك عصم وانا في واحدة دون أخرى فإذا كان البياض متجاوه قوائم دون يد أو رجل فهو محجر ثلاث مطلق يد مطلق يد أو رجل فإن كان بياض التحجيل في يد ورجل من خلاف ذلك الشكال وهو مكروه في الوظيف على غصب فهو التحجيل فهو أصبر عمق فهو أدرع فإن كلت فهو أغشى وكان أبيض العجز فهو أغشى فإن كانت قوائمه الأطه أو ثلثيه ولا يبنى إن أصاب البياض حقويه شبه عن نزري أي عن قلة أزم لسان عضو وشبه السيء الأخلاق أما العضو وكل مأكول هو العضو جمع عضوض ثم فك ذاكبري والقطع كل عضو عضو وعضو وأعدد والجمع منه من عضوديه عضو ذاكبري قلت ما؟ جز الصوفة قص الشعر عضب الشجرة قضب الكرمة قطف العنبة جرم النخلة ضر القلمة فلح الحديدة قضب النباثة الرطبة حصد النباثة اليابسة قطع التوبة جاب الجيبة قد السيرة حذى النعلة حذق الحبلة انتهى من التعالبي وقد نظم ذلك الشهاب الحجازي فقال يا امام الرام مني ضابطا في معاني القطع لقيت الرشد خذ نظاما من فقير كل ما قام للعلم به الدهر قعد حذ لحمة ثم جز الصوفة اذ قص شعرا ولأشجار عضد قضب الكرمة حقيقا قطف العنب احفظ ذا ولا تعبأ برد جرم النخلة وحقا قد برى قلما إذا يابس النبت حصد وهديدا فلا حضبته ولا تنس منه رصدا إذا خضب قطع الثوبة وجاب جيبه وحذى النعلة وقل في السير قد حذق الحبل وذا آخر ما جاء في القطع وآخر العدد انتهى ما قطعوا من شجر فهو عضب ما بين مرسق ومنكب عضب وفيه والجانب قد قيل عضب وما به العز وشد الأذر من عفتات من نتاح عضل داهية من الرجال العضل وعضل والجمع منه عضل عضلة ثقيه ذات وفر ثني ورحمة وميل عطف والابط والجانب كل عطف جمع عطاف أي رداء عطف أو صارم مهند ذي بتر كل عفيفة تسمى عفة أما عطاف النفس فهو العفة والمرأة العجوز تلك عفة وما بقي بالضرع أي من دره العرق والضرب اسم كل عفج ثم منع بالحركات عفج في جمع أعفج يقال عفج كبير أعفاج شديد البجر إلقاء شيء في التراب عفر كذا التراب نفسه والعفر للرجل الخبيث ثم العفر حمر الضبا ومن ليالي الشهر قوله كذا التراب نفسه أن يسمى عفراً فائدة في تفصيل أسماء التراب والصفاته الصعيد التراب على وجه الأرض البوغاء والدقعاء التراب الرخو الرقيق الذي كأنه ذريرا الترى التراب الندي وهو كل تراب لا يغفر طيناً لازباً إذا بل المور التراب تمر به الريح فتراه في وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق لزوقاً سافيات التراب الذي يذهب مع الريح الجرثومة التراب الذي تجمعه النمل عند قريتها العفاء التراب الذي يعفي الآثار وكذيء يثق أن ألقح النخي يقال عفرة أو شابه اللون التراب عفرة أن لم يكن ذا ذعري مرقة مع بعض لحمه قولوه في مستعار الققد قلادة بالجيد تلك عقدة في نطقه لم ينتج نتاج خيري طرب ثياب أحمر إذا كان المال ضيعة ومستغلاً إبلاً وغنماً فهو ناطاً فهو تلاد وإذا كان مكتب وإذا كان لا يرغب بذلك لأنها تعاقر الدنزمه زماناً فائم جامع وأكثر ما سواه صفات لتشمل بريحها القد فيها غش الخندريت العقار الشارب قطب لها فكأنها ويقال بل التي تقهي صاحبها أي تذهب بشكل اللغة انتهى عقص بطر شعر عقصة كيرة فتلك عقصة وعقدة القرن تسمى عقصة تعقد فوق جبهة من شعر من لم يلد عقينه عقامه وجمع كل منهما عقامه وسيء الخلق هو العقام كذلك الشديد وفتح تسري حوز وجمع والتباس عقل والموت والصبع وأما العكل فهو اللئيم وهو أيضا عقل وبلدة وجد قوم غمري قوله وأما العكل فهو اللئيم إلى آخره فائدة في اللؤم والخثة واختلاف أثناء اللئيم إذا كان الرجل ساقط النفس والهمة فهو وغد فإذا كان مزدر في خلقه وخلقه فهو نزل ثم جعسوس فإذا كان خبيث البطن والفرج فهو جنيء فإذا كان ضداً للكريم فهو لئيم فإذا كان رزلاً نزلاً لا مرؤة له ولا جلد فهو فصل فإذا كان مع لؤمه وخثته ضعيفاً فهو نكس وغث وجبس وجبز فإذا زاد لؤمه وتناهت خثته فهو عكل وهو ما في النظم ويسمى أيضاً قد حلاً وزمخاً فإذا كان لا يدرك ما عنده من اللؤم فهو أبل قوله وجد قوم غمري بتثليث الغين أي أغبياء يجهلون أمور الظهر وجدهم هذا اسمه عوف بن عبد مناه حضنته أمة اسمها عكل فلقب به انتهى شد متاع بطن جيد عكمه بكرة البئر وعدل عكمه جمع عكام أو عكوم عكمه معدل الحمل وعدل فدري قوله وعدل عكمه فائدة في أسماء الجوالق الجوالق الكبير غرارة والصغير عكم والمشرج قرج والمطول كرج انتهى وأثر وكل صلب علب من ليس يرجى ما لديه علب ومنبت السدر وأما العلب فالضب وهو حيوان بر إطعامك البهيم فهو العلف وكثرة الشرب وأما العلف فهو الكثير الأكل ثم العلف شجرة كالكرم أو بالكثر قولوه شجرة أي يمانية ورقها كورق الكرم يجفف ويطبق به اللحم عوضا عن الخل انتهى رعي وشتم خرق ثوب علق والخمر والشيء النفيس علق جمع علوق ذات عشق علق أو ناقة تشح أي بالدر قولوه تشح أي على ولد تعالبي إذا عطفت ناقة غيرها فرأمته فهي رأمه ولكنها تشمه ولا تدر عليه فهي علوق انتهى بالعلق مرة الدباغ علق قولوه بعلقه فائلة في تفصيل قليل من الأشياء عن التعالبي هو الشيء القليل الذي يتبلغ به وكذلك الغفة والمسكة الصوار القليل من المسك الثمد والوشل الماء القليل الغبية والبغشة المطر القليل الضهل الماء القليل الخمز العطاء القليل الجهد الشيء القليل يعيش فيه المقل من قوله تعالى الذين لا يجدون إلا جهده انتهى قين وجامد الدماء العلق والدود والحب وأم العلق فجمع علقة كذاك العلق جمع لعلقة فراجع شعري قولوه وجامد الدماء العلق بفتح اللام جمع علقة وقيل العلق الدم الشديد الحمرة فائدة في أسماء الدماء التامور دم الحياة المهجة دم القلب الرعاف دم الأمث الفصيد دم الفصد القبضة دم العذرة أي البكارة الطمث دم الحيض العلق الدم الجامد أو الشديد الحمرة النجيع الدم إلى سواد الجسد الدم إذا يبس البصيرة الدم يستدل به على الرمية الجدية ما لزق بالجسد من الدم الورق من الدم هو الذي يسقط من الجراح قطعاً الطلاء دم القتيل والزبيح وقال أبو سعيد الضرير هو شيء يخرج بعد شؤبوب الدم يخالف لونه وذلك عند خروج النفس من الزبيح شق الشفاه العلي ذاك العلم معرفة الشيء يقيناً علم في جمع أعلم يقال علم مشكوق تلك الشفة احفظ تثري قوله شق الشفاه العلي فائدة في شق الأعضاء إذا كان الرجل مشكوق الشفة العليا فهو أعلم فإذا كان مشكوق السفلة فهو أفلح فإذا كان مشكوقهما فهو أشرم فإذا كان مشكوق الأنف فهو أخرم أو الأذن فهو أخرب أو الجثن فهو أشتر قوله مشكوقي بالكثر بيان لأعلم كما يقال لمشكوق الشفة السفلة أفلح قال الزمخشري وأخرني دهري وقدم معشراً على أنهم لا يعلمون وأعلموا ومذ أفلح الجهال أعلم أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلمه أي لأن الرجل الأفلح الأعلم لا ينطق بالميم انتهى إن شق شخص شفة عليا علم وإن تشق وحدها قيل علم من علم زيد إن تعجبوا علم معناه ما أعلمه بالأمر فكثير علم اسمه علام ومثل تعليم أتى علام حنى وجمع عالم علام واسماً أتى لباشق أي فقري قد قيل في اسم رجل عليان والصوت ذو جهارة عيان علوان مكتوب هو العليان وكل عال مشرف كالقفر أخو أب جمع كثير عم في بلدة بحلب قل عم وقيل للنخي الطوال عم والفتح في هذا الأخير يجري إن أصلح المكان قيل عمرا وإن به أقام قيل عمرا أو صلح المكان قيل عمرا عن قطرب وهوفة ذو خبري أصغر من قبيلة عمارة وفيه أيضاً لغة عمارة ومصدر ذا هو العمارة إلى عمرت الأرض واسم الأجري قوله أصغر من قبيلة عمارة فائدة في تدريج القبيلة من الكثرة إلى القلة عن ابن الكلبي عن أبيه الشعب بفتح الشين أكثر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ وعن غيره قال الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العشيرة ثم الظرية ثم العترة ثم الأسرة انتهى قوله هو العمارة أي بضم العين لا غير اسم لما يؤخذ من الأجري على عمارة الأرض انتهى لناقة فارهة قل عملة ولخيانة وأم العملة فاسم لما يعمل ثم العملة لأجر عامل فكن ذا فكري رعى البهيم وحده أي عندا من خالف الحق بعلم عندا تجبر السلطان ظلما عندا عويند ماء بني نميري ثير وإغلاق كبابا عنك أصل وباب والعظيم عنك وقد أتى جمع عنيك عنك منعقد الرمل بماء القطر ومرة العهد الأمان عهده أول غيث الوسن وافتح عهده ورجعة وضعف عقل عهده ولكتاب الإذن أي بالسير قوله ولكتاب الإذن أي الذي يأخذه المسافر من السلطان انتهى رد عيادة رجوع عود وكل موسم اجتماع عيد لواحد الأعواد قيل عود وحطب بالهمد ذاك النشر سيد قوم والحمار عير إنسان عين جبل والعير اسم إلى قافلة والعور جمع وفاحش الكلام المذري قوله والعير اسم إلى قافلة قال التعالدي إذا كانت القافلة فيها جمال قد تخللها حمير تحمل الميرة فهي العير فإن كانت تحمل أزواد قوم خرجوا لمحاربة أو غارة فهي القيروان فإذا كانت راجعة فهي القافلة لا غير فإذا كانت تحمل البجز والطيب فهي اللقيمة انتهى وماء فحل والضراب عيث وجمع أعيس الجمال عيث أبيض أي مع حمرة والعوس فياقل البيض نعم والثمري قوله وماء فحل فائدة في تقسيم ماء الصل المني ماء الإنسان العيس ماء البعير اليرون ماء الفرس الزاجل ماء الظليم انتهى قوله أبيض بيان لأعيث فائدة في تقسيم البياض على ما يوصف به رجل أزهر امرأة الرعبوبة شعر أشمق فرس أشهب بعير أعيث كما قال الناظم ثور لهت بفتح الهاء وكثرها بقرة اللياح بفتح اللام وكثرها حمار أقمر كبش أملح ظبي آدم ثوب أبيض فضة يقق خبز حواري عنب ملاحي عسل ماذي ماء صاف وفي كتاب تهذيب اللغة ماء خالص أي أبيض وتوب خالص كذلك انتهى من صدق اللغة للتعالبي وذكر أيضا فصلا في ألوان الإبل فقال إذا لم يخالط حمرة البعير شيء فهو أحمر فإن خالطها السواد فهو أرمك فإذا كان أسود يخالط سواده بياض فهو أورى فإن اشتد سواده فهو جون فإذا كان أبيض فهو آدم فإن خالطت بياضه حمرة فهو أصهب فإن خالطت بياضه شقرة فهو أعيث وهو الذي في النظم فإن خالطت حمرته صفرة وسواد فهو أحوى فإن كان أحمر يخالط حمرته سواد فهو أكلت قوله والعوس سياقل البيض أي السيوف والسمر أي الرماح جمع أعوث وهو الصيقل انتهى عدم حمل لا لعقر عيث وجمع أعيث منيث عيث أو متطاول ونوق عوث سنين لم تحمل بغير عقر قوله ونوق عوث جمع عائط وهي التي لم تحمل الوجه الثاني من الشريط الرابع من كتاب نيل الأرب شرح متلتات العرب تتمة باب الغين في الشيء إدخالك شيئا غل والشقد والسكوت كل غل جامعة في عنق فغل وعطش أيضا فكن ذا خبر قوله وعطش وأكثر ما يستعمل بالهاء فيقال غلة فإذا كن في ترتيب العطش أول مراتب الحاجة إلى شرب الماء العطش ثم الضمأ ثم الصدى ثم الغلة ثم اللهبة ثم الهيام ثم الأوام ثم الجواد وهو القاتل انتهى وريع نحو بيعة فالغلة حقد شعار تحت ثوب غلة برأس إبريق تشد الغلة أي خرقة وعطش في الحر قوله شعار تحت ثوب غلة بكثر الغين وغلاله أيضا فائدة في أنواع من التياب يكثر ذكرها في أشعار العرب الغلة والغلالة بكثر الغين فيهما ثوب رقيق يلبس تحت ثوب صفيق المبذل ثوب يتبذله الرجل في منزله الميدع ثوب يجعله وقاية لغيره قال الشاعر في غلام الله أقدمه قدام وجهي وأتقي به الشر إن العبد للحر ميدعه السدوس والساج الطيلسان المنامة والقرطف والقطيفة ما يتدثر به من ثياب النوم الشعار ما يلي الجسد الدثار ما يلي الشعار الريطة ملاءة ليست برفقين بل نتيج واحد انتهى ماء كثير والكريم غمر عداوة والحقد كل غمر والزعفران قيل فيه غمر وثلثا جاهل أمر الدهر إن سبق الخيل جواد غمر أو حقد الشخص يقال غمر وقولهم إن فلانا غمر أي لم يجرب الأمور فدري قوله إن سبق الخيل جواد غمر ويسمى الجواد السابق غمر بفتح الغين تشريها له بالماء الغمر وهو الكثير فإن للفرس أوصافا مشتقة من أوصاف الماء منها إذا كان سريع الجري فهو يعبوب واليعبوب الجدول السريع الجري فإذا كان كلما ذهب منه إحضار أتى إحضار فهو جموم شبها بالبئر الجموم وهي التي لا ينزح ماءها فإذا كان متتابع الجري فهو مسح شبها بسح المطر وهو تتابع شآبيبه فإذا كان خفيف الجري سريعه فهو فيض وسكب شبها بفيض الماء وانسكابه وبه سمي أحد أفراث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف فرس ركبة انتهى أما السحاب فاسمه غمام والغم حر جمعه غمام ثم الزكام يا أخي غمام والغمم اسم سيلان الشعر قوله أما السحاب فاسمه غمام فائدة في تبطيل أوصاف السحاب وأسمائها أول ما ينشأ السحاب فهو النشء فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام وهو المذكور في النظم فإذا كان غيم ينشأ في عرض السماء فلا تبصره ولكن تسمع رعده من بعيد فهو العقر فإذا أطل وأضل السماء فهو العارب فإذا كان ذا رعد وبرق فهو العراب فإذا كانت السحابة قطعا متدانيا بعضها من بعض فهي النمرة فإذا كانت متفرقة فهي القزع فإذا كانت قطعا متراكمة فهي الكرفي فإذا كانت قطعا كأنها قطع الجبال فهي قلع وكنهورة فإذا كانت قطعا مستدقة رقاقا فهي التخارير واحدتها قطرور فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مكللة فإذا كانت سوداء فهي طخياء فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة فهي مخيلة فإذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضا فهو المكفهر فإذا ارتفع وحمل الماء وكتف وأطفق فهو العماء والعماية والطخاف والطهاء فإذا اعترض اعتراض الخير قبل أن يطلق السماء فهو الحي فإذا عنا فهو العنان فإذا أظل الأرض فهو الدجن فإذا تعلق سحاب دون السحاب فهو الرضاب وانظر تمام المقام في فقه اللغة قوله اسم سيلان الشعر أي على الوجه أو القفى والموصوف بذلك أغم قال الشاعر ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفى والوجه ليس بأنزعه والأغم من الخير ما كثر شعر ناصيته حتى يغطي عينيه انتهى كذا السحابة اسمها غمامة ولخريطة الفن الغمامة تمنع أكل البهم والغمامة اسم لقلفة بطرف الزكري منخفض الأرض وكهف غوره في جمع غيرة يقال غيره ناحية بالعجم اعلم غوره واسم لمكيال كبير القبره قائلة والشمس كل غوره وميرة ثم وفرج غيره وبلدة عند هرات غوره والغيرة الحمية افتح تسره والماء يجري فوق أرض غيره ولبن الحبل وأم الغيره فالشجر الملتف ثم الغول جنية تكون ذات سحره انتهى باب الغيم باب الفاء وفيه اثنتان وثلاثون كلمة نصر وماء جار الفتاحة للحكم بين الناس قل فتاحة وانت شأضم وقل فتاحة والمفتح المخزن فاحفظ شعري قوله والمفتح المخزن ومنه قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب انتهى وامرأة لها يقال فتره ما بين شاهد وكبرى فتره فائدة في تقصيل ما بين الأصابع الفتر ما بين طرف الشاهد وطرف الكبرى وهي الإبهام والشبر ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام والرتب ما بين طرف السبابة والوسطى والعتب ما بين طرف الوسطى والبنصر والبصم ما بين البنصر والخنصر والفوت ما بين كل إصباعين طولا انتهى وواسع الطرق فجاج فج ونوعب الطيخ بشأم فج وقيل في جمع أفج فج منفرج الرجلين عند السير وترك فحل الضراب فدر قفعة لحم فدرة والفدر جمع لها جمع فدور فدر وهو العظيم من وعول البر شق وعورة وتغر فرج منكشف الفرج كثيرا فرج لبلدة بفارس قل فرج وثلث اسم بائح بالسر ان ترد اسم فر قل فرار وهرب معنا إلى الفرار وتم كشف السمن بالفرار من ذات أربع لفهم العمر ومرت الفرز لميز فرزة لقطعة عزلتها كل فرزة ثم الطريق في الإتام فرزة لسان قوم جبل من فخر كثو ذبيحة وقتل فرسو واسم إلى بعض النبات فرسو من عجم جيل كترك فرسو والفروس اسم جاء له زبري إن قتل السبع يقال فرسة أو أكل الفرس يقال فرسة اسم لنبت ثم إن فرسا معناه بالخيل غدا ذا خبري قوله اسم لنبت حال من الفرس بكسر الفاء وسكون الراء ويطلق الفرس أيضا على الجلدة التي يكون فيها الولد انتهى مرة قطع بل وشق فرسة وخرقة قطعة قطن فرسة قد لاحل الآن انتهاز الفرسة أي اغتنام مكنتي من أمره شعر النساء وكل عار فرع وهدر القول أو افتح فرع في جمع أفرع يقال فرع ضد لأصلع كثير الشعر قوله شعر النساء إلى آخره فائدة في تفصيل شعر الإنسان عن التعالبي الفرع شعر رأس المرأة كما قال النظم الغذيرة شعر ذؤابتها القفر شعر ثاقها الدبب شعر وجهها عن الأصمعي وأنشب قشر النساء دبب العروس الوفرة ما بلغ شحمة الأذن من الشعر اللمة ما ألم بالمنكب من الشعر الطرة ما غش الجبهة من الشعر الجمة والغفرة ما غفط الرأس من الشعر الهدب شعر أشفار العين الشارب شعر الشفة العليا العنفقة شعر الشفة السفلة المسربة شعر الصدر وفي الحديث إنه صلى الله عليه وسلم كان دقيق المسربة الشعرة شعر العانة الأسبو شعر لفت الزبب شعر بدن الرجل ويقال بل هو كثرة الشعر في الأذنين العقيقة الشعر الذي يولد به الإنسان الناصية شعر مقدم الرأس الزؤابة شعر مؤخر الرأس انتهى وكوكبين واسم كل فرغ بعض الدماء هدر أي فرغ جمع فراغ للإناء فرغ أو ناقة مكسرة للدر قوله وكوكبين الواو وربا والكوكبان أحدهما الفرغ المقدم والثاني الفرغ المؤخر انتهى للطائش المكسار قل فرفار وشجر القصاع والسرسير لون من الألوان والفرفور بكر سمين أو سويق تمري في شعر رأس الطريق فرق ومكيل والفف ثم الفرق طائفة وقطعة والفرق مناهم فلج الثنايا الغر قوله والفرق منا أي من الناس جمع أفرق وهو الأفلج والأفرق من الديكة ذو الفرقين ومن الخيل الذي إحدى حدقته شاخصة والأخرى مطمئنة ومن الكباش بعيد ما بين الخسيتين انتهى مرة فرق الشعر تدعى فرقه طائفة الناس تسمى فرقه ثم الفراق مصدر كالفرقه وهو أحر من لهيب الجمره للدلك والمعك يقال فرقه وبغض زوجة لزوج فرقه وأذن فركاء جاء الفرقه جمعا لها ذات ارتخاء فدري أي فسخ والشق بتوب فزر جدي وأصل وقطيع فزر في جمع أفزر يقال فزر ذي عجرة معقودة في الظهر قوله وقطيع أي من الغنم فزر وهو ما بين العشرة إلى الأربعين والصبة من المعز مثل ذلك فإذا بلغت الغنم مئة فهي القوط فإذا كثرت فهي الضاجعة والكلعة فإذا جتمعت الضأن والمعزة فكثرتا قيل لها تلة انتهى للرزل الخسيس قيل فسل وأحمق الرجال ذاك فسل فسل فسول أفسل جاء فسل جمعا لها كل خسيس القدر قوله فت فتول إلى آخره في نسفة بدل هذا ولفتيل النخل جمع فسل صغيره فافهم وق ذاكبر انتهى الابتداء والابتداء فقر والصدع والغمز وأما الفطر فترك ثوم بعض كمء فطر وما بدا من عنب في الشجر ومخطر وفرج أنثى فعل حركة الإنسان تلك فعل جمع فعال ككتاب فعل وهو نصاب نحو فأس فدري الحفو أو ضد الغناء الفقر من أول الصلب لعجب فقر جمع فقور أو فقير فقر مغرس نخل وكثير الفقر قوله مغرس نخل إلى آخره فائدة في قصر النخل وطولها عن الأئمة إذا كانت النخلة صغيرة فهي الفسيلة والودية فإذا كانت قصيرة تنالها اليد فهي القاعد فإذا صار لها جذع يتناول منه المتناول فهي جبارة فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة والعيدانة فإذا زادت فهي باسقة فإذا تناهت في الطول مع انجراد فهي سحوب قوله جمع فقور أو فقير إلى آخره عبارة القاموس والفقير الكثير الفقاري كالفقر ككتف والمفقور والبئر تغرس فيها الفسيلة انتهى مصحفه وعظمة الصلب ونبت فقرة أجود بيت في القصيد فقرة مدخل رأس من قميص فقرة والقرب أيضا واسم أحدى الفقر انكثر الإنسان فقرا فقرا أو يتألم من فقار فقرا ضد الغنى فيه يقال فقرا وزو الفقار صار منذ بطر قوله وزو الفقار بفتح الفاء سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر كافرا وصار سيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى علي رضي الله تعالى عنه انتهى خنوص فقرة فهذا فقع فرعرع الغلام ثم الفقع لكمأة جمع فقيع فقع وهو حمام أبيض كالدر من غلب الغير بفقه فقها أو فهم الشيء يقال فقها والشخص إن صار فقيها فقها أي صار ذا فقه كثير القبر والقسم بالفتح وواد فلج ومكيل والقسم كل سلج وجمع أفلج الثنايا فلج بعيدها وثما أتى للظفر قولوه بالفتح في نسخة أخرى مصطرا قولوه وجمع أفلج الثنايا أي بعيد ما بينها وهو معدود من محاسنها كالشنب وهو ربقة الأسنان واستواؤها وحسنها والرتل وهو حسن تنبجدها واتساقها والشتت وهو تفرقها من غير تباعد بل في استواء وحسن ويقال منه ثغر شتت إذا كان مفلجا أبيض حسنا والأشر وهو تحزيز في أطراف الثنايا يدل على حداثة السن وقرب المولد والظلم وهو الماء الذي يجري على الأسنان من البريق لا من الريق انتهى قلت هو كثيرا بالسيف أي جوهره قولوه الثنايا جمع ثنية وللإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وأربع ضواحك واثنتة عشرة رحى في كل شق ست وأربع نواجد وهي أطفاها انتهى الشق أو إظهار فجر فلق والقوس من مشكوق عود فلق جمع فليق وهو عرق فلق في عبد أو عنق عن ضره قولوه والقوس من مشكوق عود أي من عود مشكوق فائدة في تفصيل أسماء القسي وأوصافها الشريج والفلق القوس التي تشق من العود فلقتين القضيب القوس التي عملت من عود غير مشكوق الفرع التي عملت من طرف القضيب الفخاء والفجواء والمنفجة والفارج والفرج القوس التي تبين وتروها عن كبدها الكتوم التي لا شق فيها العاتكة التي طال بها العهد فحمر عودها الجشء الخفيفة من القسي المرتهشة التي إذا رمي عنها اهتزت فضرب وتروها أبهرها الطروح أبعد القسي موكع سهم المروح التي مرح لها القوم فقلبوها إعجابا بها العثلة القوس الفارسية المحبلة مستديرة العود المفصحة التي فيها عرض انتهى قولوه جمع فليق إلى آخره والفليق أيضا الجيش العظيم قولوه في الهامش والفليق أيضا الجيش كذا في نسخة الناظم وفي القاموس الفيلق كثيقا الجيش العظيم انتهى مصحة فائدة في ترتيب العساكر عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالوي أقل العساكر الجريدة وهي قطعة الجردة من العسكر لوجه ثم السرية وهي من خمسين إلى أربعمائة ثم الكتيبة وهي من مئة إلى ألف ثم الجيش وهو من ألف إلى أربعة آلاف وكذلك الفيلق والجحفل ثم الخميس وهو من أربعة آلاف إلى اثنين عشر ألفا والعسكر يجمعها انتهى وقال ابن الأنباري يقال للعشرة طليعة وللعشرين طلائع وللثلاثين جريدة وللأربعين كثيبة وللمئة مقنب وللأربعمائة كتنائب وللأربعة آلاف جيش وللاثنين عشر ألفا عرمرم ولخمسة عشر ألفا أرعم ولعشرين ألفا فيلق انتهى جماعة ثلمة سيف فل والأرض لا نبات فيها فل والجمع للسيف الأفل فل واسم لزهر أبيض ذي نشر وعجب كذل جاج فنك والباب بالفتح وكثر فنك وشاعة من ليل نعلم فنك وافتح مع التحريف أو بالكثر وتعب الخيل ودق فهر بحجر له يقال فهر واسم قبيلة وأما فهر فاسم لمدراس اليهود المكر وما به البشرى وزجر فال وعرق عجب ذنب والفيل لفائل الرأي وصار الفول كوتا ونقلا عند أهل مصر مصدر نونقيض تحت فوق مضطرب الأخلاق فوق فيق والفرج أو طرف الهسان فوق وملك بالرون واسم طير وفعلة من الفواق فوق والدر بين الحلبتين فيق ولغة في فوق سهم فوق أعني به محل وضع الوتر انتهى باب الفا باب القاف وفيه أربع وثمانون كلمة قطع وصحل ورئيس قب والعظم بين الإليتين قب في جمع قباء يقال قب وثيك ذات دقة في الخصر بعض الملابس اسمه قباء في قاب قوسين أتى قباء وقد أتى اسم موضع قباء بمده إن شئت أو بالقصر خرزة لجلب حب قبله وكل ما استقبل فهو قبله وانعم علينا يا أخي بقبلة أي لثمة من خدك المصمر وكل ما على من الأرض قبل وجهة وطاقة الشخص قبل وجمع قبلة بضم القبل للثمة أي بشفاه التغري ثم الكفالة اسمها قبالة وقيل في اسم رجل قبالة كتتجاه يا أخي قبالة أعني خلاف ما وراء الظهر تناول أي بالبنان قبض والعدد الكثير ذاك قبض وجمع أقبض الرجال قبض من رأسه يا صاح ذات كبري تقليلك الإنفاق ذاك قطر والأسهم الصغار تلك قطر وجالب من كل شيء قطر كأن هذا لغة في قطر غبرة وريح لحم قطرة واسم لإبليس اللعين قطرة وبيت صياد على الماء قطرة يسكنه لصيد نحو الغر قوله على الماء أي على شاطئ الماء وهو حفرة يقمن فيها الصائد فائدة في تبصيل أسماء حفر مختلفة الأمثنى والمقادير إذا كانت الحفرة في الأرض فهي هوة فإذا كانت في الصخر فهي نقرة فإذا حطرها ماء الميزاب فهي سجار بالتاء والباء فإذا كانت للنار فهي إرة فإذا كانت لكمون الصائد فيها فهي ناموس وقطرة المذكورة في النظم فإذا كانت لاستدفاء الأعرابي فيها فهي قرموس انتهى إماسة مز الشراب قتل مثل عدو أو فضيق قتل جمع قتول يا إمام قتل كثير قتل للعدى والخمر قوله إماسة مز الشراب قتل وقد جمع هذين المعنيين حسان بن ثابت في قوله قبل إسلامه رضي الله عنه إن التي ناولتني فردتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمثل حقي أنه جتمع قوم على شراب لهم فغناهم مغنيهم بهذا الشعر فقال بعضهم إما أتوه طالق إن لم أسأل الليلة عبدالله بن الحسن القاضي عن علة هذا الشعر لما قال إن التي فوحد ثم قال كلتاهما فثنى فأشفقوا على صاحبهم وتركوا ما كانوا عليه ومضوا ومضوا يتخطفون القبائل حتى انتهوا إلى بني شقرة وعبدالله بن الحسن يصلي فلما فرغ من صلاته قالوا قد جئناك في أمر دعتنا إليه الضرورة وشرحوا خبرهم وسألوه الجواب فقال إن التي على بها الخمر المنزوجة بالماء ثم قال من بعد كلتاهما حلب العصير يريد الخمر المتحلبة من العلب والماء المتحلب من السحاب المكنى عنه بالمعصرات في قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة قال الحريري في درة الغواص هذا ما فسره عبدالله بن الحسن القاضي وقد بقي في الشعر ما يحتاج إلى كشف سر كشف سره وبيان نكته أما قوله إن التي ناولتني فردتها إلى آخره فإنما خاطب به الثاقي الذي كان ناوله كأسها ممزوجة لأنه يقال قتلت الخمر إذا مزجتها وكأنه أراد أن يعلمه أنه فطن لما فعله ثم مقتلع بذلك حتى دعا عليه بالقتل في مقابلة المزج وقد أحسن كل الإحسان في تجنيس اللفظ ثم إنه عقب الدعاء عليه بأن استعطى منه ما لم يقتل يعني الصرف التي لم تمزج وقوله أرخاهما للمفصلي يعني به اللسان وسمي مفصلا بكثر الميم لأنه يفصل بين الحق والباطل انتهى من الدرة والعظم من فوق الدماغ قحف وشدة الشرب فتلك قحف وقاحف والجمع منه قحف مستخرج ما في الإناء فدري وقامة والشق طولا قد وسير جلد قبل دبغ قد واحده القدة ثم القد إثمن أتى لسمك في البحر رائحة الطعام إن طابت قد وهي كذا المقدار قل فيه قد وجمع قدوة وقدوة قد ما يقتدى به فكن ذا خبر وري الزنادي فالمعرض قدح ثهم بلا ريش ونفل قدح وقيل في جمع قديح قدح أي مرق يبقى بقعر القدر قوله ثهم بلا ريش فائدة أول ما يقطع العود ويقطضب يسمى قطعا ثم يبرى فيسمى بريا وذلك قبل أن يقوم فإذا قوم وآن له أن يراشى وينفل فهو القدح فإذا ريش وركب نفله صار سهما ونبلان انتهى طبخ وتضييق قضاء قدر مقدار التخمين أما القدر فهو وعاء الطبخ ثم القدر أعناقهم موصوفة بالقصر قوله ثم القدر أعناقهم جمع أقدر وهو قصير العنط انتهى مشي أمام الغير ذاك القدم واسم لثوب أحمر والقدم لكل ماضي سابق والقدم جمع قدوم آلة للنجر برتبة في الخير يدعى قدمه سابقة الأمر تسمى قدمه تبغطر المقتال يدعى قدمه ومصطر الشيء القديم فدري ما يطع الأرض من الرجل القدم سابقة الأمر كذا ثم القدم ضد الحدوث واسم موضع قدم واسم الشجاع المشبه الهزبري واستقدم القوم فلان قدمه من سفر آب بمعنى قدمه والشيء قد صار عتيقا قدمه قوادم ريش جناح الطير الظهر والجبى وجمع الماقرة واسم طعام أو ضياسة قرى وقرية في جمعها قالوا قرى لبلدة بالريف لا بالحضر وليلة باردة أي قرة والبرد نفسه يسمى قرة وما به العين تقر قرة تسكن بعد جولان النظر ومستقر الماء فالقرار وجمع قرة مضت قرار جمع قرارة أتى قرار للماء من خوف احتراق القدر قوله وجمع قرة بكثر القاعد مضت أي تقدمت وهي البرد قوله للماء أي البارد يصب في القدر خوف احتراقها ومرت القرب بفتح قربة لطلب الماء وأما القربة فهي وعاء الماء ثم القربة ما يتقرب به في الخير تعجيل سير في استقى الماء قرب وجمع قربة بكثر القرب وجمع قربة بضم القرب كلاهما مر قريب الذكر ثم جليس ملك قربان قربت بالكثر أتى القربان مصدره في الضم قل قربان وما به التقرب فهم تسري قوله قربت بالكثر يعني إذا قلت قربت الأمر بكثر الراء كان مصدره القربان بكثر القاعد وإن قلت قربت من الأمر بضم الراء كان مصدره القربان بضم القاعد قوله والقرب يا هذا هو القراب والغمد أو جسن له قراب ما قارب المقدار فالقراب ورفع رجل واطئ بالكثر قوله ورفع رجل واطئ يعني أن القراب بالكثر رفع الرجل حالة الجماع انتهى في الليل من يطلب ماء قربة أو اشتكى خاصرة قل قربة وقدنا زيد بمعنى قربة وصدقت قرابتي أي حذري قولوه في الليل من يطلب ماء إلى آخره فائدة في تفسير سير الإبل إلى الماء في أوقات مختلفة عن الأصمعي وغيره سيروها إلى الماء ليلة لورود الغب الطلق بفتح اللام سيروها ليلا لورد الغد القرب والفعل منه قربة بفتح الراء كما في النظر سيروها إلى الماء يوما ويوما لا الغب وورودها بعد ثلاث الربع ثم الخمس ورودها كل يوم مرة الظاهرة ورودها كل وقت شاءت الرفة ورودها يوما نصف النهار ويوما غدوة العريجاء انتهى وعنق كسب وجمع قرد وحيوان ليس يخفى قرد أثمًا إلى القردان جاء القرد جمع قراد فدري والبرد والبارد كل قرس ثم الصغار من بعوض قرس جمع قريس أي قديم قرس والقرس الجامد يا ذا الحجري قطع عدول والجزاء قرد وبذل ما يرجع وفتح قرد وقد أتى جمع قريض قرد لجرة البعير واسم الشعر قطع النبات بالمجن قرد ثم النبات بعد قطع قرد علق في شحمة أذن قرد شعلة نار صار منذ بتر قوله علق في شحمة أذن قرد فائدة في أسماء الحلي ومحاله الشنف والقرط والرعفة للأذن الوقف والقلب بضم القاف والسوار للمعصم الدملج للعبد الحذيرة للساعد القلادة والمخنقة للعنق المرسلة للصدر الخاتم بفتح التأي وكثرها للإصبع الخلخال والخدمة للرجل الفتح لإصبع الرجل تلبسها النساء العرب انتهى وعاء لحم من جلود قرف ويابس في جوف أنث قرف جمع قروف أي جراب قرف أو مكسر البغي وفعل الشر زؤابة مئة عام قرن في أي وفط المساوي قرن وجمع أقرن الرجال قرن من حاجباه اتصل بالشعر قوله قرن هو بفتح القار الزؤابة ولذلك سمي اسكندر ذا القرنين وجمعها قرون قال مجنون ليلى لدوجها صبيحة عرسه بعيشك هل ضممت إليك ليلى قبيل الفجر أو قبلت فاها وهل زفت إليك قرون ليلى زفيف الأقفوانة في نداها فقال إي والله فقبض المجنون جمرا كان أمامه بفلث يديه وجعل يفحف كالفرخ المذبوح قوله من حاجباه اتصل فائدة في الحاجب من محاسنه الزجج والبلج ومن معايبه القرن والزبب والمعط فأما الزجج فدقة الحاجبين وامتدادهما حتى كأنهما خطة بقلم والبلج أن تكون بينهما فرجة والقرن اتصالهما والزبب كثرة شعرهما والمعط تساقط بعض إبريسم والوسب كل قز تباعد من دنس فالقز ومتقزز الرجال قز متلة مجانب ما يزري واسم لعالم النصارى قس تتبع الأخبار ذاك قس واسم خطيب من إياد قس كان فصيحا وعظيم القبر والجور والتفريق ذاك قسط عدل ومقدار ووزن قسط لركب غليظة قل قسط واسم إلى عود بخور عطري قوله لركب فهو جمع ركبة القسطاء وهي التي غلظت ويبست فلا تكاد تنقض انتهى قسمت مالي بين صحبي قسمة جزعته فخذ إليك قسمة جزءا وما أعطيت إلا القسمة جمع قسيم أي شبيه البدري خلط بمفسد وسب قشب ثم وما لا خير فيه قشب جمع قشيب أي جديد قشب أو دلبلا أو النظيف فدري قوله جمع قشيب أي جديد أي من خصوص البرود فائدة في تقسيم الجدة على ما يصف بها يقال ثوب جديد برد قشيب شراب حديث شباب غض دينار هبرزيل ثلة شوكاء إذا كان فيها خشونة الجدة انتهى ثلب إزالة اللحاء قشر ثم اللحاء واللباس قشر وجمع أقشر الرجال قشر لمفرط في لونه المحمر قوله وجمع أقشر الرجال إلى آخره فائدة في تقصيل ما يصف بالشدة رجل أقشر شديد الحمرى ليل عكامس شديد الظلمة أسد ضارم شديد الخلق والقوة ورجل عصلبي وصمعري كذلك وامرأة صه صلق شديدة الصو رجل خصم شديد الخصومة شعر قطط شديد الجعودة لبن طخف شديد الحموضة ماء زعاق شديد الملوحة قال التعاربي وأنا أستضرف قولا ليس عن الخليل الزعاق كالزعاق سمعنا ذلك من بعضهم وما نبري آلغة أم لثغة رجل شقز شديد البطر سريع الإصابة بالعين وكذلك جلعبي فرس ضليع شديد الأضلاع يوم مع معاني شديد الحر عوض دعر شديد الدخان انتهى ومرة القشر لكشط قشرة والقطعة المقشورة تدعو قشرة مطرة تقشر أرضا قشرة وليس فتح القاف بالمضر قد قيل للأكل الكثير قشم والجسم أو مثيل ماء قشم وناضج اللحم وأما قشم فيابس المقل الذي في البر قصيرة أو جمعها قصارة ولخلاف الطول والقصارة لحرفة القصار والقصارة للدار قد تحفنت كالقصر كي بأصل عنق قصار وكفق الشعر هو القصار ولقشور الحب والقصار بالضم غاية لكل أمر أصول مقطوع النخيل قصر ويبسعن قصرة والقصر بالضم إلى الطول وجاء القصر جمعا لقصر ضلع بالخصر قوله لقصر ضلع أي ضلع القصر وهي التي تلي الخاصرة انتهى حصن كالطفان معنى قصرة أكرم خصة والبعير قصرة أي ناله قصرة وقصرة بالضل طال أي غدا ذا قصر الشوق قد قص جناحي قصة فاسمع أخي أنت شرح القصة رأيت من فوق الجبين قصة فحرت في ليل وضوء فجري قوله الشوق قد قص جناحي قصة كذا في نسخة وفي أخرى ومرة القص تسمى قصة ثم الحديث ذاك يدعى قصة وما يقص يا أخي فقصة لا مطلقا بل من خصوف الشعر انتهى بمنجل قطء القصيل قصه وأحمق لا خير فيه قصه جمع قصيل أو قصول قصه للزرع أو للسيف ماضي البتر قد قيل للكسر المبين قصم طريقة وأصف مرعا قصم وجمع أقصى من رجال قصم إحدى الثنايا ضد ذات كسر قوله للكسر المبين قصم أي الذي يبين بعض أجزاء المكسور من بعض فإن بقي بينها اتصال فهو صصم بالفاء انتهى حفا صغير أو فتيت القطة بقية والجنس ثم القبة بكارة المرأة أما القبة فاسم إلى العيب وخفف تسري قطء وتكليح ومج قطب حديدة الرحى وسل القطب سيد قوم واسم نجم قطب وكل ما به مدار الأمر قوله وتكليح أي تكليح الوجه وعبوسه فائدة في العبوس إذا زوى الرجل ما بين عينيه فهو قاطب وعابس فإذا كشر عن أنيابه مع العبوس فهو كالح فإذا زاد عبوسه فهو باسر ومكفهر فإذا كان عبوسه من الهم فهو ساهم فإذا كان عبوسه من الغيض وكان مع ذلك منتفخا فهو مبرطم عن الليث عن الأطمعين قوله ومجو أي مجو الخمر بالماء فائدة في اختلاف أسماء المدج باختلاف المنزوج المدق خلط اللبن بالماء القطب خلط الخمر بالماء ومن ذلك يقال جاء القوم قاطبة أي جميعا مختلطين بعضهم ببعض الغلط خلط البر بالشعير القشب خلط الطعام بالسم الإبسار خلط البسر بالتمر ونبدوهما وهو أيضا خلط الماء الحار بالبارد يعتدل الميشو خلط الصوف بالشعر المجنو خلط الجد بالهزل المقاناة خلط لون بلون أو الصوت بالوبر انتهى لمجة أو عبسة قل قطبة وهيئة القتوب تدعى قطبة نبت له شوك يسمى قطبة واسم إلى نصل صغير القدر وسكب غيث أو دموع قطر بعض البرود والنحاس قطر وجانب عود البخور قطر وسم خط الاستواء القطر قوله خط الاستواء هو الذي يمر بمركز الدائرة ويقسمها نصفين متساويين فإن قسمها أقل أو أكثر من النص سمي ذلك الخط وتدا لا قطران انتهى بط وخيبة الرجاء قطع تنفسة وجزء ليل قطع جمع قطيع أي ضعيف قطع بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب الوجه الأول تتمة باب القار قبائل مجتمعون فلقلل وجمع قلة لرعدة قلل وقلة الرأس وجمعها قلل أو جرة الفخار ذات الكبر قوله ذات الكبر أي الجرة الكبيرة سميت قلة لأن الرجل الجلد يقلها بيده فائدة في اختلاف أسماء الكبير والعظيم من أشياء مختلفة عن التعالبي القلة الجرة الكبيرة الرس البئر الكبيرة اليفن الشيخ الكبير القلعم العجوز الكبيرة القحر البعير الكبير الطبع الناه الكبير الفرعة القملة الكبيرة التبن القدح الكبير الشاهين الميزان الكبير الخنجر الستين الكبيرة العين الحضرة الكبيرة القهب الجبل العظيم العاكر الرمل العظيم الشارع الطريق العظيم السور الحائف العظيم الرتاج الباب العظيم الصخرة الحجر العظيم المقرات الحوض العظيم المقرى الإلاء العظيم الفيلق الجيش العظيم الفيلم الرجل العظيم وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه أقمر فيلم العبهر المرأة العظيمة الدوحة الشجرة العظيمة الخلية السفينة العظيمة السجل القربة العظيمة الغرب الدلو العظيمة الدجالة الرفقة العظيمة التعبان الحية العظيمة القرنيد الآجوبة العظيمة المعول الفأس العظيمة الطربال الصومعة العظيمة الملحمة الوقعة العظيمة الدبلة والدبنة اللقمة العظيمة المحالة البكرة العظيمة الرق السلحفات العظيمة الدلدل القنفذ العظيم القمع الذباب الأزرق العظيم الحلمة القراد العظيم الفاجر الوعل العظيم البقة البعوضة العظيمة الكنس والفراس ليس قم وجمع قمة بكثر قم وتلك أعلى الرأس أما قم فاسم لبلدة فكن ذا خبري جماعة القوم تسمى قمة والرأس أو أعلاه كل قمة ما يأخذ السبع بفيه قمة واسم كناسة البيوت فدري وصرف شخص عن مراد قمع في رأس تمر أو زبيب قمع وجمع أقمع الرجال قمع ذي رمص في عينه أو بسري تتبع الأخبار همز قن ثم الرقيق بن الرقيق قن والجبل الصغير ذاك قن أو رأسه المرفوع فوق الظهر قوله ثم الرقيق بن الرقيق إلى آخره فائدة في الخالص من أشياء مختلفة عبد قن إذا كان خالص العبودية وأبوه عبد وأمه أما يوم مصرح ومصح إذا كان خالصا من الريح والسحاب رمل نقح إذا كان خالصا من الحصا والتراب مارج من نار إذا كانت خالصا من الدخان انتهى ورجل أو جبل قنانو رؤوس أجبال هي القنانو كم قميص اسمه كنانو وريح إبط منتن مضر إيجاد كوة بحيط قنعو مستنقع الماء فذاك قنعو جمع قناع أي خمار قنعو أو طبق الفاكهة فهم تسري جاء بمعنى الاقتناء القنو والعبق من تمر فذاك قنو في جمع أقنى الأنف قيل قنو محدود بالأنف ولو في الصقر قوله في جمع أقنى الأنف إلى آخره فائدة في تفصيل أوصاف الأنف الشمم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلى القنى طول الأنف ودقة أرنبته وحدب في وسطه والوصف منه أقنى وهو مزموم في الخيل محمود في الناف والصقر الفطس تطامن قصبته مع ضخم أرنبته الخنس تأخر الأنف عن الوجه الذلك شكوص طرفه مع صغر أرنبته الخرم شق في المنخرين الخشم عرض الأنف القعم وجاج انتهى مصدر قبت أي خرقت القوب والقاب مقدار كذاك القيب وبيضة قابية والقوب للفرخ من أي ثنوف الطير وجرك الخيل بحبل قود وقيل للمقدار أيضا قيد وجمع أقود الرجال قود قليل لالتفاف أي للغير مصدر قرت الشيء جاء القور قورته ثم اسم زفت قير وجمع قوراء لدار قور واسعة وتلك خير الدور قوله وجمع قوراء سائدة في تقسيم الساعة على ما يوصف بها عن التعاربي أرض واسعة دار قوراء بيت فسيح طريق مهيع عين نجلاء طعنة نجلاء إناء منجوب ومنجوف قدح رحراح وعاء مستجاف مكيال قباع سير عنق عيش رفيغ فضر رحيب بطن رغيب قميص فطفاض سراويل مخرفجة أي واسعة والسراويل مؤنة لأن لفظها لفظ الجمع وهي واحدة وعن أبي هريرة أنه كره السراويل المخرفجة وحكى أبو الفتف أثمان بن جني أن عربيا قال لخياط أمره بخياطة سراويل خرفج منطقها وجد المسوقها أي وسع معظمها وضيق مدخلها ثلاث خيفق نهر جلواخ بئر خوق انتهى وشدة كذا القياس قوس واسمن إلى المقدار جاء قيس وجمع أقوة الرجال قوس شيخ مسن منحن من كبري العدل والقامة فالقوام رزق يقيم الشخص فالقوام والداء في قوائم قوام من البهيم ناشئ عن ضره واحدة القيام تدعى قومه وثمن الشيء يسمى قيمة وقامة الإنسان تلك قومة ووجع العين فكن ذا قبري واسمن إلى صوت الدجاج قيكو والجبل المحيط ذا كقيق مضطرب الأحوال فهو قوكو وملك بالروم أي ذو يسري قوله أي ذو يسري وهو الذي تنسب إليه الدنانير الفوقية انتهى انتهى باب القاف باب الكاف وفيه أحدى وثلاثون كلمة القلب عن وجه يسمى كبة وصرعة جماعة والكبة لهيئة الكب وأم الكبة فالثقل والغزل وحمض الشجر ضر وما ينبت عن تمر كبة قناسة المنزل سموها كبة ثم الكباء العود جمعوه كبة واسم إلى المرتفع افهم تدري قوله ثم الكباء الكباء ككساء عود البخار أو ضرب منه انتهى مشرح اللحم هو الكباب وكبة يجمعها كباب لحملة في الحرب والكباب طين ورمل جعد بالقطر في كبد الحصول داء كبد وكبد يقال فيه كبد وجمع كبداء بمد كبد لرملة غليظة في البر وشرف معظم شيء كبر تعظم في النفس ذات كبر ولكبير القوم قيل كبر والكبر في الجسم نقيب الصغر نوع من النبات سموه الكبر والطعل في السن فها ذاك الكبر كبر المعاص إنها إحدى الكبر والكابر الكبير أي في القدر كبست خفرة بأرض كبسة ملأتها بما يسمى كبسة وهو التراب وفتحت كبسة حلا وفيها الطيب ذاك النشري قوله كبسة بضم الكاف جمع كبيس وهو حلي مجوف يحشى طيبا انتهى ربط اليدين خلف ظهر كتف والمش بالرويد أما الكتف فلغة في كتف والكتف جمع كتاف لوساق الأسر شدة محل والسماء كحل خرجة لدفع عين كحل وما وضعته بعين كحل وموضع والمال إن ذا وفري وعرفات أو ثنية كذا مسك بلا رائحة يدعى كذا وقل إلى أسفل مكة كذا وكلفة اسم لبن مع تمري ومكسر من كذب كذاب لكذب التكذيب والكذاب وجمع كاذب هو الكذاب وكذب جمع كذوب فدري قوله لكذب أي ومصر لكذب بتشتيب الذان ومنه وكذبوا بآياتنا كذاب وكروان ذكر هو الكراك والنوم ثم اسم الإجارة الكرا وكرة في جمعها قالوا كرا وجمع كروة إلى اسم القبر قولوه الكرا بفتح الكاف الكروان الذكر ومن أمثالهم أطرق كرا إن النعام في القرى والكرا أيضا النوم من غير استغراق فائدة في ترتيب النوم عن التعالبي أول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم ثم الوسل وهو ثقل النعاس ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس العين ثم الكرا والغمض وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقضان ثم التعفيق وهو النوم وأن تتسمع كلام القوم ثم الإغفاء وهو النوم الخفيص ثم التهويم والتهجاع وهو النوم القليل ثم الرقاد وهو النوم الطويل ثم الهجود والهجوع والهبوغ وهو النوم الغرق ثم التسبيخ وهو أشد النوم انتهى ورأس فخز مستديرا كرمة وموضع وقرية والكرمة للرجل الكريم ثم الكرمة لموضع أيب الحجاز قفري قد قيل في الدق الشديد كسو وبلدة بثمر قندا كسو وجاء فيها الفتح ثم الكسو لفظ مولد بمعنى الحر قوله بثمر قندا هي بفتح الميم وسكون الراء قال في القاموس وسكون الميم وفتح الراء لحن انتهى والضرورة الشعرية أحوجت النظم إلى اتكاب اللحم لاسيما والألفاظ الأعجمية يغتفر فيها ما لا يغتفر في العربية فإن ثمر قندا معربة من كلمتين أصلهما شمر كند وكان شمر ملكا غزى بلاد العجم وخرر مدينتهم ومعنى كان خرب المدائن كذا بخط الشيخ نصر علي على هانش نسخة الناظر انتهى وشرف والمجد هاداك كثى نوع من الثياب سموه كثى والكثوة الثوب وجمعها كثى بضم كاف كثوة والكثر كففت زيدا عن فلان كفى حبالة دارة وشم كفى والرمل قال واستدار كفى ولثة فوق الثناي الغري قبض وتشمير وصرف كفتو وثم إلى القدر الصغير كفتو جمع كفيت أي خفيف كفتو أو ضبة الحديد فوق الكثري قولوه وثم إلى القدر الصغير كفتو فائدة عن التعالبي في تقصيل أسماء الصغير من أشياء مختلفة القدر الصغير كفت القرن الجبل الصغير العنز الأكمة الصغيرة الجدول النهر الصغير الكرز الجوالق الصغير الغمر القدح الصغير الجرموز الحوض الصغير القلهزم الفرس الصغير الهمبرة الضبع الصغيرة الشفرة الضبية الصغيرة الخشيش الغزال الصغير الحسبانة الوسادة الصغيرة البخنق البرقع الصغير الكنانة الجعبة الصغيرة الخفاص التقب الصغير الحميت الزق الصغير النبلة اللقمة الصغيرة القارب السفينة الصغيرة الرسل الجارية الصغيرة ومنه قول عدي بن زيد ولقد أله ببكر رسلي مسها ألين من مس الردن والردن الخذ انتهى ستر وقرية وبعد كفر واسم العفا أو الظلام كفر جمع كفور أي جحود كفر كذلك الإيمان ضد الكفر ثم الصيام قيل فيه كفل كثار كوب والنصيب كفل جمع كفيل أو كفول كفل لضامن للذات أو للخسر قوله كثار كوب أي كثاء يركب عليه وقوله للذات أي ضمان حضور أو للخسر أي ضمان ضرم انتهى وللنبات مطلقا طيل كلا وكلمة مفردة لفظ كلا يعنى بها اثنان وكلية كلا جمع لها يفهمها من يدري قوله يفهمها من يدري وهي كلية البطن المعروفة وكلية المزادة وهي جزة تحت عروفها وكلتاهما بضم الكاف انتهى عن قطعه كلا الحسام كلا والبطر الضعيف كلا كلا والحال واسم الستر أما الكل فإنها التأخير أي في الأمر مفتر كلا أي عل هو الكلال والكل مفرد وجمعه كلال من لا يعول بل يعال والكلال من بعد عبد رجل من فهر قوله من بعد عبد يعني عبد كلال انتهى ذهاب عقل يا فتى كلاب وجمع كلب يا أخي كلاب للسبع العقور والكلاب اسم لماء من مياه البر قوله للسبع العقور الكلب في الأصل اسم لكل سبع العقور ثم غلب على هذا النباح انتهى ولقط قدر بوجه كلف وكل مولع بشيء كلف وأكلف والجمع منه كلف ذو كلف أسود بالمحمر حديث نفس منطق كلام والجرح كلم جمعه كلام أرض صليبة هي الكلام أي مطلقا لا من خصوص الصخر تغطية الشيء بكم من كم أما وعاء الطلع فهو كم محل إخراج اليدين كم من القميص يا وحيد العفري لامرأة ابن أو أخ قل كن ثم وعاء كل شيء كن ثقيفة أو رف بيت كن أو مخدع وقيت كل شر ناحية بها الحسان كندا لقطعة من جبل قل كندا وبلدة بثمر قندا كندا ثم الكنود ضد رب الشكر حياطة الشيء عدول كنفو وعاء أثقاف التجار كنفو جمع كنيف أو كنوف كنفو ترس أو الناقة ذات النفر قوله وعاء أثقاف التجار كنفو فائدة في أسماء الأوعية القمطر وعاء الكتب العيبة وعاء الثياب المزود وعاء زاد المسافر الخرج وعاء آلات المسافر الكنفو وعاء أثقاف التجار ووعاء أدوات الصانع الصفن وعاء زاد الرائي وما يحتاج إليه الحفش وعاء المغازل القشوة وعاء آلات النفساء وقال الليث هي قفة يكون فيها طيب المرأة الجؤنة للعطار الصوان للبزاد انتهى قوله ترس بيان لكنيف وقوله أو الناقة بالكسر بيان لكنوف وهي التي تنفر من الإبل فتعتزلها وتبرك وحدها في كنفها انتهى طبيعة وكفر أرض كور وزق حباب لنفخ كير أما محل ناره فكور وثن إلى الرحل وعش الدبر قوله الدبر أي الزنابير الفرج والوطء اسم كل كوم واسم إلى الصاحب أيضا كيم وجمع كوماء بمد كوم لناقة سنام هذا الوفر قوله وجمع كوماء بفتح الكاف مع المد وهي الناقة العظيمة السنام فائدة في أوصاف الناقة إذا كانت تامة الجسم حسنة الخلق فهي عيط موس وزعلبة فإذا كانت غليظة ضخمة فهي جلنفعة وكنعرة فإذا كانت طوية ضخمة فهي جسرة وهرجاب فإذا كانت عظيمة السنام فهي كوماء كما في النظم ومقحاد وقيل الكوماء طويلة السنام والمقحاد عظيمته فإذا كانت شديدة اللحم فهي وجناء مشتقة من الوجين وهي الحجارة فإذا كانت شديدة كثيرة اللحم فهي عن تريس وعرندة ومتلاحسة فإذا كانت ضخمة شديدة فهي دوسرة وغدافرة فإذا كانت حسنة جميلة فهي شمردلة فإذا كانت قليلة اللحم فهي حرجوج وحرث ورهب انتهى انتهى باب الكاف باب اللام وفيه أربع وثلاثون كلمة واسم اللصوق أي بأرض اللبد والصوف ملبودا فذاك لبد جمع لبيد يا إمام لبد وهو جوالق صغير القدر قوله وهو جوالق بضم الجيم أي وعاء من خوث صغير انتهى والصوف والفقر كلاهما لبد وجمع لبدة جماعة اللبد أو شعر أكناف السباع واللبد نصر بن عاد واسم جم وفر قوله نصر بن عاد هو آخر نصور لقمار بن عاد وقوله قبله جماعة أي تغشاك وتتزاحم عليك ومنه كادوا يكونون عليه لبدة وقوله واسم جم أي كثير ومنه أهلكت مال اللبدة انتهى تعمية الأمر فتلك اللبس لباس نوكسوة بيت اللبس جمع لبوس وهي درع اللبس ومخطرا إلى لبس يجري من لبن شبيه سكر لبن وشغل آجر وأما اللبن فوجع في العين ثم اللبن جمع لبون وهي ذات الدر من لبن مرة سقي اللبن آجرة ياقة توب اللبن للقمة كبيرة قل لبنه أو مطلقا ولو لذات الصغر من بين فرس ودم يجري اللبن ودية وجع عنق واللبن اسم إلى الآجر ثم واللبن للقم فضعها في الصغر صدر ومجرى لبن كل لبان ولبن المرأة لا غير اللبان وشجر الكندر هاذاك اللبان وقضي لبانة تفز بالأجر قوله لا غير أي لا غيرها يعني أن اللبان يطلق على لبن خصوص المرأة وقوله وقضي لبانة لضم اللام أي حاجة انتهى قد طيل للشتم وللسب لحا والقشر فوق خشب الغصن لحا ولحية بالكثر جمعها لحا لما على اللحيين أي من شعر قوله والقشر إلى آخره فائدة في أثناء القشور على اختلافها اللحاء بكثر اللام قشر الغصن الليت قشر الغصن بالحركات لص يعني أن السارق يسمى لصا بالحركات الثلاث فوق اللام فائدة في تفصيل أحوال السارق وأوصافه إذا كان يسرق المتاع من الأحراز فهو سارق فإذا كان يقطع الطريق على القواسل فهو لصن وقردوب فإذا كان يده هو خارب أو الغنم فهو أحمص والحؤشات المسروقة فإذا كان يسرق الدراهم بين أصابعه فهو قصار فإذا كان يشق عنها الجيوب فهو طرار فإذا كان في والففط فهو طمرية وعفرية نفرية فإذا كان أخبث اللصوف فهو عمروط فإذا كان يدل اللصوفي فإذا كان يأكل ويشرب معهم ويحفظ متاعه وليفيتها قوله من ضمن أدراس بالجر بدل من الألص والألص أيضا مجتمع المنكبين يكادان يمثان أذني فصل في مقابح الأثنان الرواق طولها الكثث صغرها وتيادة سن فيها وانضمامها ومنه اشتق الألص الذي في النظم اليلل إقبالها على باطن السم انتهى وضد نشر قبح أكل لف واحد ألفاف الرياض لف ملتفة الأغصار ثم اللف جمع ألف أبكم ذي حصري قوله أبكم فائدة في عيوب اللسان والكلام اللفف أن يكون في اللسان ثقل وانعقاد الليغ أن لا يبين الكلام اللجلجة أن يكون فيه عل وإدخال بعض الكلام في بعض الخنخنة أن يتكلم من لد أنفه القمقمة أن يتكلم من أقصى حلقه الرتة حبسة في لسان الرجل وعجلة في كلامه اللقنة والحقنة عقدة في اللسان وعجمة في الكلام التهتهت والتهتهت بالتاء والثاء حكاية التواء اللسان عند الكلام التعفعة والتعفعة بالتاء والثاء أيضا حكاية صوت العلي والألكن اللسغة أن يصير ضاء لاما في كلامه الفأفأة أن يتردد في الفاء التمتمة أن يتردد في التاء الألي والثان إلى الياء والغين قد غلب ذلك عليه فائدة أخرى في ترتيب العيد رجل عيي ثم حصر ثم فهب ثم مفحم ثم نجلاج ثم أبكم انتهى الليل والصرف وقشر لفت بقرة شق وصف لفت وجمع زوجة لفوت لفت ذات غلام وهو ابن الغير أولوه وهو أي الغلاب ابن الغير أي ابن غير زوجها الآن بل ابن زوج الآخر فائدة في اختلاف أوصاف المرأة باختلاف الأولاد والأزواج إذا كانت تتزوج وابنها رجل فهي ضروق فإذا كانت ترد الذكورة فهي مذكار فإذا كانت ترد الإناثة فهي مئنات فإذا كانت ترد مرة ذكرا ومرة أنثى فهي معقار فإذا كانت لا يعيش لها ولد فهي مقلاة فإذا كانت ترد توأمين فهي متآم فإذا ولدت أحمق فهي محمقة فإذا كانت ترد النجباء فهي من جاب فإذا كان لها زوج ولها ولد من غيره فهي لفوت كما في النظم فإذا مات عنها زوجها أو طلقها فهي مراسل فإذا كانت غير ذات زوج فهي أي فإذا كانت تيبا فهي عوان وإلا فذكر انتهى والملتقى وكل مطروح اللقى ومصدر إلى لقيته اللقى أعني رأيته ومثله اللقى والاسم تلقاء أتى بالكسر وضم لقمة لأكل لمة للشعر دانا منكبا قلمة وشعف رأس وسد واللمة جماعة مجتمعون فدري قولوه جماعة مجتمعون فائدة في ترتيب جماعات الناس وتدريبها من القلة إلى الكثرة على القياس والتقريب نفر ورهط ولمة وشرذمة من قبيل وعصبة وطائفة ثم ثبة وثلة وفوج وفرقة ثم حزب وزمرة وزجلة ثم فئام وصريق وقبص وجدل انتهى ما لا عقاب فيه من ذنب اللمم أيضا ولا حد شعور اللمم ثم الجماعات فهاتيك اللمم ومفرداتها مضت في شعره إدارة اللقمة ذوق اللوس جمع بعير أليس قليس يحمل ما حمل ثم اللوس اسم الطعام حلوه والمر ومطلق اللصوق فهو لوك سجية اللون وقشر ليط واسم من أسماء الرجال لوط واللط بالفتح لإرخة ستري للأكل أو للمضغ طيل لوف وما على أصل الجريد ليف وبلدة واسم نبات اللوف والأكل منه منعظ للأير وساعة من الزمان لوقة وما يكون في الدوات ليقة والرطب اسمه لديهم لوقة وزبدة خارجة من ذر جمع التي اللاء ومثله اللوى وما التوى أو رق من رمل اللوى كذا انطواء حية ثم اللوى هي الأباطيل فقن ذا خبر قوله لواء أي مقصورا وأما الممدود فهو العلم أي الراية انتهى وأسد والعنف بوت ليث وعد أشداء الرجال ليث وجمع ألوث بطيء لوث أو أهوج والسحب دام التدري أو لوه تدري أي ترش المطر فهي جمع السحابة اللوثاء أي بطيئة الإقلاع انتهى الشخص والإصلاح واسم اللأم والعسل الصلح اتفاق اللئم وريش سهم ثم بخل اللئم وخصة في نسب أو صهر قوله لأم واللأم أيضا بالفتح جمع لأمة بالهمزة فيهما وهي الدرع التامة فإذا كانت لينة فهي خدباء ودلاء فإذا كانت بيضاء فهي ماذية فإذا كانت محكمة صلبة فهي قطاء وحفداء فإذا كانت طويلة الزيل فهي ذائل فإذا كانت مثقوبة فهي مسرودة فإذا كانت منسوجة فهي موضونة وجدلاء ومجدونة فإذا كانت قصيرة فهي شليل فإذا كانت واسعة فهي زرثة ونسرة ونسلة وفضفاضة انتهى من التعالي قد لمت عن نفس العذول لوما وقلت ما أنت لمثلي ليما ذات شبه وإن فيك لوما دلاءة في النفس فعد الغير انتهى باب اللام باب الميم وفيه ست وستون كلمة وحد نون حاس للمتاع صيد طعام بلغة متاع دلو ثقاء والرشا متاع واسم إلى الزاب القليل النذري القطع واسم لنبات متك وقيل للأترج وافتح متك أنت الزباب واسم سوس متك والعرق في باطن طرف الأير وجعل شخص مثلة فمثله والشبه أو بعض الملوك مثله جمع مثال أي تراش مثله أو النظير يا وحيد العصر قوله أو بعض الملوك أي اسم بعض ملوك اليمن انتهى لت السويق أي بعود مجدح عود به يلت فهو المجدح وكوكب الأنواء ذاك المجدح بضم ميم وأتى بالكسر قوله فهو المجدح المجدح بكسر الميم العود الذي يلت به السويق أي يحرك به خائدة فيما تحرك به الأشياء الذي تحرك به النار مفعر الذي تحرك به الأشربة مخوض الذي يحرك به السويق مجدح بفتح الميم وكسرها الذي يحرك به ما في البساتيق أي البراني المسواق الذي يصبر به الجرح مصبار انتهى الخير والشر الكثير المجنب والترس تتقى به السيوف مجنب وفرس تقاب جنبا مجنب أي جنب راسب بحبل الجر قوله والترس إلى آخره كذا بخط نعظم وهو غير مستقيم الوزن ولعله ما تتقى إلى آخره انتهى مصطفقه السلب والحرب اسم كل محرب ذو قوة على الحروب محرب ومن على السلب يدل محرب والليث والمغضب أي ذو الحصر قوله السلب والحرب إلى آخره في نسخة الحرب والسلب ومنه المحرب انتهى قوله وقوة على الحروب محرب بكسر الميم وفتح الراء فائدة في الشجاعة وتفصيل أحوال الشجاع إذا كان شديد القلب رابط الجأش فهو مجيز فإذا كان ملازما للقرن لا يفارقه فهو حلبس فإذا كان شديد القتال لزوما لمن طالبه فهو غلث فإذا كان جريا على الليل فهو مخش ومخشف فإذا كان مقداما على الحرب عالما بأحوالها فهو محرب كما قال الناظم فإذا كان منقرا شديدا فهو زمير فإذا كان به عبوس الشجاعة والغضب فهو باتل فإذا كان لا يدرى من أين يؤتى لشدة بأسه فهو بهمة فإذا كان يقتل الأشداء والدماء فلا يدرق عنده سأر فهو بطل فإذا كان يركب رأسه فلا يثنيه شيء عما يريد فهو غشم شم فإذا كان لا ينجاش لشيء فهو أيهم انتهى ما تمسح القدر به محاش قوم تحالفوا هم محاش ما أحرقته النار فالمحاش من كل مشوي بحر الجمر فقال ظهر حيلة محال كيد عقاب قدرة محال وغير ممكن هو المحال ومصرف عن وجهه للغير قوله ومصرف عن وجهه مصرف بصيرة اسم المفعول أي قول صرف عن وجهه أي ظاهره لوجه آخر انتهى لثقل الحمل يقال محمل حمالة السيف فتلك محمل وشبه هودج وأما المحمل فهو المعانو أي لحمل الوقر مرة مد البحر زاد مده والقيح في الجرح يسمى مده وبرهة من الزمان مده وما على اليراع أي من حبر وما يمد الشيء فهو المدد وجمع مدة الجراح مدد وجمع مدة الزمان مدد والمد في البحر نقيض الجزر مفيدة الوحش تسمى مدرى قرن به الرأس يحق مدرى والمشت أيضا ثم إن المدرى بفتح رائم من بشيء أدري مكان نوحين الربيع مربع عدن به يرفع عدل مربع ومن بخم الربع فهو مربع تسقيه في الرابع كأس الضر رضع البهين أمه فالمرجل والقدر والمشت اسم كل مرجل والمهر من غير وساق مرجل يسعى مع الأم لرضع الدر وكالرواح مصدرا مراح وللنشاط اسم هو المراح مكان مرعى إبل مراح من عشبه اليابس والمخضر قوله هو المراح لعله مشتق من المرح وهو شدة الفرح من قوله عز ذكره ولا تمشي في الأرض مرحا وهو أعلى مراتب السرور وأما أولها فالجبل والابتهاج ثم الاستبشار والاهتزاز وفي الحديث اهتز العرش لموت سعد بن معاذ كذا قال التعالبي أقول الظاهر أن معنى اهتز العرش تحرك من الحزن لا من السرور ثم الارتياح والبرنشاق ومنه قول الأصمعي حدثت الرشيد بحديث كذا فبرنشق له ثم الفرح وهو كالبطر من قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين ثم المرح المتقدم الذكر انتهى قوله مكان مرعى إبل إلى آخره قال ابن الأنباري وطن الناس مراح الإبل استبل الدواب زرب الغنم عرين الأسد أدحي النعامة أفحوص القطى وجار الزئب والضبع مكوه السعلب والأرنب كناس الوحش عش الطائر قرية النمل نافقاء اليربوع خلية النحر حجر الضب والحية انتهى فعليه يكون المراح مأوى الإبل لا مرعاها وقد نظمها الشهاب الحجازي فقال كل شيء قد خص حقا بما أوى حققته لنا أولو الألباب وطن الناس والمراح لإبل ثم لفقبل خله للدواب ومحل الأغنام زرب وأيضا نافقاء اليربوع تحت التراب وكذا قيل قرية النمل حقا وكناس للوحش وفط البياب ولضب وحية قيل جحر ووجار للضبع ثم الزئاب وكذا المكو للأرانب والتعلب فاحفظ نظمي بغير الزياب ثم لفحوث للقفى ثم عش الطائر اتهمه يا رفيع الجنابي ثم أدحي نعامة فاضبطوه ولنحل خلية يا صحاب انتهى ثم الذهاب والمجيء مرد أو طلب المرعى وميل مرد في جمع أمرد يقال مرد نقي خد من نبات الشعر وموضع الرد الهلاك مردى واسم لمجر الخيل ثم المردى تكسر أحجار به والمردى المهلك الساكن بطن القبر قوله تكسر أحجار به أي حجر كبير تكسر به الأحجار ويسمى مردى وللتعالبي فائدة في ترتيب مقادير الحجارة فانظرها في ثقه اللغة انتهى الحبل والمسحات كل مر وجمع مرة بكسر مر أي قوة وضد حلو مر ثم المرور مصدر كالمر لفعلة واحدة كل مرة عقل وقوة مزاج مرة وضد حلوة كذسم مرة وقنية الشيطان رأس الكفر شبه جنون اسمه المرار والمرة النسحات والمرار جمع لها ونبت المرار مقلص مشافرا للجزر قوله للجزر جمع جزور يعني ان الابل اذا اكلت من ذلك النبت تقلصت اشفارها انتهى سرعة مشي الندف شعر مرت من خذ نوصوف كساء مرت في جمع امرط يقال مرت ساقط ريش او عدين الشعر قوله من خذ نوصوف الى اخره ان يؤتذر به وللاكسية اسماء غير هذا فالاضريح كساء من خذ وقيل هو من المرعزة الخميصة كساء اسود مربع له علمان قال الاعشى اذا جردت يوما حسبت خميصة عليها وجريال النظير الدلامسة قيل اراد شعرها وشبهه بالخميصة وعن الاصمعي ان الخميصة ملاءة معلمة من خذ اوصوف البرجد كساء غليظ مخطط يصلح للخباء وغيره المشمل كساء يجتمل به دون القطيفة المطرف كساء في طرفيه علمان اللقاع بالقاط كساء غليظ عن الليل ودعم الازهري انه تصفيف وانه بالفاء لا غير الوجه الثاني من الشريف الخامس من كتاب نيل الارب شرش مثلثات العرب تسمة بعد المين حلب باصبعين فهو المصر وحاجز بين الاراضي مصر جمع مصير اي نعاء مصر والبهم ابطأت خروج الدر قوله جمع مصير اي نعاء مصر ايضا ضمن المين ويجمع ايضا على انصرة ومصران والمصر ايضا جمع مصورة وهي البطيئة خروج اللبن من الابن وغيرها فالبهم بضم الباء جمع بهيم لكل ذات اربع انتهى ضربت في الارض مشيت مضربة عودا به يضرب ثم مضربة سحل الضرابي ذاك يدعى مضربة والماء جفة من ثموم الحر والطرد ابعاد كذاك المطرد واسم الى الرمح القصير المطرد والرجل الطريد فهو المطرد ليس له مأوى خلاف القصر قوله كذاك المطرد سائلة قال التعاليبي المطرد بين العصى والرمح الاكمة بين التل والجبل البضع بين الثلاث والعشر الربعة من الرجال بين القصير والطويل وكذلك من النساء السنون من الابن والشاء بين الممخة والعجفاء العريض من المعز بين الفطين والجزاء النفق من النساء بين الشابة والعجون قوله ليس له مأوى أي لأنه لا يؤويه أحد وهو أشد من المطرود انتهى ومكة والجنة المعاد والحج والمرجع والمعاد جمع لمعد ضخم ضخم المعاد اسم لما أعدت فقف إثري فضلة لحم أي بقدر معقب نجم وقرطن والخمار معقب وولد الميت فهو المعقب ومن يجاز بعقاب الوزر ومنزل وموضع معان وجمع معن يا أخي معان وكل من أعنته معان والمعن للكثير أو للنزر قوله معان المعان بفتح الميم اسم لكل منزل واسم لموضع مخصوص بطريق الحج الشامي انتهى ما تأكل الرفاق فيه المقطع وما به يقطع فهو المقطع فاقد شهوة النكاح المقطع ولغريب الدار أو ذي الهجر قوله أو ذي الهجر أي المهجور المتروك من يقفض لأمثاله ويترك هو انتهى وما به يقنع فهو المقنع والقنع نفسه وأما المقنع فهو غطاء الرأس ثم المقنع إن يلاقي الماء حين يجري قوله إن يلاقي الماء أي إناء يفتقبل به جدية الماء انتهى إقامة أي ذي المكان مكدو ومشت فسريح الشعور مكدو وجمع ناقة مكود مكدو حلوبة لبنها ذو وفري قوله حلوبة بالجر عط بيان على مكود وتطلق المكود أيضا على الناقة الشحيحة انتهى جماعة الناس فتلك الملأ وقيل بل أشرافهم والملأ جمع امتلاء البطن أما الملأ فزكم تمنع شم النشر قوله جمع امتلاء البطن أي جمع ملأة بالكثر وهي امتلاء البطن من الطعام والملأ بضمن الميمي جمع ملأة بالضمن وهي زكمة في الخيشون تمنع شم الرائحة انتهى ضد الخلاء قد أتى الملاء ملآن بطن جمعه ملاء جمع ملاءة هو الملاء ملحفة معدة للنشر قوله معدة للنشر ضد الطي أي تنشر على الفراش انتهى ملء الإناء مرة ملات وهيئة امتلائه ملات كذا امتلاء البطن والملات زكمة ورهل في البكر قوله ملء الإناء مرة ملات إلى آخره كذا بخط ناظم وهو بنقل حركة الهمزة من لفظ ملأة إلى اللام قبلها في الكلمات الثالث وأصل الكلمة ملأة بالحكون اللام وفتح الهمزة انتهى مصحفه إذا ملأت الكوز قيل ملأة أو امتل الكوز يقال ملئة وقل لمن أجدى غناء ملؤة بضمه إن شئت أو بالكسر إلقاء ملح في الطعام ملح خسن وشحم ورضاء ملح وملح الأخضار ثم الملح جمع ملاح خرقة في الحر قوله ملح الملح بكسر الميم الرضاء والملح أيضا ملح الطعام واخترف في قولهم فلان ملحه على ركبته فقيل المراد به أنه ممن يضيع حق الرضاء كما يضيع الملح من يضعه على ركبته وقيل المراد به السيء الخلق الذي يطيشه أقل كلمة كما أن الملح الموضوع فوق الركبة يتبدد بأدنى حركة وقول مسكين الدارني لا تلمها إنها من مسوة ملحها موضوعة فوق الركب فقيل على به أنها من قوم هم في الغدر وسوء العهد كمن ملحه فوق ركبته وقيل أراد بها أنها ثوداء زنجية من قولهم ملح الزنجي على ركبته والملح مؤنثة في أكثر الكلام فلهذا قال ملحها موضوعة انتهى من الدرة قوله في الحر أي رحم الناقة انتهى لرضعة واحدة كل ملحة وقطعة الملح تسمى ملحة بعض ثواد في بياض ملحة نادرة وثم القليل النذري أرضعت الأم الصبية ملحت على الندى فوق الأراضي ملحت وحسنت صورة زيد ملحت ضد حلا أيضا أتى بالكفر قوله ملحت بفتح اللام بمعنى أرضعت من الملح بكفر الميم بمعنى الرضاع ومن ذلك قول وفد هوازن للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنا ملحنا للحارث أو للنعمان لحفظ ذلك فينا أي أرضعنا له وعليه قول أبي الطمحان في قوم أضافهم فلما أجنهم الليل استاقوا نعمة وإني لأرجو ملحها في بطونكم وما بسطت من جلد أشعة أغضرة يريد أني لأرجو أن تؤخذوا بغدركم في مقابلة ما شربتم من لبنها الذي حثن أبدانكم وثمنكم انتهى من الدرة ولادة طلي بطين ملط من لا يبالي قط ذاك ملط جمع ملاط يا نبيه ملط طين وجانب سنام البكر بالطين إن سد البناء ملط وذال شعر جلده أي ملط أو صار ذا وقاحة قل ملط أي لم يبالي فعل شيء يذري قولوه وذال شعر جلده إلى آخره فائدة في خلاء الأعضاء من شعورها يقال رأس أصلع حاجب أمرق وأطرق جثن أمعق خد أمرد عارض أنق جناح أحف ذنب أجرد بدن أملق قال الليث الأملق الذي لا شعر على جسده كله إلا الرأس واللحية وكان الأحنف بن قيث أملق انتهى الخمر والرماد كل ملة موضع طبخ خبزة والملة شريعة أوضية والملة خيافة أولى بغير نكر كراهة الشيء فتلك الملل شرائع تذديات الملل ثم الخيافات فتلك الملل الأوليات قبل كث فدري سآمة وكثل ذاك الملال فاطهم وجمع ملة الخبز ملال واسم إلى حر شديد الملال واسم لحمى في العظام تسري العجن أو وسط الطريق ملك وملك مخففا والملك حوز بوجه الحل ثم الملك قوائم جمع ملاك يجري قد من أي أنعم زيد من ولم يشن إحسانه بمن فإن تكن ذا قوة أي من ملكت بالإحسان كل حر وفنجة مقدار رطليني منى واسم مكان قرب مكة منى ومنية بالضم جمعها منى ما يتمناه الفتى من خير قد قيل للتأخير حقا منثأ ثم العصى والدرع كل منثأ وحاجة قد أخرت فمنثأ نفء البعير سوقه بالزجر قوله ثم العصى والدرع كل منثأ بكثر الميم لأنها اسم آلة وهي التي يعتمد عليها وبيها نطق القرآن قال تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منثأة وقد أصل أهل اللغة كثر الميم في أوائل أسماء الآلات المتناقلة الموضوعة على مفعل ومفعلة وهي عندهم كالقضية الملتزمة والسنة المخكمة إلا أنهم أشذوا أحرفا يسيرة ففتحوا الميم من منقبة البيطار وضموها من مدهن ومصعط ومنخل ومنصل ومقحل ونطقوا في مسقاة ومرقاة ونطهرة بالكثر قياسا على الأصل وبالفتح لكونها مما لا يتناول باليد فائدة في ترتيب العصي وتدريجها إلى الحربة والرمش أول العصي المخسرة وهي ما يأخذه الإنسان بيده تعللا به فإذا طالت قليلا واستظهر بها الراعي والأعرض والشيخ فهي العفا فإذا استظهر بها الضعيف والمريض فهي المنسأة فإذا كانت في طرفها عقافة فهي المحجن فإذا طالت فهي الهراوة فإذا غرزت فهي القحزنة والمرزبة ويقال إنها من حديد فإذا زادت على الهراوة وفيها الزج فهي العنزة فإذا طالت وفيها الثنان دقيق فهي نيزق ومطرد كما تقدم في النظم في قولنا وسم إلى رمح قصير مطرد فإذا زاد طولها وفيها سنان عريض فهي ألة وحربة وقد تقدمت الألة أيضا في باب الألث فإذا كانت مستوية نبثت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف فهي صعدة فإذا جتمع فيها الطول والسنان فهي القناة والرمح انتهى من التعالي مستنقع الماء فذاك المنقع واسم الإنى ينقع فيه المنقع في الماء ما ينقع فهو المنقع وقد أتسم فضلة في القبر ومورد الماء فهذا المنهل والقبر والشخص السخي منهل مروا ومعطش وكل منهل ومغضب أعني به ذا الحصر للرسط قيل مهل ومهل والقيح والصديد فهو مهل ضرب من القطران ذاك مهل مع فضة ذائبة أو قطر قوله أو قطر بكثر القاف أي محاس مذاب قال تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة انتهى مرة مور لاضطراب مورة وجلب قوت نفس قوت ميرة والمائر الجالب ثم المورة جمع له والمور موج البحر ما لم يذكى فهو يدعى ميتة وهيئة الموت تسمى ميتة واسم مكان بالفلاك موتة واسم الجنون أي ذهاب الحجر قد مال عني أو علي ميلة وهيئة الميل تسمى ميلة وشبه دلو ذاك يدعى مولة والعنكبوت ذو البيوت الدثري قوله ذو البيوت وفق للعنكبوت والدثري جمع داثر وهو الواهل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت انتهى باب المين باب النوم وفيه ست وعشرون كلمة إذا استبان الأمر قيل نجد أو عرق الشخص لكد نجد أو شجع الإنسان قيل نجد ونجد للعالي خلاف الغور قوله إذا استبان الأمر أي ظهر ووضح قيل نجد بفتح الجيم مأخوذ من النجد وهو الطريق الواضح فائدة في تفصيل أسماء الطرق وأوصافها النجد والمرصاد والفراط الطريق الواضح الجادة والمنهج واللقم والمحدة وسط الطريق ومعظمه اللاحب الطريق الموقع المهيع الطريق الواسع الوهم الطريق الذي يرد فيه الوراد الشارع الطريق الأعظم النقب والشعب الطريق في الجبل الخل الطريق في الرمل المخرف الطريق في الأشجار ومنه الحديث عائد المريض على مخارف الجنة النيسب الطريق المستقيم وقال الليث هو الواضح كطريق النمل والحية وحمر الوحش قال دكين بن رجاء الفقيمي عينا ترى الناس إليها نيسبة من صادر ووارد أيدي سبا واحدة النحل الضباب نحلة كذلك الدعوة تسمى نحلة عطية والمهر كل نحلة وليس كسر النون بالمضر وبلل والجود والشحم ندى وكلأ وغاية ثم الندى فوط وجاز ضمه أما الندى فجمع ندوة محل السمر والأرض إذ نشفت المانشفة وما تبقى في الإناء نشفة ورغوة تعل الحليب نشفة وما غرفت ساخنا من قدره رفع ووضع وثمداء النصب والعلم المنصوب أما النصب فالحظ كالنصيب ثم النصب لكل معبود سوى بالقهر الخدمة انتصاق ليل النصب والشطر والإنصاق كل النصب جمع نصيف أي خمار النصب ولغة النصب بمعنى الشطر قوله جمع نصيف أي خمار سائدة في ترتيب الخمار البخنق خلقة تلبسها المرأة ستغطي بها رأسها ما قبل منه وما دبر غير وفف رأسها ثم الغفارة فوقها ودون الخمار ثم الخمار أكبر منها ثم النصيف وهو كالنصب من الرداء ثم المقنعة ثم المعجر وهو أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة ثم الرداء انتهى ودعت الرفاء عيش النعمة واليد والمنة فهي نعمة وقرة العين تسمى نعمة ونعمة مثرة بالكسر ورعبة الحم اسمها نفاض إذا رصبيان هو النفاض وفي هلاك المال قل نفاض أو في فناء الزاب وافتح تسري ومرت النقض لسقب النقبة هيئة الانتقاب تدعى نقبة لون هزال والنقاب نقبة صدأ سيف قرحة في الظهر ثم الوسود هو معنى النقز وسم كل رزل بالنقز جمع نقوز جاء لفظ النقز كما أثث من مفردا للبئر وضد إضرام الأمور النقض والجمل الهزيل فوت النقض والكمأة الكساء أما النقض فللبن المنقوض كالآجر كسرك أو ضربك هاما نقف للفرخ من بيض بدى قل نقف جمع نقيس من جذوع نقف ما أكلته أراضات فدري تحويلك الشيء فذاك نقل وكل نعل خلق فنقل جمع نقيل أي طريق نقل واسم لما يؤكل عند السكر وفوت سيل أي بواد نقلة مسنة لم يخطبوها نقلة كميمة بين الأنام نقلة ورحلة وقد أثت بالكسر والنقض للحبل وعهد النقص وكل منقوب فذاك نكث وقيل في جمع نكوث نكث كثير نكث الأرض بل والأمر قوله كثير نكث الأرض أي بعود أو كثير نكث الأمر أي نقضه بعد إضرامه انتهى قوله كثير نكث الأرض كذا بخطه والذي في القاموس إن نكث الأرض بلمثنى فحرر انتهى مفحفه غرض بما حدد طرف النكز بقية المخ بعظم النكز وجمع ناكز نكوذ نكز لما فني الماء بها من بئره قلب على رأس فهذا نكس والرجل الفسل الضعيف نكس رجوع داء بعد برء نكس والنافس المرخي لرأس فدري قوله والرجل الفسل الضعيف نكس والنكس بالكثر أيضا من السهام الذي ينكس فيجعل أعلاه أسفله انتهى وللعقاب قد يقال نكل واسم لصوف أو لقيد نكل وللصبور ذي القوى والنكل جمع نكول أي جبان غمري قوله أول قيد أي من حديد فإن كان القيد من جلد فهو قلق فإذا كان من خشب فهو مقطرة وفلق فإذا كان من حديد فهو نكل وأدهم فإذا كان من حبل أو قنب فهو ربق وصفت انتهى من التعالبي واسم لشاعر أو اكسر نمر نوع من السباع ذاك نمر والجمع منه نمر ونمر واسما أتى لموضع في البر وقطعة من السحاب نمر والنمر أنفاه تسمى نمر ونكسة من أي لون نمر وسمي النمر لتلك النمر واحدة النمل وداء النملة تقارب المشية يدعى نملة بقية الماء بحوض النملة نميمة بالحركات تجري مرة نهي ضد أمر النهية سميرة النوق اسم شخص نهية والعقل في القلب يسمى نهية وجمعه نهى فكن ذا خبر قرب كذا نزول أمر النوب وجمع ناب أي مسن نيب سنف من السودان ذاك نوب واسم لطير النحل جان النور زهر النبات والنفار نور وموضع علم ثوب النير وبقر الوحش فذاك نور كذب يا من نار نوم فجر وبثر في اليد تلك ناك أعلى مكان في الجبال نيق وجمع ناقة نياق نوك وأنوق أنواق ناق فدري قوله أعلى مكان في الجبال نيق فائدة في ترتيب ما ارتفع من الأرض إلى أن يبلغ الجبي ثم ترتيبه إلى أن يبلغ الجبل العظيم الطويل عن التعالبي أشغر ما ارتفع من الأرض النبكة ثم الرابية أعلى منها ثم الأكمة ثم الزبيا ثم النجوة ثم الريع ثم القفل ثم الهطبة وهي الجبل المنبسط على الأرض ثم القرن وهو الجبل الصغير ثم الدك وهو الجبل الزليل ثم الضلع وهو الجبال ليس بالطويل ثم الليق المذكور في النظم وهو الطويل أو ما ارتفع منه في الهواء ثم الطود ثم البابخ والشامخ ثم الشاهق ثم المشمخر ثم الأقود والأخشب ثم الأيهم ثم القهب وهو العظيم مع الطول ثم الخشام انتهى أخذ وأجركم عطاء النول كذلك التقبيل أما النيل فاسم لنهر مصر ثم النول صنف من السودان شعت غبري انتهى باب النوم باب الهاء وفيه ست عشرة كلمة ومزق عرض قيل فيه هتر والخطأ الأمر العجيب هتر أما ذهاب العقل فهو هتر من حزن أو مرض أو كبر والصرم والترق يسمى هجرة والجمل الفائق يدعى هجرة وادع القديح من كلام هجرة والهدي في النوم وعند الضر ومرة الهجرة تسمى هجرة ونقلة من أرض قوم هجرة وجاذ أن يقال فيها هجرة أما الهجير فهو وقت الظهر كراهة الرمي بسلح هر دعاء نوسوق الشياه هر واسم إلى السنور ثم الهر ليث كثير لبن أي در شق لإفساب وسب هرد نعامة ساقط قوم هرد وكركم عروق صبغ هرد واسم لطين يا أخي محمر والظلم والتركس مكل هضم ومطمئن الأرض وفتح هضم جمع هضوم أي سخي هضم وجمع أهضم رقيق الخطر وسكب غيث أو دموع هطل وأحمق زئب ولص هطل وجمع هطلاء بمد هطل لذيمة تكثر رش القطر أو لهو سكب غيث فائدة في فعل السحاب والمطر إذا أتت السماء بالمطر الخفيف قيل حفشت وحشكت فإذا استمر مطرها قيل هطلت ومطره الهطل الذي في النظم وقيل هتلت أيضا فإذا صبت الماء قيل همعت وهضبت فإذا ارتفع صوت وقعها قيل انهلت واستهلت فإذا سال المطر بكثرة قيل انسكب وانبعق فإذا سال يركب بعضه بعضا قيل اتعنجر واتعنجج فإذا دام أياما لا يقلع قيل أنجم وأغبط وأزجن فإذا أقلع قيل أنجم وأصم وأصى انتهى وأول الغيث هو الهلال وقمر لسبعة هلال والشعب في تهامة هلال ولغلام حسن بالكثر أي لا أهم قول لا همام ضعيفة الأمطار بالهمام أدعو كما ذو الملك بالهمام يدعى إذا كان عظيم القدر قوله لا همام هو مبني على الكثر أبدا كحزام وقطام قوله إذا كان عظيم القدر فائدة في تقصير أوصاق السيد الحلاحل السيد الشجاع الهمام السيد البعيد الهمة أو الملك العظيم القدر كما في المظم القمقام السيد الجواب الغطريف السيد الكريم الصنديد السيد الشريف الأروع السيد الذي له جسم وجهارة الكوثر السيد الكثير الخير البهلول السيد الحسن البشر المعمم المسود في قومه انتهى قد هنأ الأكل لهم هناء أي ساغ حين وجدوا هناء أي قطرانا في بني هناء قبيلة تسكن بيت الشعر قوله قبيلة تسكن يعني أنها من العرب انتهى جو جبان فارغ كل هوا اقبال ندبار بشيء الهوى وسمل حدار من علو هو والأحمق الهواء واسم البئر قوله واسم البئر أي التي لا متعلقة لها ولا محلة لرجل نازلها انتهى ودعوا الصرار البقل أيب الهيجي وزجر ناقة بهيج هيجي واجمع لأهوج بلقظ هوجي لأحمق وفعله ذو نقري حركة والانزعاج هيج وهي لزجر العيس أيضا هيج واسم يهود أو نبي هود والتائبون من قبيح الوزر والعطش الشديد ذاك هيف للأهيط الضامر جمع هيف وريح حر بل وبرد هوف والرجل الذي خلى من خيره قوله هيف أي بكثر الهاء جمع أهيط وهو ضامر البطن والأنثى هيفاء فائدة في تفصيل الأوصاف المحمودة في محاسم خلق المرأة إذا كانت لطيفة البطن فهي هيفاء وقباء وخمصانة فإذا كانت لطيفة الكشحين فهي هظيم فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهي منشوقة فإذا كانت طويلة العلق في اعتدال وحسن فهي عطبول فإذا كانت عظيمة الوركين فهي هرقولة فإذا كانت عظيمة العجيزة فهي رداح فإذا كانت سمينة منتلئة الزراعين والساقين فهي خدلجة فإذا كانت ترتج في سمنها فهي مرنارة فإذا كانت كأن الماء يجري في وجهها فهي رقراقة فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي ضضة فإذا عرفت في وجهها نظرة النعمة فهي سنق فإذا كانت عظيمة الخلط مع الجمال فهي عبهرة فإذا كانت ناعمة جميلة فهي عبقرة فإذا كانت متسنية من اللين فهي غيداء وغادة انتهى ومرة الهيل لصب هيلة والهول خوف وكذاك الهيلة والمرأة الحسناء تدعى هولة والهالة سمدارة للقمر من هار من رمل هو الهيام ثم العفاش يا أخي هيام شبه جنون اسمه الهيام من أجل عشق وهو أمر قفري قوله هيام أي بالكثري جمع هيمان والهيام بالضم شبه جنون يعتر العاشق فيهيم على وجهه كما فعل مجنون ليلى وغيره فائدة في ترتيب الحب وتقصيره أول مرافد الحب الهوى ثم العلاقة وهي الحب الملازم للقلب ثم الكلف وهو شدة الحب ثم العشق وهو أشد منه ثم الشعف وهو إحراق الحب القلب مع لذة يجدها وكذلك اللوعة واللاهج ثم الشغف وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهو جلدة دونه ثم الجوى وهو الهوى الباطل وقد مر في باب الجيم ثم التيم وهو أن يستعبده الحب ومنه ثم يتيم الله أي عبد الله ثم التبلغ وهو أن يثقمه الهوى ومنه أجل مثبول ثم التجليه وهو ذهب العقل من الهوى ومنه رجل مدلة ثم الهيام والهيوم وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ومنه رجل هائم انتهى انتهى باب الهاء باب الواو وفيه عشر كلمات ضراب فحل ناقة فالوثر وقيل للفرش الوطيء وثر جمع وثير أي وطيء وثر وأصله بضمتين يجري ووثد يقال فيه ود ثم الوداد مع خل ود بالكثر أما مطلقا فود وفنم كان زمان الكفر قوله مع خل ود الود بمعنى الحب إن اقترن بلفظ خل بأن قيل كان لي فلان ودا وخلا أي مواددا مخاللا كثرت واوه مناسبة مناسبة لخاء خل فإن لم يقترن بلفظ خل فقيل يضم وقيل يفلف انتهى وكل نور عطر فالورد ورود ماء نفس ماء ورد وجزء قرآن كذا والورد جمع لورد أو وريد فدري قوله جمع لورد بفتح الواو وهو الزهر أو السبع أو الفرس الذي لونه بين القميت والأشقر وقوله أو وريد هو عرق بصفحتين العنق وهو المعني بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد انتهى فائدة في أسماء العرق في الرأس الشأنان وهما عرقان ينحدران منه إلى الحاجبين ثم إلى العينين في اللسان الصردان في الزقن الزاقن في العنق الوريد والأخدع إلا أن الأخدع شعبة من الوريد وفيه الوذجان في القلب الوثين والنياط والأبهران في النحر الناحر في أسفل البطن الحالق في العضب الأبجل في اليد الباسليف وهو عند المرفط في الجانب الإنسي مما يلي الإبط والقيفال في الجانب الوحشي والأكحل بينهما وهو عربي فأما الباسليف والقيفال فمعربان في الساعد حبل الزراع فيما بين الخنصر والبنصر الأسيلم في باطن الزراع الرواهش في ظاهرها النواشر في ظاهر الكف الأشاجع في الفخذ النفى في العجل الفائل في الساق أبضاء الصاف في سائر الجسد الشريانات انتهى وحت أوراق الغصون ورق في الورق الفضة قيل ورق والأورق الأغضر جاء الورق جمعا له من إبل أو طير قوله والأورق الأغضر وهو ما لوه كلون الرماد الواحد من الإبل أورق ومن الطير ورقا انتهى وسي ورق راكب فالورق وورق خصف منه الورق جمع وراك للإكاف ورق يوضع للبهين فوق الظهر ضد لقطع ولهجر وصل والعظم لا يكثر ذاك وصل وإن أردت قلت فيه وصل وليلة الوصل ختام الشهر قل في ولادة وحط وضع وفي خسارة العروض وضع وفي دناءة يقال وضع أي خسة أو في الخطاة القبر وثقل السمع جلوس وقر والصدع والحمل التقيل وقر جمع وقور أي رزين وقر ولشياه وصفت بالصغر قوله وثقل السمع فائدة في ترتيب الصمم بأذنه وقر فإذا زاد فهو صمم فإذا زاد فهو طرش فإذا زاد حتى لا يسمع الرعب فهو صلخ انتهى إن جلس الإنسان قيل وقر أو صمت الأذن يقال وقر من ترك الطيش فذاك وقر أي صار ذا مهابة وفقر لحية قد لدغت قل وكعت إبهام رجل قد علت أي وكعت من فوق ثبابتها ووقعت خناف زيد صلبت عن كثري انتهى باب الواق باب الياء وفيه ثلاث عشرة كلمة وحيث لم أجد من الأسماء مثلثات بدأت بالياء والياء من تمام الاستيفاء ألبت بالأفعال حسب اليسر بكرية من أكل الأراك يأرك أي يشتك البطن ودوما يأرك يرعى الأراك ثم زيد يأرك بالدار أن يقيم ففهم تدري قوله من أكل الأراك أي الحمد انتهى في أطش والعفق قل يحر من يطبق الحريرة يحر لشدة الحر فقل يحر وثلث الحاء تفذ بالبشر إذا ركبت فرسا يحل برخو عرق بيه لا يحل يحرم يا من عقدتي يحل حين يحل بيت أم عمره قوله يا من عقدتي يحل ومن كلام السيد حسن البدري واكثر أو ابن في مضارع لحل هذا إذا استعملت في معنى نزل في ضد قد أحرم ذا وذا حرم فاكثر وإن كان بمعنى فكض انتهى يغضب معنى قد أتا ليزبر يكتب أو يقرأ معنى يزبر وقيل في ذلك أيضا يزبر أما الزبار فهو جمع الزبر قوله فهو جمع الزبر بكثر الزام ككلم وكلام وجمع الجمع الزبر ككتب انتهى قد فر باق حافر يفر والباب إن فتحته يفر ثم البخيل ماله يفر ونوقه لأجل حفظ الدر قوله والباب إن فتحته أي أو أغلقته يفر بكثر الصاد أي فوق وكذا الجندب والرحى والأنياب والأقلام وصر الناقة شد أخلافها لألا تحلب أو تربع انتهى وقال التعالبي الصرير صوت القدم والسرير والطست والباب والنعلي وذكر في اختلاف أسماء الأصوات ما يحسن ذكره هنا فقال النشيش صوت غليان القدر والشراب الرنين صوت الثكلا والقوف القصيف صوت الرعب والبحر وهدير الفحل النقيق صوت الدجاج والبسع القعقعة صوت السلاح والجلد اليابس والكرطاف الغرغرة صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر المحتضر العجيب صوت الرعب والنساء والشاء الزفير صوت النار والحمار والمكروب إذا امتلأ صدره غما فزفر به الخشخشة والشخشخة صوت حركة الكرطاف والتوب الجديد والدرع الجلجلة صوت السبع والرعب وحركة الجلاجل الحفيف صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية الصليل والصلصلة صوت الحديد واللجام والسيس والدراهم والمتامير الطليل صوت البعوض والذباب والطنبور الأطيط صوت الناقة والمحمل والرجل إذا أتقله ما علي الصرفرة صوت الباز والبط والأخطب الدوي صوت النحل والأذن والمطر والرعد الإنقاض صوت الدجاجة والفروج والمحجمة إذا شدها الحجام بمصر التغريد صوت المغني والحادي والطائر وكل صائف طرد الصوت فهو غرب الزمزمة والزهزمة صوت الرعب ولهب النار وحكاية صوت المجوسي إذا تكلف الكلام وهو مفدق فما انتهى من برد سلج النبات يضرب يضعف والعرق وفحل يضرب ينبض أو ينكح ثم يضرب يغلب في مضاربات الغير من عرض القول بكسر يعرض وعرض الأمر بفتح يعرض وعرض الشيء بضم يعرض اتسعتها ما أقول ودري رأيت زيدا بالحسان يعصى يضرب حينما الغلام يعصي أي لم يطع ما ضره لو يعصوا يضرب بالعصى بغير ضر والقلب مثل بصر قد يعمى ثم البعير باللعاب يعمي يرمي وزيد للنساء يعمو يميل والعمل تباس الأمر إن الفتاز العزم من يفر يعقد ما استرخى ولا يفر يهرب والسائس قد يفر يخشف أثنانا لفهم العمر قوله يكشف أثنانا أي لمعرفة عمر البهيم أكبير هو عن حغير من قر عينا قد أتى يقر وبالمكان هو لا يقر زيد على طعامه يقر يصب باردا شبيه القر دعما إذا أكرمته يهر يبطر أو أهنته يهر يكرر النباحة أو يهر يأكل هرهرا لأصل الخمر قوله يأكل هرهرا يعني العنب لأن الهرهر ما تساقط من عنب الكرم انتهى إن شام زيد ضيفه يهش يبدي ثرورا والسوى يهش يضعف وهو بالعصى يهش ينثر أوراق الغفول الكبري انتهى بابلياء وانتهى كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب للأستاذ الشيخ حسن قويدر الخليبي ترجمة صاحب الكتاب للشيخ محمد ثني إبراهيم غفر الله ذنوبه يقول صاحب كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب هو العلامة النبيل الفهامة الجليل المرقوم الشيخ حسن قويدر المنسوب إلى مدينة الخليل أديب مصر ذو المآثر الناظم النافر استفاد وأفاد وحصل وأصفل وطارح ونافح نظر في العلوم وجود المنسور والمنظون وهو شاعر طويل نفس منور المنسور إذا اقتبث كامل المقاصد جيد القصائد شعره المنسجم السهل يزري بكلام ابن سهل ونسوه البديع يحاكي مقامات البديع كيف لا وقد يستغنى بمنسوره عن زهر الربيع غزير المروة صادق الأخوة ثقة فيما يؤخذ عنه من النقول في المعقول والمنقول كثير الفنون قليل المجون اشتركوا في القناة 疑ل اشتركوا في القناة مشكلفظ انقب غفظ اشتركوا في القناة شكرا Lewis بقنا فأو مزل